أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قاوية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام فانظ إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظ إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظ إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هذا الكلام من يستطيع أن يأتي به؟ كلام من هذا؟ هذا كلام الله رب العالمين قولوا آمنا يا عبد الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الأمي والعربي فرد من أفراد الأميين يقص هذا القصص كأنه حاضر وشاهد الأحداث كما هي كيف يتم هذا لولا أنه رسول الله يوحي الله إليه بالأنباء والأخبار التي يستحيل على البشر أن يردوها بمنطقة وحجة ودليل أشهد أن محمد رسول الله وهذه الآية كسابقتها دليل قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل إلى نور العلم وبالأمس الخليل إبراهيم يخرج من السجن ويسأله مالكهم النمرود يسأله عن ربه من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت قال الطاق يا أنا أحيي ويميت فألهم الله تعالى الحجة لإبراهيم صاحب الإيمان والنور فقال يا ميسي ولا يا ميسيو إن رب يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت غدا من المرق فبهيت الذي يفرر انقطع ولم يستطع أن يحار الجواب أو يتكلم بكلمة كيف يرد هذا يقول سنعمل إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذه الجملة المذيل بها الكلام تزين الدنيا وما فيها نعم العلم هذا اسمع الله لا يهدي القوم الظالمين إلى ما فيه سعادتهم وكمالهم إلى ما فيه عزهم وانتصارهم إلى ما فيه سعادتهم إلى أي خير لأنهم ظلموا خرجوا عن الطريق فهم يتقلبون من يهديهم آمنا بالله والله لا يهدي قوم الظالمين إلى ما فيه كرامتهم وطرهم وصفاهم وعزهم وسعادتهم ونصرتهم على أعدائهم ولكن الله هدى إبراهيم للجواب المفحم القاطع الذي بيت العدو أمامه أعيد تلاوة الآية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك من أجل أن آتاه الله الملك يكفر ويتعال ويطع وهذه لفتة أيضا عجيبة إن الإنسان لا يطعى أن رآه استغناء وجربنا هذا حتى في إخواننا ما إن يحصل على قرش أو موتب يتكبر كان بهلول من الصالحين يكنس المسجد يمشي ما إن يرتفع يرتفع طبعه ما عالج ما استعمل على أقام الثمانية إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان لا يطعى أن رآه رآه نفسه استغناء إن الإنسان لظلوم كفار هو الأمة ما تعالج هذه المستشفيات ما يعرفونها ولا سمعوا بها كيف تراهم إذن الظلم والشر والخبات والفساد والخيانة لا إله إلا الله كيف هذا مرضى وما عالجوا في مستشفيات النفس علاج النفس في ويلة ماهي النفس يعالجون الأهواء علاج النفس بالمستشفى رباني قال إلهي دعنا من البكايا شيخ فإنه لا يجدي هيا نتمم الآية لا و إن ألم ترى إلى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في رب أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشعر فأتي بها من المغرب فبورت الذي كفر والله لا إهد القوم الظالمين هذا منظر مظهر من مظاه ولاية الله لأوليائه ونصرتهم الطاق النمود بكل قوى فشل ما استطاع يتحرك أما به فأرقي في النار فقال رب جل وعز خالق كل شيء يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فوالله لم تأتي النار إلا على كتافه في رجله ويديه وخرج وجبين يتفسد على قاعد وتركهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين أول هجرة عرفتها البشرية في الله هجرة الخليل إبراهيم يا شيخ لما المسلمون ما يعرفون هذا لأنهم يقرون القرآن على الموتة فقط لا 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 ممنوع القرآن يقرأ على الموتة فيه نقابة دكان بالتليفون اتصل به مات عندنا ميت يقول من فئة ميات لئة وإلا من فئة خمس ميات إذا كان فقير من فئة ميات غاني من خمس ميات وأبناؤنا يقرؤون القرآن في الكتاتيب لهذا الغرض لا ليعرف الله وما عنده فقط لهذه الحاجة أكثر من ثمن ميات سنة ونحن هابطون القرآن يقرأ على الموت أسألكم بالله يقومون يعبدون الله والله يقول وقوله الحق وما علمناه الشعر وما ينبغي له رد على من قال القرآن شعر أكذبهم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا قال لتنذر وإلا قال لتقع الموت لتنذر من كان حيا ومن كان ميت ونحن مات بلان طلبة القرآن يحظوا سبع ليالي هذا غني وحد وعشرين ليلا وهم يقرعون القرآن ويضحاكونا أشار هذا اللبن قال ويدخن لا ما رأيناه يقعو دخن أعود بالله أنا الذين عاشرتهم وقرأت معهم ما يدخنون إذن بعد تلك الآية من آيات الله المحققة لوعده بولاية الأولياء جاءت هذه الآية أو كالذي مر على قرية والقرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة وفي عرف الجغرافيين المتتلمدين للغربيين القرية دون المدينة حتى يبعد الناس عن القرآن القرآن ما فيه شيء هو الأول من قرر القرية وأنها المدينة الكبيرة أما قال لتنذر أم القرآن من هي أم القرآن مكة المكرمة إذن مر على قرية من هذا المر ذكر أهل العلم كثيرا الخضر فلان عزير والراجح أنه عزير عليه السلام الراجح أنه عزير إذن مر بقرية ألا وهي مدينة القدس عرفتم لما سميت المدينة قرية لأن هذا مشتق من التقر الذي هو الجمع قرية الماء في الحوض أي جمعته وسمي القرآن قرآن الليمة لجمع كلماته وتنظيمها في جمل وآيات إذن قرية ما هي مدينة صغيرة مدينة القدس مر بقرية وهي خاوية خاوية ليس معناها جائعة بلغة المغرب خوا يخوي بطنه فرق فهو جائع خاوية بمعنى خالية وهي كذلك خوا البطن فرق وإلا خوة المدينة ما بقي السكان وفارغ لكن خاوية على عروشها لأن السقوف التي كانت تعرش للظل ولتوكن من الحر والبرد وقعت على الأرض فهي خاوية على العروش خاوية على عروشها إذن قال أن يحيي هذه الله بعد موت هذه القارية من هدمها هذا الذي هدم ما يقال بخت نصر هو الذي غزا المسلمين هناك من أبناء إبراهيم بني إسرائيل وانتقام منهم وخرى بيت المقدس حتى الله من من صورة الماء التوبة لما اندهشوا التوات أخذها الطغاة الجباب ومزقوها وهذا تعالوا أملي عليكم فأملي عليهم قالوا هذا ابن الله فكفروا إذن آل عزير عليه السلام مر بهذه المدينة قال أن يحيي هذه الله بعد أي كيف يحييها من باب التطلع إلى المعرفة وفي معنى الاستبعاد هذا أمر بعيد ما تعود هذه أبدا كيف تعود كما كانت أن يحيي هذه الله بعد موتها ماتت في القرية ولا ماتت انقطعت الحراكة والكلام ماتت ماتت الشخص ما بقي له كلام ولا حراك ماتت أن يحي هذه لو بد موتها فماذا فعل الرب تبارك وتعالى فأماته الله مئة سنة مئة عام نام وعلى رأصه سل من العنب وأخرى من التين تبهتم أو فيها العنب والتين مع طبق تين طبق عنب والأحسن التين يكون مفوق لأنه يفسد والبهيم رابط واستقال قيلول يستريح أغمض عيني أخذ طروحه مئة عام وهو كذلك ممكن يمر الناس بي ذنائم جائز أو أعماهم الله ودفعهم فلم يروا أصحاب الكيف ثلاث مئة سنة ثلاث مئة سنة إذن قاربت ولا يده ونام من الضحاوة إلا من طلوع الشام إذن قال حتى ما يكذب يوما أو بعد يوم حسب علمه لأنه نام هو استيقظ لا آلام في المفاصل ولا غبار في الشعر ولا في الوجه ولا محفوظ بحفظ الله قال بل لبث مئة عام مئة عام والعام أطول من السنة وإلا لا ماذا تقولون العام أطول من السنة السنة بعض الشهور القاملية 29 يوم الشهور اللخرى الفلاحية 31 يوم شهركم هذا في 31 ديسمبر فالعام أطول مئة عام وكيف يعرف من يدريني أنني لبث مئة عام على الأرض ميتا نائما قال له إذا فانظر إلى طعامك وشرابك الطعام عينب وتين التين عندنا نحن جربناه يقولون التين إذا بات كاليهود إذا مات احفظوا هذه أنتم ما تكرهون اليهود التين إذا بات كاليهود إذا مات إذا مات يهود المرسي المنفامي ورعيح الكريه والوسق واللون أعوذ بالله من يقدر عليه من يشاهده والتين كذلك إذا بات في غير ثلاجة ما كان ثلاجات في العالم يتعفن ويتغير لون ما يؤكل كالذي رأيته أمس أرميناه اليوم جاءنا مو من مصر بزنبيل أو سلتين من هذا النوع ما قدرنا عليه وهكذا هذا المثل العام التين إذا بات كاليهودي إذا مات ما يقبله أحد إذن وشرابه عصير لبن وعصير تفاح والعنب فانظ إلى طعامك وشرابك لم يتسن لم يتغي بمر مياسن عليه ما أثرت فيه السنون مهاد سناء والعنب والتين كما هما والعصير واللبن كما هما هذه عناية الله عز وجل هذا حفظ الله عز وجل يصرف القلوب من الإنس والجن يصرف الحيوانات يريهم ما يفزعهم حتى لا يقاب إليه ولا يدن منه وهو يقول للشيك فيأكل اندهش عز وجل الآن تأكد أنه نام مئة سنة كيف الذي قاد على إماتتك على مئة سنة وحياك انظر العجب له أكثر منك تين وشراب ما يتغير على مر عشرات سنين هو أعظم الأخرى وانظر إلى حمارك أين الحمار الحبل الممكن المغبوط موجود أين الحمار مئة سنة فنضع وإذا العظام بيضا تلوح هنا وهناك هذا مشاهد إذا مات الحمار تأتي الحيوانات تأكله وتبغى عظامه بيضا تلوح الأرض مشاهد هذا وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس نعم ولنجعلك آية للناس يا عزيرنا يا عبدنا إذا وإذا بتلك العظام تتجمع آليا أوتوماتيكيا العظم إلى العظم وتناسبت كل أجزاء وغشيت باللحم والجلد وإذا الحمار يعقيف اركب وكل واشرب وامشي وامشي وانظر إلى العظام كيف ننشرها قراءة نافع نحييها كيف ننشزها أي نرفعها والمعنى كله صحيح وانظر إلى عظام إلى حمارك كيف وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء وعادت تلك المدينة كما كان وأعظم مما تكون وأخذ الله بغت نصة وجيشه ورجاله آية من آيات الله عجب قال أو كالذي مر على قرية عرفتم هذه القرية المدينة هذه مدينة القدس الطاهرة وهي خاوية على عروشها سقطت مبانيا وسقوفها على الأرض قال عزير أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم قال بل لبث مئة عام والبرهنة فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن الطعام الطعام الشرب مئات سناء ما يتغيراني عجب هذا ولا عجب مع قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته وانظر إلى حمارك وانظر إلى حمارك تعرفون الحمار ما شرحناه تعرفون الحمار وإلى الذين يقرؤون القرآن ويحفظون ولا يعملون به هذا ملحوم وقرأوا قول الله عز وجل أو الذين يقرؤونه على الموت ولا يعملون به مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثال الحمار يحملوا أسطار بإسمة القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدقون الله عرفتم يحفظ القرآن ولا يفهمن كلمة ولا يقوم بواجب ولو يقع فقط على الموت هذه حالنا دهرا طويلة حتى أنقذنا الله بما شاء ننقذنا كمثل الحمار يحمل أسفار وعدنا لطيفا أيام كنا ندعس النحو المعلم يضرب المثل دائما بالحمار يقول ضرب زيدون الحمار أعيد كذا مررت بحمار لماذا الحمار فقط قالوا لأنه أبلد مخلوق تعرفون البلاد أبلد مخلوق الحمار وتمضي العوام وجاءت السيارات وأصبحنا نركب السيارة والحمار في الطريق زمع نادي أبدا ما الدراس ويمشي قلنا سبحان الله ألهم النحاة إلى هذه وإلى الآن إذا الحمار في الطريق زم آبدا لا يلتفت إليه فقلنا نعم فلان أبلد من حمار أشد بلد من حمار إذن والرسول صلى الله عليه وسلم أراكب الحمار ولا لا أراكب الحمار كان المركوب المهم ولا لا وأذكركم بحمار عبد الله بن عمر تعرفون أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان قادما من مكة أو ذاهبا إليها ثم نازل ليستريح أو جاء الليل لينام فنام وستراح وإذا بأعراب شحاد جاء يشحر نظر إليه بن عمر قالوا أنت ابن من قال أنا ابن فلان شباه فقام فأخرج عمام كان يربط بها رأسه في الليل يشد بها وأعطاه العمام وأعطاه الحمار فنافع مولاه رضي الله عنه تعجب كيف يا مولايا هذا عراب يكفي ريال وإلا حفن التمر كيف تعطي عمامتك وتعطي حمارك هذا الحمار تروح به على نفسك والشاهد من هذا يمل كوب البعير فيركب الحمار للترويح على النفس تعرفون هذا ولا لا إذن والشاهد في الحمار يروح به على نفسه فقال يا نافع أتدري من هذا هذا والده كان صديقا لعمر هذا والده كان صديقا لعمر وهنا تتجل حقيقة وهي بر الوالدين فأصدقاء أبيك وأمك ينبغي أن يبقوا أصدقاء تزوهم وتكرمهم وتبجلهم وتحترمهم كاحترامك لأبويك أمك وأبيك هذه الروابط والصلاة ربانية أبوك أنا صديقا لعمر فأعطاه حماره وعمامته وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس أي انظر إلى حمارك لتتأكد من صحة ما سمعت أولا ولنجعلك آية للناس آية على ماذا على وجود الله ربا وإلها وعلى قدرته على كل شيء حيث لا يعجزه شيء وعلى علمه الدقيق الذي أحاط بكل شيء وعلى حكمته التي والله لا يخلو منها شيء وبهذا استحق أن يعبد وحده ولا يعبد غيره واستحق أن يتابع ويطاع ويطبق شرعه لما فيه من الإكمال والإسعاد للبشرية لأن تطاع الفروج لهوه الشاوات والظلال والملاحدة والكفار ولنجعل كآية للناس دال على قدرتنا وعلمنا وأبوبيتنا وأولوهيتنا تلك الموجبة لعبادتنا وحدنا فلا إله إلا الله وهو أيضا آية من آيات النبوة المحمدية لو لم يكن رسول الله كيف يتلقى هذا العلم من أين يأتي وانظر إلى العظام كيف ننشزها ننشرها ثم نكسوها لحمة أغمض عينيك فقط وشاهد انظر تتجلل حقيقة كما هي إذن لما شاهد ما شاء قال أعلم وقرأ اعلم أن الله على كل شيء قدير والكل واحد أعلم أن الله على كل شيء قدير هذه آية وبقيت أخرى إليكم ما هذه الآية الثالثة كل هذا لتعلموا أن الله ولي الذين آمنوا الذين آمنوا فقط آه مومن يشرب الحشيشة مومن ويركل المومن برجله مومن ولا يشهد صلاة مع المومن كذاب هذا المومن المومن الذي يدفع إيمانه إلى أن يطيع الله واصوله فلا يخرج عن أمرهما ولا يفسق عنه بحال ولهذا ذكر آية يونس اشترط الإيمان ماذا التقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون لا في الحياة هذه ولا في البرزق ولا يوم القيام والله العظيم من هم أولياء الله سيد عبد القادر مولا إدريس آل عيد هروس يا ربي بيل لنا أولياء منهم حتى نعبدهم هذه حالنا نعرفهم حتى نمشي وراءهم ونقتدي بسلوكهم ونتعلم الهدى والعلم عنهم لا نعبدهم بالحالف بهم والذبح لهم والنذر لهم والعكوف على قبور مرانا في بلد ما أيام الدعوة وإذا في النساء والأطوال ورجال مخيمين يا شهادة في بلادك قالوا هؤلاء زوار سيد فلان سبع أيام وهم عاكفون يدعون غير الله ويمور بهم علماء بل ويشاركون هم آه من أبعدنا عن نور الله الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى هيا نكرهم ونبغضهم ونبغضهم ونتعخل عنهم ما نستطيع نمشي وراءهم فقط حتى نهلك كما هلكم هذه حال أمة الإسلام صرفوه عن مادة حياتها وسعادتها إذن وذكر أيضا وإذ قال إبراهيم من إبراهيم هذا أبو الأنبياء هذا أبو الضيفان هذا الخليل هذا جد نبيكم الحمد هذا الأب الرحيم باني الكعبا إذن وإذ قال إبراهيم ربي أي يا ربي لماذا حدف النداء ما يحتاج لقوب الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل أما الذي يحتاج إلى الياء يا فلان يا فلان والله ما يسمع أما اللهم ما يحتاج أربي هب لي من لدونك أحمى أربي أيني كيف تحيي الموت لا تلوموه وهو الخليل تخلى لحب الله خلايا وثغرات جسمه وقلبي يعيش مع ربي ربي أرني كيف تحيي الموت حتى يطمئن قلبي وتهدى عصابي ونعف كيف يتم هذا أنا مؤمن بأنك تحيي الموت وأحييت وتحيي لكن نريد ما أعرف كيف ليغتفع منسوب إيماني ويقيني وقد ذكرت لكم مثلا وضحت لكم القضية ولا لا فيكم من لا يؤمن بأن الشاشة في التلفاز تنقل حقيقة من هم في المركز فيهم من يشك لكن لو تقول كيف يتم هذا في عجب ما في عجب لو وجدت من يبين لك ما يعرفون ما يستطيعون أن يبين لقلت كيف هذا هو في الشرق وأنا في الغرب ونشاهد يتكلم أو يفقص آمن بالله فلا عجب في قول الخليل عليه السلام بآلني كيف تحل الموت لأن إحياء الموت أعظم آية أعظم آية والله لو يجتمع العالم بأسره وابدأ بالذين يقولون لا إله البلاشرة العمر بأطبائهم وكل ما لديهم على أن يعدوا الحياة لميت والله ما يصدر والله ما يقدرون هارفتوا أو يقدرون ولا ذبابا أو إنسان إذن قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله لما الفراء والهروب حتى لا تعبدوا فتكمل وتسعدوا فإنكم تخسرون وأنتم لا تشعرون أبأني كيف تحيي الموتى قال الله عز وجل له أولم تؤمن أتقول ما تقول ولم تؤمن قال فلا كيف لا مؤمن بك تحيي الموتى وعلى كل شيء قدير ولكن ليطمئن قلبي ماذا قال أبو القاسم نحن أحق بالشك من إبراهيم ما شك إبراهيم لو كان إبراهيم شك أنه أحق بالشك ونحن والله ما نشك إذن والله ما شك إبراهيم أبدا وماذا قال في في يوسف قال ولو دعيت لأجبته يوسف عليه السلام سبع سنين في قاري السجن وجاءه ورسوله الحكومة تعال قال لا حتى يمتحن هذا الحادث وتظهر الحقيقة وأنني برئ فقال رسول من تواضعي لو دعينا أجبنا الداعي في ثالث أيضا إذن قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وتسكن الروح وتهدى بالمشاهدة إذن أجابه الرحمن كيف لا وهو وليه وليه وإلى لا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات الجهل الشك الارتياب إلى أنه اليقين والعلم هذا انتهى والله إلى الآن وإلى يوم القيامة من والى الله ولا يحق لن يخزيه ولن يذله ولن يخيف ولن يحزنه على شرط يوالي الله موالة حقيقية ما يفضل عليه كاس اللبن إذن قال فاخذ أربعة من الطير ولسنا في حاجة أن نقول غراب عقاب وحمام ما هناك حاجة هذا علم لا ينفع وجهل لا تضر هذه القاعدة محر منها المسلمون وخاصة طلبة العلم يقضي الساعة والساعة والجدال في شيء ما ينفع تحفظون هذه القاعدة ولله علم لا ينفع وجهل لا تضر أيما شيء علمك بما ينفعك أتركه وجهالته لا تضرك لما تضيع فكرك ووقتك وهذا يلهين عن طلب الحق وبيانه للناس ونحن مشغولون بهذه علم لا ينفع وجهل لا تضر بين لنا ذلك يا شيخ إذا عافنا العقاب والغواب وأربعة ماذا استفدنا العبابهم ولا بحياتهم بعد تمزيقهم والجهالة تضر آه ما عارض هذا ما هو عالم ما عارض هذه الطيور ما هي هذا علم ماذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر أبناء الإسلام إذا كانت القضية في الحديث في التفسير في السياسة في أي موضوع تعرف أن علمك بها ما ينفعك وأن جهلك بها ما يضرك أتركها والقاعدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في كل مجالات الحياة فأخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك أجمعهن إليك واذبح ومزق ثم اجعل على كل جبل منهن جزء جاءت الطيور صادها حصن لها بالطريقة التي يوم بعد يوم جمعها ذبحوا وجزأها واحتفظ برؤوسها وخلط العظام والفخاد والظهور والسيقان ووزع على أربع جبال ما هذه الجبال الأربعة علم لا ينفع وجهل لا تضر ممكن إذا عرفنا نمشي نعبودها أيام كن الظلال نتبرك بها من الخير اللي تعرفها علم لا ينفع وجهل لا تضر أيام كان الهبوط والله أكثر علماء المسلمين يشتغلون بهذه والصراع والجدال فيها لأنهم موقوفون ما في دعوة دافعة إلى أن يعبد الله وحده إلى أن تستقيم الآداب والأخلاق هذا ما متأهلين جدالهم يدور في هذه المسائل وإن شئتم حلفتوا أعيناهم إذن فاخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبال منهن أي من الطير الأربعة جزءا ليس شرط أن يكون بالمقادير جزء منها ثم ادعوهن ناديهن يا طيو تعالو يا طيو تعالو ما هي إلا لحظات وقد سبق عظام الخمار كيف تم في لحظات وإذا بطيو تتكامل الخلق لحموا العقاب مع العقاب لحم الغراب مع الغراب عظامه وتأتي واحد بعد واحد كل ما يد من واحد يضع عصه عليه مع السلامة كلنا يعبد الله سبح ربك الغراب ثم ادعوهن يأتينك سعيا ماما جوحين يتململ ثم يأتونك سعيا واعلم أن الله عزيز حاكي عزيز غالب لا يقهر عزيز لا يمانع في شيء عاده أبدا عزيز قادر على أن يذل الأعزة ويعز الأذل حكيم يضع كل شيء في موضعه الشمس وضعه في ذلك المجال لو تزحف بالزيادة بالنقصان يخيب العالم كل شيء في موضعه وهذا هو الحكيم وذي الحكم كيف يعرض عن كتابه وشعره وذينه كيف تطلب الحكم من الفساق والبجار ويقتدى بهم ويؤتسى بهم الحكم أين توجد قولوا توجد عند أهل القرآن أهل الإيمان والتقوى اسمع هذا البيان يا أيها الذين آمنوا الحمد لله أجابوا ربهم لبيك اللهم ولبيك اسمعوا إن تتقوا الله يجعل لكم فوقانا اعلان عن أعظم جائزة في الدنيا إن تتقوا الله يجعل لكم فوقانا كل واحد عند جهاز آلي لا رباني ينظر إلى الشيء يعرف خطاهم صوابه هؤلاء هم الذين يجب أن يسوسوا العالم الإنساني والعالم الإسلامي أولا أما الذين أصحاب الظلمة ظلمة آثارها واضحة في السلوك الظلم الناتج عن الفسق والفجور والكفر بالله والإقاء والإعراض عن ذكره وكتابه يسوسون أين يسوقون البشرية إلى الهوايا صح ولا لا إن تتقوا الله يجعل لكم فوقانا عمر يقول عنه عبد الله ولده ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن ما سبب هذا عرفتم ولا لا صفاء الروح زكاة النفس لأنه أبعد عنها ما يدسيها ويلوثها من الكذب والخيانة والإسراف والباطل والشر والمنكر صبت إن كشف أمامه الشيء المؤمن ينظر بنور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع وأذى والله غني حريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الأموال معروفة وإنفاقها إخراجها وفي سبيل الله ما المراد من سبيل الله سبيل الله هنا الجهاد الإنفاق على المجاهدين لإعداد العدى وللخروج للقتال في سبيل الله وسبيل الله عاما كل ما يصل بالعبد إلى رضا الله هو سبيله كل عمل تنفق فيه من أجل أن يعبد الله تعالى وحده فهو سبيل الله الطريق الموصل إلى رضا الله عز وجل بعبادة وحبه والخوف منه حتى تقرع باب دار السلام فذلك سبيل الله هذه الآية وإن قيل إنها نزلت في عثمان وفي عبد الرحمن فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن هذا الكتاب كتاب هدايا ربانيا للبشرية جمعا وإلى أن تنتهي هذه الحياة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هذا القيد نعم القيد أما في سبيل الهوى والشهوات والدنيا أو السلطان والتراب والطين والأموال لا هؤلاء شأنهم آخر ما أنفقوا لله هؤلاء صدقتهم نفقتهم التي أنفقوها مثلها في التضاعف والتكتير والزيادة كمثل حب من بر أو ذرة أو شعير والغالب أنها البر القمح حب في أرض طيبة ليست سابقة ولا ملح طوبة صالحة للبذر والزرع والحصر حب أنبتت سبع سنابل لما خرج ذاك الفصيل تطرع عنه سبع سنابل السنبلة الواحدة فيها سبع مئة حبة فيها مئة حبة سبعة في سبع مئة بسبع مئة سبعة في مئة بسبعة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إذن الحسنة بسبع مئة حبة من القمح أنتجت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إذن الحسنة هنا بسبع مئة حسنة وهذا خاص بالإنفاق في الجهاد ومع هذا يقول تعالى والله يضاعف لمن يشاء فقد تنفق في غير الجهاد ومعطيب النفس ورغبة فيما لدى الله وسد حاجة المحتاج وتنفق ونفسك طيبا وتريد بالإنفاق رضا الله ووجه ليحبك وتوزق حبه قد يضاعفها لك مثل هذه المضاعفة وأكثر ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما حبر هذه الأماء يضاعف الله الحسن إلى ألف ألف أي إلى مليون لأنه فتح باب الإفضال والإنام والله يضاعف لمن يشاء من عباده هذه المضاعفة لا تشك في أنها قامت على أساس زكاة النفس وطيب الروح وسلامة القلب ومن المال الطيب الحلال وابتغام ذات الله يضاعف الله لك ما يشاء درهم من نفس طيبة من حلال قد يعدل ألف درهم فيه شبهة والله يضاعف لمن يشاء والله ما له أخبر عنه والله واسع واسع الفضل والعطاء والجود 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 والكرم عليم بخلقه وبمن هو أهل للمضاعفة يضاعف له نعم هذا التعقيد والله واسع مر بغيق العطاء يده سحا الليل والنهار ينفق ما يشاء معاشر المستمعين هنا كلمة لا بد أن نذكرها وإن شئتم نقلتموها أو قبرتموها كما هي عادة أمتنا لما هضطت هنا الجهاد هذا الإنفاق في الجهاد لأن عثمان رضي الله عنه في غزوة العسراء جهز ألف بأير وجهز ألف غاز بسلاحه وطعامه وأساذه والآن أين الجهاد أين الجهاد الجهاد معشر المستمعين والمستمعات بدل الجهد والطاقة والساعة البشرية كل ينفق بحسب طاقته وقدرته ولكن المراد من كلمة الجهاد المعهود المعروف الجهاد ذو الفضل العظيم والدرجات العالية هو ما كان من أجل الله تعالى ليعبد في الأرض أو ليرفع الظلم على أوليائه وصالف عباده هذا الجهاد يفتقر إلى الإمام إلى إمام للمسلمين إذ لم يأذن الله عز وجل أبدا أن يجاهد الناس فرادا أو كتل هنا وهناك لابد من إمام يرجع إليه لا فوضى في الإسلام الإسلام مبني على الأنظمة التي من شأنها تحقيق السعادة والكمال الطهو والصفاء العز في الدنيا ودخول دعو السلام الجنة في الآخرة ما للمسلمين ما بايعوا إماما لهم في هذه الروضة المواصلات متوفرة أصبح العالم كأنه بلد واحد هذه الوسائل التي أصبحنا نطيع بها في السماء كالملائكة وأصبحت أصواتنا نتلقى كأننا في يوم القيامة لماذا يجتمع المسلمون ويبايعون إماما لهم وينظم حياتهم وينتظمون في سلك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يعبد إلا الله ولا يتابع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ عوامل كثيرة منعت من هذا أسباب قوية وصعبة كيف نستطيع معها أن نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونباع إمامنا وننتق إلى ديارنا نطبق شرع الله وقوانينه المسجدة المزكية المطهرة المعزة الرافعة لعل يواهم والله العظيم ما من أمة أقبلت في صدق على الله وطبقت شرعه وقوانينه إلا ورثها الأرض وعزها ونصرها وهاه وعد سمعوا في تيك الروض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشيقون بي شيئا ومن كفى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لما نزلت هذه الآية كان أحدهم ما يستطيع أن يخرج من بيته يتبول من الخوف وما إن أقبل على الله في صدق وما شو راء رسول الله يحبون أو أكبر من حبهم لأنفسهم إذا أمر أطاعوا وإذا نهى أطاعوا كم سنة خمسة وعشرين سنة فقط امتد ظل راية التوحيد من المدينة العاصمة إلى ما وراء نهر السند شرقا وإلى ديار الأندلس غربا ربع قرن لا أقل لا أكبر هذا مصداق قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كلمة وعملوا الصالحات طبقوا شرائعه في أنفسهم وأليهم وفي كل ظروفهم وأحوالهم لأنها قوانين وضعت وضع السنن التي لا تتبدل الطعام يشبع الماء يروي النار تحرق الحديد تقطع سنن لا تتبدل إذن تطبيق هذه التعالم الله والله ما تتقلب إذن وعرف العدو هذا فكاد للإسلام وأهله فمزقوه شتتوه فرقوه المذهب الواحد أصبح مذاير وصراط الله الله الواحد أصبح طوق متعدد والقرآن النور أبعد عن ساحة العمل أخرج من كل مكان وأوضع على القبور الموتى فحصل الذي حصل ساحة بعد القرن أن يتعاهد عند بيت الله في داخلها وفلان أنت إمام المسلمين ما نستطيع تعالوا إلى الروضة وهذا الكلام كتبوا شوائركم من 35 سنة وزعناه على الملوك ورؤساء والكتاب موجود في رسائل معروفة إذن هيا نجاهد الآن نجاهد بدون إمام جهاد باطل مصيره مآله الخسران ظاهرا وباطنا والحمد لله ما هناك حاجة الآن إلى الجهاد بالسيف أبدا لما هيا نخرج بسفننا الحربية غواصات بوارج نرسو أمام دولة كافرة فرنسا مثلا لماذا لماذا لما نخز فرنسا فيها ثلاث آلاف مسجد ويذكر فيها الله ويؤذن فيها بسم الله وأبوابها مفتوحة لما نخز إذن لا معنى أبدا نعص بسفون الحربية في مواني بريطانيا لما فيها يذكر الله ويعبد وفيها آلاف المساجد لماذا نخز هولندا ماذا نقول باب الله مفتوح ما هناك حاجة والله إلى الغزو في هذه الظروف آبدا معصر المستمعين أنتم معي وإلا أنا أغني وحدي أتكلم والله على علم آس بانع في المساجد بيت الله مفتوحة والناس يعبدون الله إذن كيف نجاهد الذي أريد أن تفهم وتعوه وتبلغوه أن الفرصة ذهبية ويخشى أننا نفقدها في يوم ما من الأيام هذه الفرصة وهي أن يتكون لنا مجلس علمي يشارك فيه كل إقيم كل دولة من دول العالم الإسلامي بعالم عالم أرباني عالم بالله ومحابي ومصاختي يخشى الله ويخاف ويلغى في حبه وطاعته هذا المجلس الذي أسهم في كل إقليم بعالم بلغت دولنا نيفا وأربعين دولة المجلس يتكون من خمسة وأربعين عالما بسم الله اجتمعوا فرور المحمدية هذا المجلس وفي سرية أيضا ولسنا في حاجة إلى التبجع والإعلانات حتى لا نثير الصليبية ضدنا أو نخيف اليهودية والمجلسية فتكيد وتمكر كما فعلت من قبل في السرية ثم ثم ننتقي لجنة بل ثلاث لجان من ثلاث أنفار لجنة إلى أمريكا ودولها من كندا إلى برازيل نجنة إلى ربش الغربية أخ إلى الشرقية لجنة إلى الصين أخ اليابان خامس إلى إفريقيا هذه اللجنة تذهب تدرس وضع الجاليات الإسلامية على علم كم يوجد في هذا البلد من مسلم مليون ثلاث مئة ألف قطعا يزورون الإقليم بكامله ويتعرفون إلى المسلمين ويعودون وقد عادت كل لجنة بخارطة رسمت فيها كم من مسجد في كم من مدينة بل المدينة فلانية فيها كذا مسجد الأخرى فيها كذا عدد المسلمين كذا ويعودون بعد ثلاثة أشعر يقدمون تلك الخراير فيعرف ذلك المجلس الأعلى الغباني يعرف كيف يجاهد الجهاد العملي وحين اللجنة تكون اللجنة أخرى تطوف بدول العالم الإسلامي وتطالب كل مسلم مسلمة أن يسهم ب ماذا أو بعد دينار أو بدين معاشر المؤمنين والمؤمنات لا يحل لأحدنا اليوم ألا يسهم في هذا الجهاد الإقليم الفلاني تعداد أنفار عشرة ملايين نسمة إذن كل سنة يقدمون لنا عشرة ملايين دولار الإقليم الفلاني أفراد مليون يقدمون المليون فيشارك كل مؤمن في هذا الجهاد السري العملي وإذا بها ميزانية نحن حددنا دينار أربع دينار ولكن إذا لاحت أنوار هذا الجهاد وتجلت سينفقون الناس أموالهم ويخرجون منها حينئذ تكونت الميزانية اللجنة تذهب إلى أسبانيا مثلا وتأتي بالعلماء الربانيين تنزل في كل مسجد أو نادي أو مركز للدعوة عالما ربانيا فتوزع المربين الدعاة الهداتي الذين لا ينظون إلا إلى الله وتوزع الكتاب الذي يدرس ويلق ويعلم على غرار كتاب المسجد وبيت المسلم أو منهاج المسلم حتى لا تبقى فوقا ننسى كلمة أنا حنفي أنا مالكي أنا حنبلي أنا أباضي أنا كذا انتهت عدنا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبنائهم وأحفادهم مسلم لأن العدو لما مزقنا أو ذبحنا عاف مصدر قوتنا الكتلة الواحدة المذهب الواحد مزق فأصبحنا شارم هنا وهناك ومن ثم راكبوا ظهورنا وساسونا وفعلوا فينا العاجيب وما زلنا صخرا مصخرين لهم لضعفنا وعجزنا إذن وتبدأ الأنواع تلوح الصين واليابان والمريكان والأوروب من المسلمين شخص واحد كلمة واحدة مسلم وينفقون تلك الأموال على تنمية تلك روح وتزكيتها والناس إذا عرفوا أنه ينفق عليهم بسبب الله لإعلاء كلمة الله ستغير طباعهم وأخلاقهم ويأخذون في مظهر الإسلام الحق الصدق الوفاء التنزه الشجاعة الكرم تنتهي مظاهر الخبث واشتغير الفساد مسلم ما يصلي ما فيه مسلم يشهب الخمى لا وجود له مسلم يهون ويدل لا والله لتصبحن تلك الأمم تعتنق الإسلام وتفرح به وينتشر الإسلام بصورة عجيبة المناسبة قائمة لأن البيان والهداية وآثارها في المواطنين جارك بريطاني والأمريكان يمتحنك العام الأعوام فتفجل له الطهر والصفاء الكمال والعفة والصدق يحبك وإذا حبك سلك مسلكك وطلب النجاة من وغائك ربع قارن خمسة وعشرين سنة من الجائز أن يظهر الإسلام ظهورا كاملا وعندنا وعد تقدم على لسان رسول الله لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بلد مدر ولا وبر بيت وبر ولا مبر بيت وبر ولا مدر إلا دخلوا الإسلام بعز عزيز أو ظل ذليل ومن ثم نكون قد أدينا واجب الجهاد وقد نستحي إذا رأينا الإسلام يزدير في العالم نستحي نحن في بيوتنا أن تظلم وتصاب الظلام فنعود إلى الاستقامة على منهج الله والطريق والطريق عندنا أيضا أسهل من الأول الطريق إلينا سهل وقد قررنا هذه الحقيقة وأعدنا القول فيها وهي فقط أن أهل القارية كأهل الحي يجتمعون في بيت ربهم من المغرب للعشاء وذلك كل ليلة وطول العام ولا يتخلف أحد أبدا إلا ذو عذر شرعي يمنعه من الحضور وندرس كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة كيف تكون حالنا لا خيان لا كذب لا كبر لا عجبة لا حسد لا جريمة قبيحة أبدا ومن ثم صندوق من حديد في المحراب في المحراب مسجدنا معشر المؤمنين والمؤمنات من زاد على قوته درهم واحد فليضعوا في هذا الصندوق ستة أشهر امتلأ ننتق لجنة من صالح الحي أو القرية ماذا ترون في تنمية هذا المال قالوا الساحة تقتضي مزرع تنتج البر واللعوم والبيض والدجاج هيا بسم الله ويشرعون فيها لم تمضي سنة إلا وقد نمى ذلك المال وارتفعت نسبته ويوزع ذلك الربح على أهله بقدر إيداعاتهم صاحب الدرهم يأخذ قدر وصاحب الألف يأخذ قدر ثم الزكاة معشر المؤمنين أو الممنات هذا أوان الزكاة فتأتي الزكارات ومن ثم يتوفر المال أولا لم يبقى بيننا يا أهل القرية من يسأل ويطلب غير الله لا يبقى بيننا من يبكي من شدة الجوع أو من شدة ألم العري لم يبقى لأننا نعيش مجتمعين وجوهنا إلى بعضها البعض يعرفون بعضا بعضا نعيش على الحب والولاء والطهر والسلام كيف فإذا هذا هو الطريق لإعادة دياء المسلمين إلى الإسلام لا بالأحزاب ولا بالجمعيات ولا بالتكفي ولا بالحبوض والله ما تنتجاد أبدا فقط يقول الخطيب مسلمون وإلى لا معشر المستمعين أهل لا إله إلا الله نعم إذن من الليلة لا يتخلف مؤمن ولا مؤمن عن هذا المسجد يا إمامنا المسجد ضيق الليلة وسعه لا تطلع الشمس إلا وقد زدتم فيه مسافة أخرى ولو بالخشب والحطب لسنا في حاجة إلى الرفاع نفوش عند المسجد فوش من الحصور ويجلس المؤمنون والمؤمنات حتى نوسع المسجد ويجتمعون في بيوت الله وقلوبهم كلها مع الله والدار الآخرة ويأخذ المربي ليلة آية وليلة حديث وهم ينمون وترتفع معنوياتهم وهممهم وآمالهم فتنتهي مظاهر الضعف فينا الشح والبخل والشرع والطمع والتكالب على الدنيا وزخارفها والتنافس في المطاعم والمشارب والملابس هذا ينتهي لأننا مقبلون على السماء نريد الملكوت الأعلى هل يكلف هذا المسلمين شيئا اليهود والنصار خصومنا أعداءنا إذا دقت الساعة السادس مساء أوقفوا دولاب العمل وحملوا أطفاء لهم ونساء إلى المراقص إلى دوء الرقص السينما الله الباطل ولا لوم لأنهم ما عرفوا السماء ولا ما فيها ولا رقب فالرقي إليها عرفوا الأرض أخلد إليها فهم لا يعرفون إلا شهواتهم فيعملون بجهد لتحقيق شهواتهم في الطعام والشراب واللباس والسكن والنكاح فلهذا إذا دقت الساعة السادسة أقبل على الباطل ونحن الذين نزعم أننا نريد الملكوت الأعلى نرتقي مسابة سبع لاب وخمسمائة عام بأراحنا اليوم وابداننا غدا ما نستطيع أن نجلس في بيوت ربنا لنزيل لنزيل آلام الحزن والكروب والمخارف الأحزان لنطهر أنفسنا ونزكيها لتصبح أهلا للملكوت الأعلى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخل في عبادي وادخل جنتي هذا النداء للنفس الطاهرة الزكية تطهو النفوس وتزكو على الباطل على الأغاني والرقص على الكذب والباطل تزكو على ماذا على هذه العبادات المقننة تقنين الكيميويات لتعمل عملها في تهديب الإنسان وتزكية وتطيعي نعرض عنها أو نأتيها بصور لا تنتج أبدا ونحن نأمل أن ندخل الجنة معاشر المؤمنين هنا تتجل حقيقة الإنفاق في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبا أنبت السبع سنابل في كل سنبل مئة حبا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم عرفتم الجهاد الآن خارج الديار الإسلامية بما يكون بالبواخر بالهيدوجين لا يكون فقط بالدعوة بنظامها بربانيتها بأهلها والصور في أذهاننا لجنة علياء يتفرعن لجان يطوفون بالعالم شاقا وغربا يضعون خرائط للجاليات الإسلامية بالتفصيل ميزانية سرية يسهم فيها كل مؤمن ومؤمنة والله لو تمت هذه وصدقت لرأيتنا نخرج من أموالنا مو إنفاق عشر إلى مليون يخرج الرجل من ماله كاملا لما يتحقق به من الهداية الإلهية للبشر هذا الجهاد في الخارج لماذا ما يتكون هذا ما المانا من الذي يقوم بهذا العلماء والأذكياء والفطناء وربانيون يقدمونه إلى الحكام والحكام يوافقون ويعملون الجهاد في الداخل كما قلت لكم جهاد النفس فقط أهل القرية كأهل الحي في المدينة خطبة الجمعة معشر الأبناء الإخوان ممن الليلة لا يفارق أحدنا هذا المسجد ليصلي المغرب العشاء بمرأته وبناته وأولاده ونتعلم ليلة آية وأخر حديثا الكتاب والسنة فتنتهي المذاهب ومقتضايات الفرق والخلاف والنزاع نهائيا كما انتهت في العالم الذي رفعناه إلى قمته بدعاتنا وكتبنا فاتحدت الكلمة والعقيدة والمنهج يتحد أيضا في بلاد المسلمين من باب أولى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ونصبح أحياء بعد الموت وتتجل حقائق الإسلام تدخل القهر ما تستنك فيها أحدا ولا صور ولا صيفا تتعامل معنا في متاجرنا في معاملنا لن تسمع كلمة سوء ولن تشاهد منظر باطلا وإن وقع شيء من الشذود لا قيمة له هذا هو الإنفاق ومع الآية الكريمة مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع نريم الآن للإنفاق في داخل البلد هذا في أوروبا وأمريكا والصين واليابان الآن مع الآية التي في داخل القرية والمجتمع والحي قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لابد من هذا القيد وإن كان من حديد في سبيل الله ما معنى سبيل الله يا شيخ أي من أجل أن يعبد الله وحده من أجل أن يتقرب الناس إليه ليعبدوه فيكرمهم ويعزهم ويهيئهم للملاكوت الأعلى فيسكنهم دار السلام هذا سبيل الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله اسمع القيد ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لا ينفق ما له أولا لا يهيد إلى وجه الله لا أن يسمع فلان أو فلان ولا أن يقول فلان يعطي فلان يتصدق لا ما يهيد إلا وجه الله ثم لما ينفق على المسكين على المحتاج على اليتيم على الأعرج على المريض الذي لا يستطيع أن يعيش لعل قامت به أو ظروف التزمت هذا الفقه أو الحاجة لا يتبع ما أنفقه منا ما المراد من المن المن أن يذكر له العطاء الذي يعطاه من عليه المن إذا أعطاه وذكر له ما أعطاه فهذا المؤمن هذا الربان هذا الحي لا الميت إذا كسوته بثوب أو وضعت على رأس عماما أو وضعت له في جيبه درهم وعشراء هذا له عزته وله كرامته هذا ولي الله فقط هو تحت الامتحان هو ممتحان من سيده يصبر أو يذجر لا أقل ولا أكثر وعما قريب ينجح وتزول المحنة في هذه الحال إذا أعطيته لا تقول فيه ما أعطيناك تذكر كذا يوم كذا هذا كأنما تقتله ما يرضى الله أبدا أن يهن وليه أعطيته أعطيته عطاء تريد به وجه الله لا وجهه هو إذن فلا تمن عليه ما أعطيته لا تذكره أبدا ولا تقول للناس أعطينا فلان أعطينا فلان هذا المن حرام الذي يمن الله ليشكر أما تمن ماذا كل ما فالأمر أنك أعطيت من عطاء الله فقط وتريد وجه الله تطلب أكثر مما تعطي تريد أن يرضى الله تعالى أنك ويحبك لا من ولا أذى الأذى ما هو يعطيه ويسبه يعطيه ويدفعه يعطيه ويعيره أنتم ما تستحون ديمة كذا كما تعرف إخوانك هذا الانفاق باطل 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 ما يزكي النفس بطل كالذي يتوضى ويبون يبقى وضوه باطل الذين ينفقون أموالهم في سبيل ثم لا يعقبون عليها بمن ولا أذى لمن أعطره وأخيرا ما الجزاء ماذا قال لا لهم أجرهم عند ربهم أعجر أعجر نفقاتهم عند أظيم الدخرة ممكن يعجل لهم منها في الدنيا وكم وكم من منفق يبارك الله في ماله وإنفقه هي عنده يعجل منها ويدخر الباقي لدار السلام هذه الحور هذه القصور هذه الأنهار هذا العالم أكبر من الأرض عشر مرات تعطاه يا عبد الله في ذلك الملكوت مقابل هذه الصدقات أجرهم عند ربهم هذا أولا وثانيا ولا خوف عليهم ولا هم يعزنون لا يخافون عدوا ولا يخافون فقر ولا مرض ولا موتى ولا يحزنون لما يفقدون أبدا لأن قلوبهم مطمئنة نفوسهم زكية لا خوف عليهم لا في الدنيا هذه ولا في الحياة الثانية البرزق بين الحياتين ولا يوم القيامة ولا تفهم يا بني أنه يتكلم مع من مع اليهود والنصارى والفساق والفجار والمشركين لا يتكلم مع أهل المؤمنين إذا كانت العقيدة فاسدة ما ينفع لا عمل ولا صدقة انتبه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله والحقيقة والله ما ينفق عبد في سبيل الله فقط إلا وهو مؤمن على مستوى أعلى في إيمانه بالله واللقائه قاطعا هذا لو كان ينفق في سبيل الوطن والبلاد والعصبية هذا شيء ثاني لكن في سبيل الله لا يلتفت إلى غير الله والله لمؤمن ولن يكون إلا مؤمن ومهتفع نسبة الإيمان ينفقون في سبيل الله أموالا والله قد يكون أحدهم في حاجة إلى هذا الطعام ويقدمه لمن هو جايا في حاجة إلى هذا النعل ويقدمه لآخر لأنه يريد وجه الله عز وجل ولا من ولا أذاء إذ ينفقون ما ينفقون ولا هم لهم إلا أن يرضى الله عنهم ويحبهم فقط ولهذا ينفقون حتى على فقواء اليهود والنصار لأنهم يريدون الله لا غيره قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأخيرا الآية الثالثة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذاء من الذي قرر هذه الحقيقة الله عز قول معروف جاءك المحتاج سقل إي يا بني إن كان صغيرا أو يا أخي إن كان مساويا لك أو يابة كان أكبر منك الله عز وجل يوزقك ما عندنا ما نعطيك أنا آسف وسامحني والله عز وجل لا يحجوك اسأل الله هذا هو القول المعروف قول المعروف ما فيه ما يستنكر ما فيه ما ينكر ما فيه عيب ولا شتم ولا تعيي ولا تقبيح وإخوانكم تعرفونهم كيف يدفعون لأن الأخلاق هبطت كيف تهبط يا شيخ والقرآن موجود السنة لأنهم هاجهوا الكتاب والسنة ما يجتمعون عليه طول الحياة بين المسلمين من لم يجلس ما يجلس كهذا أربعين سنة كيف يتعلمون كيف تتهذب الأخلاق كيف تزكو النفوس كيف كيف كالذي يقول شخص لا يأكل ولا يشرب ويقوى ويسمن تلعب بنا أنتا يمكن هذا لا يأكل ولا يشرب ويحيا لا يدرس كتاب الله وسنة رسوله في بيت ربي وهو جالس بين يديه ويصبح ذا أخلاق فاضلة والله ما يكون أبدا حتى لو ورثها في أبويه من أبويه ممكن لكن ما تزكي النفس كما يفي بيت ربي إذن قول معروف ومغفرة لمن زلت قدمه أو ساء في كلامه لأن بعض السائلين أيضا يسبون يا شحيح يا بخيل فاغفر أنت هذه وتجاوز وقل عفى الله عنك هذا العفو وهذه المغفرة خير من صادقة ولو كانت مليون ريال صادقة مكرة عظيمة قول معروف ومغفر والله أفضل عند الله من صادقة بالملايين صادقة لكن يتبعها يجري وراء أذى لمن تصدقت عليه بإهانة أو سب أو شتم أو تعريه واحتقاره سبحان الله هذا كلام من هذا كلام ربنا هل عرفوا المؤمنون والممنات ما عرفوا من قرون والقرآن العظيم لا يقرأ إلا على الموتى لو تغمض عينيك ويحيى عالم العلماء القرى الحادي عسى والعاسى والتاسى ويجدون أتكلم يغلقون أذانك ويهربون كيف يتكلم في كلام الله هذا الصلوك هذا من أين له لأنهم وضعوا قاعدة قالوا تفسير القرآن العظيم صوابوا خطأ إذا فسوت وأصبت أنت مخطئ وخطأوا كفر أراجع حاشية الحطاب على خليل تجدون هذه الفقهة موجودة فهمتم كيف تتهذب أخلاقنا وما جلسنا بين يدي المربين والمهذبين مستحيل أما قال تعالى أما قالها إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الآن المدرس فيها تعليم الكتاب المكمة بعض الشيء ولكن ما في من يزكي النفوس ويطهرها بالتربية والتهذيب والإصلاح المهم هل سمعتم هذا كلام اللهم اشهد علينا من يبلغ اللجنة العليا لتقوم بواجب الجهاد بالكلام وريال فقط وقفنا الآن على الجهاد بصار وخطار العالم مفتوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاء كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سبقت هذه الآية أيضا في هذا المعنى هذه الآيات الثلاث وقد درسناها ونستمع إليها ونستذكر ما كنا قد علمنا قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صداقة يتبعها أذى والله غني حميد والله غني حليم سبحانه لا إله إلا الله حداية هذه الآيات منها فضل النفق في الجهاد وأن أفضل النفقات أفضل النفقات أي الإنفاق بالمال في الجهاد وهذه النفق أفضل النفقات بدليل أن الحسن بسبع مئة بل وقد يضاعف الله بأكثر والله واسع عليم من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سملة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسعا هل تذكرون معنى سبيل الله؟ ما هو؟ الجهاد متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض بأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه سواه ترسوا سفننا في ميناء دولة كافرة نراسلهم نجري سفار بيننا وبينهم جئناكم من أجل هدايتكم وإنقاذكم من عذاب الخلد يوم القيامة جئناكم من ربنا وربكم فإن قبلوا الإسلام دخلنا وعلمنا وبينا وأرشدنا وقضينا بالعدل وحكمنا وما هي إلا أربعون يوم وهم ربانيون فإن قالوا لا ديننا قبل دينكم لا نقبل دين غير دين آبائنا وأجلالنا نقول لهم أدخلوا في حمايتنا أدخلوا في ذمتنا ونسوسكم بالعدل والرحم والخير وتطه بلادكم وتصفوا من الظلم والشر والفساد ونتولى حمايتكم حماية كاملة إذا اعتدى عليكم معتدي نحن الذين نقاتله وأنتم آمنون فإن قالوا في هذا خير دخلنا وعلمنا ربينا وهذبنا وما هي إلا سنيات وإذا الإقليم كله يشهد ألا إله إلى الله وأن محمد رسول الله لما يشاهدون بأعينهم من مظاهر العدل والرحمة والطهر والصفاء والمودة والإخاء ينجربون انجذابا كليا وإن قيل كيف قل له ما دخل في الإسلام إنسان بالعصاء أبدا ما دخل إنسان في الإسلام إلا باختياره وطيب نفسه إذ لا إكره في الدين ما بلغنا أن أحدا ضربوا حتى يسلم والله ما كان فإن رفضوا إذن الحرب حتى ننقذ غير العسكريين من الأميين مساكين يعيشون في ظلمة الكفر والفسق والبجر والشر والبساد والفساد مصيرهم الخلود في عذاب النار ننقذهم استجابة لأمر ربنا هذا هو الجهاد في سبيل الله هل إخوان للأندوسيون لما حاربوا من هولندا حاربوها من أجل أن يعبد الله وعله من أجل أن يقوم دين الله وشرعه من أجل أن يستقيم المؤمنون على منهج الله الجواب لا 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 ما هو في سبيل الله ما هو في سبيل الله لو كان في سبيل الله لأنبت الطهر والصفاء والعز والكمال والأمن والرخاء والسيادة واوى هل من هذا شيء لا شيء وعليه فقس كل بلاد العالم الإسلامي التي استعمرت بسبب الفسق والفجور والشرق والباطل والشرق والفساد والعراضة عندك لله استعمرت من قبل الغرب ثم أخذت تستقن آوني إقليما قام أهله لإعلاء كلمة الله لأن يعبد الله وحده أهاته فيه شيء لا هيك أن تقول إي نعم هاتي لو جوهد في سبيل الله ما إن تخرج الدولة الكافة إلا أنواع الإسلام تلوح والأمر بالمعروف أنه عن المنكر وإقام الصلاة وجباية الزكاة وإقامة الحدود والأمة متوالية متآخية متحبة ما كان في سبيل الله لا في العرب ولا في العجم وإن شئتم حلفت لكم بالله نعم الأفراد هنا وهناك قالوا لهم جهاد في سبيل الله بدون فهم ولا وعي بدلوا أموالهم ودمعهم هذا موجود لكن حامل الرايا والمجاهدون لإنقاذ البلاد هل كانوا يعملون لإقامة دين الله ما إن خرجت بريطانيا أعلنوا عن كلمة لا إلى الله ما في سبيل الوطن الإسلام ما يعترف بالوطن أبدا بلاد العلم كلها أعظو الله يعبد فيها الله عز وجل واسمحوا لي إذا أسأت إليكم في بيان هذه الحقيقة والواقع شاهد استقل لنا نيف وأربعين دولة ما فردت الصلاة فقط في دولة منها ولا ألزم بها عسكري ولا مدني وبعد ولا تكونت هيئة في قرية يا رجال القرية هؤلاء الثلاثة يأمرونكم بالمعروف وإنهونكم عن المكامة وحصرته وأسفاه ونحن خائفون الأمة الإسلامية تحت النظارة إن لم تتراجع والفرصة متاحة وهي قادر على أن ترجع في 24 ساعة إلى الله وتتضامن وتعنى عن خلافة الإسلامية وإن لا سوف تنزل بها أرازا يبلاي ما أعرفت بما مذا أين الله بالمرصاد إن ربك لب المرصاد ثانيا فضل الصدقات وعواقبها الحميدة الصدقات التي تنفق لوجه الله ثالثا حرمة المن بالصدقات حرمة المن ما المن هذا عسل يوجد من هو عسل من يمن من إذا أعطى إذن من العطى والله المن المعطي الخير يعطي العطاء ثم يأخذ يلدق في من أعطاه انظر الذي أعطيناك كيف أنت وجدتها طيبة نحن وكرمناك نحن وعملنا معك كذا حتى يذوب عواطبه هذا حرام في الإسلام ومعنا دليل وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة من بينهم المنان المدمن الخمر العاق لوالديه ثلاثة لا يدخلون الجنة وإن صاموا وصلوا وعملوا ما عملوا لا بد يكون متأخرين أو بعد أن يقتحموا النار ويعيشوا فيها حقابا ثم يخرجون إذا كانوا من أهل الإيمان الحق ثلاثة لا يدخلون الجنة المنان والعاق ومدمن الخمر ما معنى العاق الذي قاطع عصيلة الأبو والأمومة مع أم وأبيه مدمن الخمر الذي ما يصح دائما دائما البرميل في البيت يشرب فالعياذ بالله قال رابعا الرد الجميل على الفقير إذا لم يوجد ما يعطاه وكذا العفو عن سوء القول منه ومن غير خير من الصدقة يتبعها أذى كونك تقول الفقير سامحنا ما عندنا شيء الله يرزقنا وياكم معذرة كذا هذه خير من ألف ريال لا أعطيناك أنت كذا أنت كذا أفضل من أين هذا أخذناه قول معروف ومغفرة عن زل أو عن إساء خير من صدقة يتبعها أذى سبحان الله يهيد الله تعالى من المؤمنين أن يسام الملائكة في الطهر والصفاء لا إله وتحقق هذا إذا نحن أقبلنا على كتاب الله نادرس ونعلم ونعمل ونطبق ما هي إلا أيام والقوية كلها نور لا تسمع سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيع ولا يقول فلان أوذيت ولا ضربت أبدا كالملائكة يا شيخ لعل هذه أوهم ما الدليل اذهبوا إلى أي تقاري آف العرب والعجم واسألوهم من أتقاهم لله من أصفاهم من من يقولون فلان العالم أعلمهم أتقاهم وأصفاهم أفسقهم وأفجأهم أجهلهم بالله وأضلهم أو تحتاجون إلى يمين ما تحدث يقول تعالى من سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء بالفيزياء أو بالقانون علماء بالله ومحابه ومكاره عرفوا الله وعرفوا ما يحب وما يكره وعرفوا ما عنده لأوليائه وما لديه لأعدائه فحملهم ذلك على حبه وخشيته فلهذا لم يقدروا على الفسق عن أمره والخروج عن ضاعته والذين ما عرفوا الله كيف يحبونه ما عرفوا جماله ولا كماله ولا عظمته ولا قدرته ولا إعطاه ولا إفضاله كيف يحبونه والذين ما عرفوا ما يحبوا ولا ما يكره كيف يتقربون إليه بتقديم المحبوب وتأخير المكره ما عرفوا إذن الذي يريد من المؤمنين أن يكمل ويطهر بدون العلم كالذي يريد أن يقول للجمل يا جمل احذب لنا اللبن جمل ما فيه لبن مستحيل فلهذا يجب أن نتعلم يجب أن نتعلم يا شيخ نحن مشغولون بمتاجرنا مزارعنا بصناعاتنا كيف نتعلم فات الحال هذا هو أرد نقول لا 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 فقط لما تميل الشمس إلى الغروب الساعة السادسة والكفار يذهبون إلى المقاهي والملاهي والمراقص أنتم احملوا أزواجكم وأولادكم إلى بيوت ربكم وتجمعوا فيها ما نستطيع يا شيخ كيف نجتمع في المسجد ونقرأ كل ليلة هذا هو لسان الحال لما لأن القضاء والقضاء نافذة يعني ابقوا على ما أنتم عليه الضعف والهون والدول والفساد والشر لا إله إلا الله صدرت فتية من أحد العلماء البار والصالحين قالوا هذه فتية عالم عالم الملوك عالم كذا هبوط في الأخذاء لا إله إلا الله هذا ذنب تعرفونا هذا هذا من علماء السلطان هذه كلمات المجوسة يحفظونا ويرددونا بلا علم بلا بصير بلا تقوى بلا خوف من الله بلا شفاقة لا تلمن يا شيخ ما ربينا في حجور الصالحين والله لا لوم ولا عتب ما ربينا في حجور الصالحين ربينا في الأسواق والشواع والأندية والباطل والسوء أمام التلفاز والفيد ورقص ماذا ترجو منا عفوا ومعذرة نستغفر الله لنا ولكم هذا هو عدنا من حيث بدأنا هل عرفتم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأون ولا يكتبون وكانوا فلاحين ومجاهدين ولكن يجلسون عند فراقهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فتخرجوا والله لم تكتح العين الوجود بمثلهم في العالم البشري من أتباع الأنبياء والموصلين والتاريخ شاد وإن لطق وشوه تاريخهم عملاء الاستعمار آه من هم الثالث الأسود آل يهود والنصار والمجوز تطبقوا تاريخ الصحابة أشوه حتى إن الجاهل المسكين يفزع والله ما عرفت الدنيا أطهر ولا أصف ولا أعدل ولا أرحم ولا آلم من تلك الأمة التي تربت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر صينيين فقط إذن وهذه الآية الكريمة اسمع هذا النداء يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك الله أكبر نادانا ربنا إي والله الحمد لله ما نحن ومن نحن حتى ينادينا رب العزة والجلال والكمال رب الذي يحيي ويميت الذي علق الشمس في السماء هذا رب العظيم خالق كل شيء ينادينا الله أكبر أي فضل أعظم من هذا الحمد لله نادانا لما بعنوان ماذا بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا وعند السامعين والسامعات سر هذا نادانا بعنوان الإيمان لأن المؤمنين أحياء يسمعون النداء ويبصرون الآيات ويقدرون على التكليف لكمال حياتهم أما الكافرون أمرات هل تنادي ميتا هل تكلف ميتا يقول أو يفعل لا أبدا فلهذا إذا نادانا تعالى في كتابه وقد نادانا تسعين مرة سبحان الله ما نادانا إلا ليأمرنا بما في سعادتنا وكمالنا والله العظيم ولا نادانا إلا لينهانا عما في شقاؤنا وخسراننا وفي الحياتين وما نادانا إلا ليبشرنا بما يزيد في انطلاقنا في ميادين البر والخير والإحسان ما ينادينا إلا ليحذرنا من عواقب السوء ونتائج الباطل والشرح الفساد لنحذر وما ينادينا إلا ليعلمنا العلوم والمعارف التي تسمو عليها أنفسنا ونتسابق في الصالحات حتى نصبح أمة الطهر والصفاء هكذا تتبعن نداءات الرحمن العباد المؤمنين ما خرجت عن هذه الميادين الأربعة أو الخمسة تصدقون وإلى والله العظيم ونداءات الرحمن جمعت في كتاب واحد تسعون نداء ضعها عند رأسك قبل ما تنام اسمع ربك يناديك ماذا يقول ربي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاء من ثم لا تمنى ولا تود فقيرا حتى ما تبطل صدقاتك واستمر طول حياتك نداءات الرحمن تسعون نداء في العقيدة في الآداب في الأخلاق في العبادات في السياسة في الحرب في الزلم في الاقتصاد لا إلهي الله لو أن مومنا يعرف يقرأ ويفهم ويقبل فيه صدق على تلك النداءة يحفظها قولا وعملا واعتقادا والله لا يصبحن من أعلم أهل الأرض ولكن ناديت لو أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي قلنا ترجموها إلى اللغات الحية يا جماعة المسلمين ووزعها في الفنادق العالمية كل سريع باعه تحته نداءات الرحمن من هذا الرحمن خالقك ربك يا عبده سواء كنت إيطاليا ولا أصبانيا فربك هو لا ينادي ما استطعنا ما زالت أمتنا هافضة دعنا من البكايا هذا خلنا نسمع هذا الله عز وجل ينادينا فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا من تصدق بريال أو بديناء أو بمليار إذا هو من على من تصدق به عليه أو آذاه بكلمة بطل مفعول صدقته والله ما تقبل هو عندنا سر من أسرار الشريعة أين أهل الأسرار يا رب عبد الله ما معنى تبطل قال معناها لا تولد الطاقة النورانية للقلب والنفس البشرية لأن هذه العبادات مولدات للنور القلبي فإذا فسد مفعوله وبطلات ما تولد أبدا الحسنات ويبقى القلب في ظلمة والنفس في عفن لعليا ما بينتو قلنا لكم قوم صلي المغرب أمام فاقه وصل للمغرب أربع ركعات يقول صلاتك باطلة لما يا شيخي زدت ركعة وزدت ركعة تبطل عاصيت الله أنا ما تولد لك الحزنات عمدك باطل ما تأخذ عليه شيء صل المغرب بركعتين يا ولد صلاتك باطلة زد ركعة قال يكفي أنا عبدت الله بركعتين باطلة ما معنى باطلة ما تولد الحسنات تصدق ألف يلخض يا هذا نحن دائما نعطي ونفعل باطلة كيف باطلة ما تولد النور المطلوب لأن النفس البشرية تزكو تطيب وططع على هذه العبادات التي شهعت لأجل ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فإذا هذه العبادات داخلها ما يطفئ نورها ولا تولد نورها باطلة يقول فقي حجك باطل عرفتم هذه يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى تتصدق بمليون ما يحدث في نفسك شيء من النور أبدا الظلم هي هي ثم قال كالذين كمثال الذين ينفقون أموالهم رئاء هلو كل واحد الكاب بمعنى مثل الذين ينفقون أموالهم زيد رياء أنواع إذن كالذين ينفق ماله رئاء الناس ما معنى رئاء الناس أراءهم يرائيهم أراءهم يريهم رئان أراءهم عمله ينفق ماله مراءاتا للناس ليعلم الناس أن فلان يتصدق أو ينفق أو يبني مساجد أو ينشع أرضيطا أو يشتري كذال الفقار المساكين هموا أن يعلم أهل البلاد أو أهل الإقليم ليمدحوه ويثن عليه وليقلل من ذنبه أو احتقاره أو اتهام بالبخل أو بالشح مثلا هذا أنفق ألف ألفين وعشرة والدافع له الباعث له إلى الإنفاق هو أن يحمده أهل البلاد فلان سقي فلان كريم فلان يفعل كذا أو خشية أن يذموه وقد أغناه الله وجيبه مملوءا بالدراهم الذنانير فيقال شحيب بخيل ما في خير فيدفع هذه المدمة فيوزع ويعطي المال لا يريد تزكية نفسه وتطهيرها لا يريد إظهاء ربه ليرضى عنه هذا أعمى عنه لا يلتفت إليه كل ما في الأمر يريد أن يبرز في المجتمع ويظهر ونظير هذا أغباب المال والتجارات والمصانع يتصدقون للتشهير والإعلان عن تجاراتهم وأعمالهم ما يدون وجه الله فقط حتى تروج البضاعة ويقبل الناس على هذه السلعة يشترونها هذه مرآآت كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالله واليوم الآخر إيه إسمع تستطيع أن تحلم بالله على أن لذي ينفق ماله لآلناس لمدحهم والثناء عليه أو لعدم تعييرهم وذمهم له ما آمن بالله ولهم له لو حقق الإيمان بربه ولقائه والوقوف بين يديه والله ما يرضى أن يعمل حسنة وتفوته أجورها شبه هذا قريب تستطيع أن تقول إذا رأيت الرجل طول حياته لا ينفق إلا من أجل أن يراه الناس اعلم ما آمن حق الإيمان بالله ولا باليوم الآخر كالذي ينفق ما له رئاء ولا رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كماذا كمثل صفوان الصفوان الحجر الأملس الصلب الحجار الملسا ومنه الصفا جبل الصفا في مكة هذا الصفوان عليه تراب ناعم رمال أو أترباء الغافل يزرع ويبذر فيه وإذا بمطار ينزل فيسحبه كاملا ويبقى صلصال مجردا كصدعة الأصل ما عليه شيء تعبير عجب هذا فمثله كمثل صفوان من الحجار عليه تراب كذا ول فأصابه وابل وبدل المطار إذا اشتد وغزر الوابل الغزير الكثير أصابه وابل أي من المطار فتركه صلا لا شيء عليه ما بذره وزرعه كله زل والله لكما أخبر تعالى لو أنفق مليون ريال في رمضان وهو لا يريد إلا الشهر والسمع ليحمد ويشكر أو للا يذم و أجعل لا شيء ما زالت نفسه مظلمة خبيثة كما هي ما طهر هذا الانفاق أبدا لأنه انفاق باطل أريد به وجه غير وجه الله هذا كلام الله وكلام الناس فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الذي كسبوا وأنفقوا لا يحصلون منه على شيء ويبعثون يوم القيامة ولا حسن واحدا ما أنفقوا لوجه الله وهناك مثل آخر في صورة إبراهيم كما مثل ما ينفقون كرامات اشتدت به الريح في يوم عاصف زيد لا يقدون على شيء مما كسبوا والله لا يهد القوم الكافرين مثل ما ينفقه الكافرون من أموال أموال دعني من أموالهم ماذا مستشفيات توزيع الأدوية ما تعرفون توزيع الصدقات كسوة الفقاء والمساكين رجال المسيح ما يفعلون هذا جمعيات التنصير ما تنفق الأدوية وتاتي بالأطبة والأكسية والأغذية يريدون وجه الله يريدون نشر الباطل أعمال ما بيك كرامات اشتدت بريح في يوم عاصف لا يقدون مما كسبوا على شيء وهكذا كل ما أنفق لغير الله هو باطل الثواب ولا ينتج لصاحبي طهارة نفسه وزكاة روحه أبدا ولا يتخلف هذا القانون أبدا قال والله لا يهدي القوم الكافرين لا يهديهم إلى ما يكملهم ويسعدهم ما يهدم إلى ما يطهرهم ويزكيهم لماذا أعرضوا عنه عمروا أبوا أن ينظوا إلى الله أبوا أن يؤمنوا به أن يؤمنوا بشرعه حربوا عاندوا يهديهم ما يهديهم والله لا يهديهم حتى يطلب هدايته ويقع بابه ويطرح بين يديه حينئذ لا يخيب من قرع بابه وسأله أما مستكبر معرض عن الله والله ما يهدي الله أبدا والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الكافرين لما لأنهم ما أرادوا ما طلبوا لو أراد أن يهدي يومهم معرضون لخلقهم كالملائكة مهديين أطهار أصفية لكن خلقهم للامتحان إن أجابوا دعوته وأقبلوا عليه قابلهم وإن أعرضوا أعرض عنهم لأن لهم مصير خاص ما خلقت النار إلا لمثلهم والمقبلون ما خلق خلقت الجنة إلا لمثلهم والدار دار امتحان لو شاء الله يخلقنا كلنا من أهل النار لا فعل أو من أهل الجنة كالملائكة لا فعل ولكن أراد أن يبتلي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليما ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإذا سمعت أن الله لا يهدي القوم الفاسقين المجمين الكافرين معناه إذا ما طلبوا الهداية عُرِذَتْ عَلَيْهِمْ وَرَفَضُوَهَا دُعُوا إِلَيْهَا فَأَنْكَرُوَا كَذَّبُوا بِمَصْدَرِهَا هؤلاء والله لا يهديم الله حسب سنته إلا إذا جاءوا مدعنين ودخلوا في رحمته نادهم ناهياً عن إفساد صدقاتهم وإبطال ثوابها فقال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى مشبهاً حال إبطال الصدقات بحال صدقات المرائي الذي لا ينبله اليوم الآخر في بطلانها فقال كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا ينبله اليوم الآخر وضرب مثلاً لبطلان صدقاته من يتبع صدقاته مناً أو أذى أو يرائي بها الناس أو هو كافر لا ينبله اليوم الآخر فقال مثله كمثل صفوان عليه طراب أي حجر أملس عليه طراب فعصابه وابل فتركه صلبا أي نزل عليه مطر شديد فأزالت طراب عنه فتركوا أملس عارياً ليس عليه شيء فكذلك تذهب الصدقات الباطلة ولم يبق منها لصاحبها شيء ينتفع به يوم القيامة فقال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا أي مما تصدقوا به والله لا يهدي القوم الكافرين أي إلى ما يسعدهم ويكملهم قال من أجل كفرانهم به تعالى هداية هذه الآية في ثلاثة أرقام قال من هداية هذه الآية أولاً حرمات المن والأذى فالصدقات وفسادها بها الصدق بالمن حام لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتصدق بقرش أحد لغير وجه الله باطلا ولا يحل لمؤمن أن يعطي أخاه ما يعطي ثم يمن عليه حتى يذوبه ويذله أعطيناك فعنا بك كتحققت الولاية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ظلمات الشرك والكفر والفسق والفجور والجهل إلى أين إلى أنوار الإيمان والعلم واليقين والذين كفروا أولياء من الطاغ إبليس أبو الله وأعوانه وبجاله وأتباعه وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ثانياً بطلان صدقة المان والموذي والمراء بهما باطل هذه الصدقة كذا تراجع يريد صدقة أخرى هذه لا تقبل المان والموذي والمراء عرفنا أن ثلاثة لا يدخلون الجنة أليس منهم المنان كثير المن والثاني والثاني العاق لأقاطع الصيلة بوالده يسب ويشتم ويعير ويفعل الأهاجيم ولكن وردتنا شكوى وردتنا شكوى مؤمنات معلمات الكتاب والسنة حرمهم أو حرمهن والدهن من الزواج يا معشر المستمرين يا معشر المؤمنين إذا بلغت ابنتك السنة الزواج زوجها يبحث لها عن زوج ولو تعطيه المال ليمهرها من مالك لا تعوقها عن حياتها ما خلقت إلا لتنجب البنين والبنات ليعبد الله إذا ما يكن بنون أو بنت من يعبد الله كيف يعبد وحذرت وقلت لكم لا تعلموا بناتكم علما يؤهلهم للوظائف فإنها الذابحة فإنها الطاحنة الحارقة البنت لا تتوظف في أكثر من دائرة منزلها البنت ماهي في حاجة إلى وظيفة تحصل على ريالة عشرة لها من يكفلها والدها يعرق الليلة والنهار من أجلها تزوجت زوجها هو الذي ينفق عليها ولدت أولادها ينفقون عليها لا تذبحوا بناتكم وتصاممتم وأبيتم ومنكم من يسخر من هذا الشيخ قلنا إذا درست البنت بلغت العاشر من السنين قلنا إلزم البيت اشتغل مع أمك ربي أخواتك أخوانك أحسن ما تأتي بخادمة كافرة تفسد عليك بيتك وترك تعبد الله وإذا بلغت الخامس عشر أجاء خطيب يخطب زوجها أبينا وتسابقنا هذا الوالد حرم بناته من الزواج لأنه هنا موظفات يأخذنا كل شهر مبلغ مالي وأخرى متزوجة تتكبر عن زوجها وتتمرد عليه لأنها تنفق عليه وتشلب المال لا إله إلا الله إلى أين يذهب بنا إلى أين نساق اعلموا ويرحمكم الله وأنكم في خير ما دامت الوظيفة لا تخرج عن دائرة التعليم فكيف بإخوانكم الموظفة تشتغل مع الرجال بقي شرف أو إيمان أو إسلام آه ماذا فعل بنا الجهل ماذا صنعوا بنا أصابع الماسونية وجمعيات التنصير إلى أين يذهب بنا هيا ناتوا بنا الله ما نستطيع يا شيخ مسحورون سحرون ما نستطيع ما دمنا ما نستطيع أن نجتمع في قريتنا ونبكي بين يدي ربنا وننشئ صندوق في محرابنا نجمع في زكواتنا وصدقاتنا وننميه في القرية لنسد حاجات المؤمنين والممنات ما دمنا ما نستطيع أن نتعلم الكتاب والحكمة في ساعة من العرب وعشرين ساعة بين المغرب والعشاء حتى تتجلى مظاهر الإيمان والطهر والصفاء كل هذا نعجز عنه كيف نسمو كيف نكمل كيف نرتبع كيف نعود لقيادة البشرية آمنا بالله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل كتاب من يعمل سوءا يجذبه احتشي السم إذا لم تموت أذبحني امشي المقهى والعب إذا مات سب الله تعالى ذبني وهكذا سنة لا تتبدل إما أن نصدق ربنا في إيمان نبيه وإما في متاهات حتى نحترق أعوذ بالله من الشيطان رجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم اكتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير آي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذوية ضعفا فأصابها إعصاب فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الحمد لله هكذا يبين الله لنا الطريق ولا يضل عنه إلا من أعمت الدنيا والشيطان بصاه وبصيرته ما ترك الله عز وجل شيئا تتوقف عليه سعادة البشرية وكمالها إلا بيّنه في هذا الكتاب وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنَهُ وتركوا الأخذ به بل وتركوا حتى قراءته والتدبر به النداء الذي سبق هاتين الآيتين أذكركم به يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاء فلا يحل لمؤمن أن يتصدق بصدق يريد بها وجه الله عز وجل ثم يمنها على من تصدق بها عليه أو يؤذيه بالكلم السيئ والنظر الشزراء مما يهين هذا الفقير أو يضعف من كرامته ومثل هذا مثل الذي ينفق مال ورئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فهل يثاب على شيء الجواب لا إذ حقيقته كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلا أنفق ما شئت من الملايين والمليارات لن تحدث في نفسك زكاة ولا طهر ولا يتقبلها رب العالمين إلا إذا أخلصتها لله وعده فإن التفت إلى غيره ورأيت به غير الله رفضها الله ولم يقبلها ولم تولد لك النور والحسنات في نفسك إذا والله لا يهدي القوم الكافرين يا ويل الكافرين بالله ولقائه وويل الكافرين بنعمه وآلائه إنهم لا يهتدون إلى سبل سعادتهم وطلق نجاتهم وهنا مثل آخر ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أهمه فيما ينفق أن يرضى الله عنهم وهذا شأن العالمين الهائدين لا هم لأولئك إلا أن يرضى الله عنهم فينفقون أموالهم طلبا لمرضات الله فإن العبد إذا كان يشعر أن سيده غاضب عليه والله ما يسعد ولن يلتذ بطعام ولا شراب ولا غيره ونحن ما ندري أهو غاض عننا أم صاخر إذن فنطلب رضاه متملقين متزلفين إليه والله لا نشعر بالسعادة حتى نعلم أنه عنا غاض فهؤلاء ينفقون أموالهم بحسب ما عندهم القليل من صاحب القليل والكثير من صاحب الكثير ينفقون ابتغاء أي طالبا لمرضات الله عز وجل وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم ويطلبون المثوبة والأجر بتلك الصدقة لتكفر سيئاتهم وترفع درجاتهم وتثبيتا من أنفسهم تقوية لإيمانهم وتقوية لرجائهم في الله وطمعهم فيما عنده أن يقبل صدقاتهم ويثيبهم عليها ما هم بالغافلين ولا تائهين يفعلون ولا يدون ما يفعلون ما يضع صدقته في اليد التي تستحقها حتى يكون طالبا رضا الله بها وغاغبا أن يغفر بالحسنة التي تكفر ذنبه وتزيل ظلمة نفسه وتثبيتا من أنفسهم هل لهؤلاء مثل كما للأولين مثل الذين أنفقوا رئاء الناس كالذي جاء إلى أرض صلبا ما فيها شيء ولكن عليها تراب وزرع زرعه جاء مطوابل مسحها كلها وتركها صلدا مجردا فالذي ينفق ولا يد وجه الله كهكذا ولو أنفق الملايين لا يستفيد ولا يثاب منه على درهم وهذا مثال من أنفق ابتغاء مرضات الله أولا وتثبيت من نفسه طالبا رضا الله وحبه والمثوبة والأجر الحسن قال كمثال حب كمثال جنة أي بستان لما سمي البستان جنة لأن أشجارها تجن وتغطي من يدخل تحتها كمثال جنة بربوة والربوة والربوة المكان العالي المعتفع كالجبال المبسوطة أصابها وابل المطر الغزير كما تقدم كالمثال إذن لماذا اختر هذا المكان لأن الأرض المعتفعة إذا لم يكن مطر فالمطر القليل يكفيها بل الهوى البارد الطرق كذلك يساعد على إلمائها وعلى زرحها بخلاف التي في المنخفضات من الأرض كمثال جنة بربوة أصابها وابل فآتت أعطت أكلها ضعفين كانت مثلا تنتج صاع أنتجت صاعين ألف من قنطار ألف من قنطار مضاعفة فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصب هواب فطل والمطر القليل يقال فيه طل أو رشاش أو رذاذ إذا ما فيه مطر غزية مطر خفيف وفي اعتفاعها يساعدها ذلك على الإنبات لأنها ليست كالمنخفضة تضر حرارة الشمس وتؤثر عليها فإن لم يصب هوابل فطل والله بما تعملون بصير التفت إلينا نحن لأن هذا الخطاب لنا ونحن نظن يتكلم عن آخرين قال والله بما تعملون أيها المؤمنون بصير مطلع عليم إذن فتقربوا إليه وتزلبوا وأغمضوا أعينكم عما سواه وإن أعطهتم أو أنفقتم فأعطوا لوجهي وأنفقوا من أجله والله بما تعملون بصير ويشمل هذا كل عمل يشمل العمل الصالح والعمل الفاسد ثم واجهنا أيضا أيود أحدكم والود الحب مع الرغبة في الحصول على المحبوب وتمنيه أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب كل أنواع الفواكه من المشمش إلى التفاح إلى البوتقال إلى الذهمون كذا لا تعادل التمر والعنب العنب يتحول إلى زبيل يغذي يصنع منه ألوان أشريب هو التمر كما عرفتم بيت لا تمر في أهل جياع ما يحتاج إلى طبخ ولا 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 متى شيء طعمت طعمت من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار التي تسقيها لتنتج وتلد وتثمر تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمات أي في تلك الجنة غير العنب التمر العنب التمر هما رئيسيا وتوجد أنواع من الثماء الأخرى من التين والزيتون وما إلى ذلك وله فيها من كل الثمارات وأصابه الكبار تخط السبعين وأصابه الكبار في طريقه إلى القبر وله ذري ضعافة ما ولد إلا بعد أن بلغ الستين سبع ثمانة أطفال بنينا وبنات في أعمارهم خمسة وستة وسبع سنين فأصاب تلك الجنة إعصار فيه نار شدة الحر الملتهبة إذ جاء في الحديث أبردوا بصلاتكم في الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم ما تجدون من حر فهو من لهبها ورائحتها أصاب تلك الجنة إعصار كيف حال هذا الشيخ سنه كبير ما يصطي يعمل لا يزرع لا يتجع لا يحمل لا أبدا شاخ مثلي وتحته أولاد ضعفة بنون وبنات ما بلغوا سن العمل والتكريف والبستان الذي كانوا يعيشون منه ويأملون احترق أمسي عبئوا عن حالهم كيف يكون حالهم ما تصطي إذن من منا يود هذا والله لا يوجد هذا من منا يرغب بهذه الحال هذه حال من ينفق أمواله من أجل تحطيم شرع الله وهدم أسواره أولى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يلتبتون إلى من أنعم عليهم وعطاهم أمثال هذين فقاتهم مآلها مصيرا يظنون أنهم أنفقوا المليارات ما إن يدخلوا القبرى تتجلتها الحقيقة ما إن يقفوا في عرصات القيامة ينظون إلى جزائهم فيجدوها باء منصرا لا شيء كمثل جنة بربوة أصاب هوابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصب هوابل فطل والله بما تعملون بصير هذه صدقات المؤمنين والمؤمنات التي ما أريد بها إلا وجه الله عز وجل سواء كانت في الجهاد والرباط أو كانت في سد حاجات الفقار المساكين أو في إنقاذهم من وهدى أو بلي أصابتهم أو نازل حلت بديارهم هذه دعوة ربانية إلى أن ننفق إذا أنفقنا ولا نريد إلا وجه الله لا نوذي إخواننا بالكلمة النابئة والنظر الشزراء أو بالكلمة المؤذية المؤلمة أنفق أنفقت ولا ترى إلا الله هكذا يؤدبنا ربنا لماذا انتفع المؤمنون بهذه الآداب لأنهم ما يقاؤون القرآن ولا يدرسون ولا يعرفون ما فيه ما الذي صرفهم ما عرفنا أولا الثالث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى أعداء الإسلام وقصومه هم الذين صرفوا المؤمنين عن روح حياتهم ونور بصائرهم والقرآن والله لا روح ولا حياة بدونه والقرآن والله نور ولا هداية بدونه قال تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء آمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا أسألكم بالله الذي يمشي في الظلام يهتدي إلى أغراضه ويصي إلى مطلوبه يخصف الطريق ويتحطم والذي يفقد الروح يبقى حيا آروني حيوانا خرجت روحه وبقي حيا فالقرآن روح لا حياته طور وسعادة وصفاء وكمال إلا به متى أعرض عنه البشر وكفروا به ماتوا ماتوا لو تعرفون حياة الفساق والفجار والمشركين والكفار كيف هي لتأكدتم من صحتي أنهم أموات ما هم بأحياء ما ذاقوا طعم الحياة ولا عرفوا هذا هو القرآن الذي صرفنا عنه الثالوث ولما عاجزوا عن إسقاط حرف واحد حاولوا جمعيات التنصير من قديم على أن يسقطوا كلمة قل مكون من حرفين اثنين القاف واللام قل وفعلوا ما استطاعوا وشرقوا وغربوا وتشائموا وتيامنوا كيف أعلنوا عن عجزهم لأن هذا القرآن لأن هذا القرآن مكتوب في الصطور ومحفوظ في الصدور لو أخذوا المصاحب كلها وأحرقوها موجود مثلها في صدور المؤمنين والمؤمنات كيف يفعلون هذا اعترافهم لأنهم قالوا لو لا كلمة قل لكان في الإمكان أن نظل إلى الناس ونقول هذا كلام من كلام محمد فقط ليس من كلام الله عاش في الصحراء ذات الحرارة فالتهبت قرائحه وأنتج هذا كلام لكن أليس أه يكون من المعقول أن يقول متكلم لنفسه قل قل يا أيها الناس قل يا أيها الكافرون قل هو الله قل عوذبا ما يمكن يتكلم بنفسه قل قل في واحد يأمره قطعا فلما عجزوا عن إبعاده من الصدو ماذا يفعلون احتالوا وحولوه إلى الموتى أحرف لكم بالله سلوا كبار السن في دياركم مضت قرون ثلاث أربعة لا يقرأ القرآن إلا على الموتى فقط وما زلت أقول آسفا إلى الآن لا تجد من يجلس تحت ظل جدار أو شجرة ويقول لأخي من فضلك أسمعني شيئا من القرآن إلى الآن أو يجلس في مجلس ويقول أيكم يسمعنا شيئا من كلام الله إلا ما قل وندر والرسول صلى الله عليه وسلم وعليه نازل وأنزل يقول لابن مسعود اقرى علي شيئا من القرآن فيعجب الصاحب ويقول عليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله يقول نعم إني يحب أن أسمعه من غيري ويقرأ عليه وإذا بالرسول يبكي وعيناه تذيفان الدموع ويقول حسبك حسبك انتهى من القرآن من قرآن من قرون يقرأونه على الموت لا تسمع في بيت من بيوت إلا إذا كان فيه ميت من أندونيس إلى مريطانيا أكثر من ثلاثمائية سنة أما الاجتماع عليه ودراسة هكذا لا 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 وضعوا قاعدة من يذكرها قالوا تفسير القرآن خطأ قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأوا كفا من يفتح فاو ويقول قال الله لو تجلس في مجلس يدعوصون الفقه وإلا النحو وإلا وإلا وتقول قال الله تعالى يغلقون آذانهم ناجحوا في إماتة أمة القرآن وإلا لا ما نجحوا والله نجحوا ما استعمروهم وإلا لا ما حكموهم وسادوهم من أندونيس أين ممالك الهند أين 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 لا لا حتى أغأق البلد استعمروهم إلى لا حكموهم سادوهم سادوهم نكهلوا بهم وأعذبوهم كيف يصلطون الله عليه لأنهم ماتوا أماتوهم فلما ماتوا أواكب ظهورهم هذا يحتاج إلى برهن أو تدليل القرآن روح إذن فانظر من ثلاثة أيام أربع آيات وخمس آيات كله في تأديبنا حتى يصبح المؤمن حقا مومنا إذا أنفق ما زاد عن قوتي وقوتي أهله ينفقه لوجه ربه حتى لا يوذي ذلك المؤمن حتى بكلمة نابعة حتى لا يمنعلي في يوم الأيام ويقول أعطيناك وألبسناك أو فعلنا كذا لأن المؤمنين أولياء الله والله عز وجل والله لا يرضى أن يهان وليه أو يذل وليه بحال من أحواله الله ولي الذين آمنوا ما يرضى أن يهانوا أو يدانوا أو يعذبوا أو يضطهادوا وهم أولياءه فلم يسمح أبدا لمومن أن يوذي مومنا تصدق عليه بصداقة قلة أو كثرة عظمة أو حقرة وانظر كيف ضرب الأمثال ليعقلها البشر وتبلغ إلى نفوسهم مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله في أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم مثلهم صفتهم كما هي كجنة بربوى أصاب هواب فآتت أكلها ضعفين الحسن بعشر الحسن بسبعمائة الحسن بألف ألف فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصب هوابن فطل والطل كافي والندى كافي والجو البارد كافي في أن تواصل ثمارها ونتاجها لأنها زرعت بسم الله ورطيتها بالصدقة بسم الله فلهذا لو نرجع إلى الله ما شعر بيننا فقير بهون ولا دون ولا شعر بألم ولا بكى ولا دمع ولا تأسف ولا تحصر ولذا كان المؤمنون ينظر من يجد ويمد يده وقول عطوني نادرا متى نرجع دلون يا حمكم الله آه حتى يذهب لاستعمار كنا نقول هكذا حتى نستقل أما استقللنا وإلى لا باقي بلد محكوم بسلطان الكفر الجواب لا كل العالم الإسلامي يسوده رجاله وآله وهم الحاكمون فيه إذن ماذا ننتظر هيا نستقم على منهج الله ونسير في طريق كمالنا وسعادتنا ما عرفنا كيف نتحرك تحركنا بتكفير الحكام والضجيج عليهم والصخط على سلوكهم فنكلوا بنا وعذبونا وخسرنا الجانبين ماذا استفدنا كيف نعمل فيكم من يرغب في كيفية العمل وإلى ما في حاجة أولا اعلموا أن علة كل شر وظلم وخبث وفساد واحدة ألا وهي الجهل علة كل شر يقع في الأرض أو ظلم أو فساد أو خبث والله لهي الجهل من يرد أهل الجهل وقد قررنا وكررنا القول وقلنا لو نجمع مؤتمر لعلماء النفس وعلماء السياسة وعلماء الكون وعلماء الحياة من اليهود والنصاء والمجوس والمشركين وناطر عليهم هذا السؤال ما علة هذا الخبث خمت الدنيا به من اللواط والزنا والفجور ما علة هذا الظلم الذي انتشر في العالم ما علة هذا الفساد ونترك لهم الجواب هل يعرفون الجواب والله ما يعرفونه هذا يقول الفقر هذا يقول الظلم هذا يقول الحكام هذا يقول كذا ويتخبطون ونحن نعرف والله إنا لعلى علم علة كل شر وقبت وفساد وظلم الجهل الجهل بماذا ها بمسائل التقنية والفيزياء بالتجارة والفلاحة الجهل بالله تعالى ما عرفوه فلم يحبوه ولم يرهبوه والذي لا يحب الله ولا يرهبوه أنا له أن يستقيم في الحياة والله ما استقام ولن يستقيم ولن يعيش إلا يتخبط يمينا وشمالا ما عرفو الله فما أحبوه لجهل به ولا خافوه ثم معرفة محابه وهذا تابع للأول أيما إنسان أبيض وأسود عرف الله والله لا يطلبنك بإلحاة أن تعرفه ما يحب ربه من اعتقاد أو قول أو عمل أو صيف أو ذات حتى يتملقه ويتقرب إليه بفعل ما يحبه وما من عبد يعرف الله ما عرف يقينيا إلا يطلب منك أن تدله على ما يكره ربه ولا يحبه إذن فإذا أحب الله وخافه وعرف ما يحبه ففعله وعرف ما يكره فتركه والله هذا هو الصراط إلى دار السلام إذن العلم بعث الله الرسل بأي حال قال مبشرين ومنذينا يا شيخ العلم متوفر عندنا أيما دولة صغيرة فيها آلاف المدارس هذه الحجة الدنيا كلها مدارس وجامعات وكليات أين آثار هذا العلم الذي تزعم ماذا نقول عاجزنا ما في جواب الجواب عندنا هل فتحت هذه المدارس والكليات والجامعات من أجل الله سهلا الجواب لا وهل بعثوا أبناءهم وبناتهم ليطلبوا العلم من أجل أن يعرفوا الله ويعبدوا الجواب لا كمثل صفوان عليه تواب فأصابه وابل فتركه صلا لا يقدرون على شيء أزيد في المبالغة من منكم أيها الفحول ويا أيتها الممنات من أخذ بيد طفله وقال تعلم لتعافبك فتحبه وتخافه وتطيعه فقط تعلم لتكون كذا وكذا تعلم لتنال كذا لتكون في المستقبل كذا وكذا والآن بلغني هذا الفحل قال إن طلاب العالم الآن في الامتحانات المملكة ادعوا الله لهم اليوم بالنجاح قلت ما ندعو لأن نياتهم ما هي بتلك النيات التي يريدون وجه الله إلا أرادوا وجه الله والله ما طلبوا النجاح ولا فكروا فيه أبدا إنهم يطلبون المعرفة والعلم ليعبدوا الله عز وجل فما دام الوظيفة مستقبل يا بابا إذن ما لله منه شيء هذا واقع مر وإلى لا هذا في ديارنا ديار القرآن والأمر بالمعرفة عن المنكر فكيف بديار الغافلين ومادة ومادة الفقه فيها مرة في الأسبوع إذن هل نفعت هذه المدارس ماذا نصنع إذن كيف نخرج من هذه الظلمة أو ما تشعرون بها سوف تعلمون والله ما إن تصل الروح إلى الحقوم وتأتي الغرغراء ينكش في القطاع ويفأ أمامك كل شيء وقرأوا حتى إذا بلغت الحرقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقاب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين لنا ماذا فارجعوها إن كنتم صادقين تحدان الله ولنا استطاع تروسيا واليابان والصين أن يقفوا فيه وجه الله وقل نردها قل لهم يردها إذن متى نعود إلى الله نغير مناهج التعليم ما نستطيع ما نقوى عليها يقول تدعوننا إلى أن يعود إلينا للإستعمار ونذل ونهول للغرب والشرق ماذا هذه الدعوة الجافة أرجعي اليابسة نحن نريد أن نقفز أكثر مما وصلنا نقول لا 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 خلوا مدارسكم حولوها إلى مدار الصناعات وفيزياء أنفع لكم وزراع وتجارة ثم الطريق الذي نريده والمسلك الناجي والذي ينجينا هو أن نسلك فقط مسلك رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم فقط من صلاة الصبح ونحن مشمرون على سواعدنا هذا يزرع وهذا يبني وهذا يفعل اعمل ومن نهاك أو عكا أو لامك على هذا لا تسمع إليه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وتزدهر الصناعات والفلاحة لأن جهودنا قوية ولأننا ربانيون عملنا لله لا غش ولا تلاعب ولا تماطل ولا ضحك ولا له ولا باطل فإذا مالت الشمس إلى الغوب دقت الساعة السادسة اغتسلنا توضعنا تطهرنا وقف دولاب العمل من صلاة الصبح والذكاكين تشتغل هيا نشتري هيا يتوضى أحدنا ويلبس أحسن ثيابه ويأتي بمرأته وأولاده إن كانت له مرأة وله أولاد إلى أين إلى بيت الرب جل جلال وعظم سبحانه إلى المسجد الجامع يا شيخ المسجد ما يتسع وسعوا نوسعوا نحتاج كم يوم كم شهر رسول الله بنى مسجد قوبا في سبعة أيام وثمانية أذن المغرب دخلنا في مناجاة الله عز وجل وصلينا فرغنا من الصلاة اجتمعنا كاجتماعنا هذا ويجلس لنا عالم بكلام الله وكلام رسوله يعطينا آية ويقول تغنوا بها أيها المؤمنون والمؤمنات فنحفظها آية من آياته من كتابه تحفظ تشرح لنا تفس وتبين لنا وآخرا يقول معشر المستمعين ومستمعات معشر المؤمنين والمؤمنات ضع ضعوا أيديكم على المطلوب الآية تطلب منكم أن تعتقدوا أنه لا إله إلا الله فعتقدوا الآية تطلب منكم أن تغذوا أبصاركم وتحفظ فروجكم فغذوا أبصاركم عن نساء المؤمنين واحفظ فروجكم مع نعم الآية تأمر بالإخلاص في الصدق وإرادة وجه الله فمن الآن لن يتصدق واحد منكم وهو الآية وجه الله غدا حديث نبوي نتغنى به ونحفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخضله ولا يكذبه كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ويتغنون به ويحفظونه نساء وإجن وأطفالا ويقول معلم سمعتم ولنا كل المسلمين إخوانكم وهل الآخ يذبح أخاه هل الآخ يكشف عوات أخيه هل الآخ يسب أخاه هل هل الجواب لا لا إذن كلكم إخوان سمعتم من الليلة لا يشكو مؤمن أخاه إلى ربي لا سرق لا كذب لا غش لا خداع لا كبر لا ظلم لا اعتداء أبدا وبعد غد آية والثاني حديث وطول العام وهم يتلقون الكتاب والحكمة أهل القاوية بجميعهم أهل الأحيا بكاملهم أسألكم بالله هل يبق بيننا جاهل أو جاهلا ماذا أنفقنا على طلب هذا العلم كم دينا كم دينا لا شيء أبدا بل وفرنا المال وكثرة عندنا لأن نفسنا تهذبت وانقطع الشح وانقطع البخل وانتهى الإصراف والبذخ والتطاول في الدنيا والتكالب على مظاهر هذا كله يموت ماذا نصنع بالمال لم يبق بيننا فقير يذل أو يهون آه أسألكم بالله هذا الطريق يعي هذا يترب هذا والله الذي لا إلى غيره لن يستقيم أمره أم من أممنا في شعوبنا وديارنا لاستقام الحق ربانية إلا على هذا المنهج أحببنا أم كرينا وقد جربوا الاشتراكية وجربوا رأسنا لي وجربوا وجربوا كل تجابات بالبجل أليس كذلك قولوا لما المانع أن نفعل هذا دلوني قد يقول بعض الحاضرين الحكومات مانع منعت التجمعات للفتنة التي أشعلتم رأها وما عرفتم كيف تهتدون أو تهدون غيركم فلما واجهتم الحكام بالنقد والطعن والكفو والقتل إذا غاضبوا ففعلوا من بدأ هذا الجهل عدم البصير هيا نعود للعلم لنحيا الطريق يا شيخ ما عرفنا والله بينا يا قروي اذهب إلى قريتك واتفق مع إمامك ومؤذنك وشيخ القرية وقلهم هيا نرجع بأمتنا إلى الكمال والسلام من الليلة نأتي بنسان وأفصالنا ونجتمع على تلاوة كلام ربنا وتدبه والقرية الفلانية والفلانية ما هي إلا سنة واحدة وأنت تشاهد أنوار الإيمان تشاهد الطهى والصفاء تشاهد المال ما يطلب ما بقي ثغب فينا القليل من الطعام يكفينا والذي يستعوى عاطنا من لباس يجزينا وهكذا والله لا طريقة إلا هذا بلغوا العلماء والأماء والحكم والساسا وبلغوا أوروبا والصين واليبن والله لن يسعد ولن يطهو ولن يكمل ولن يخرجوا من دارة البهيمة التي تعيش إلا بالعودة إلى هذا كتاب الإلهي فقط والأيام تمضي وهم في بلاء وشقاء وعفن وشر وفساد ماذا قطع من الحياة وإن طلبوا البرهنة ما نستطيع أن نقول إلا إذا بدأت هذه الخطة الربانية آتي ببريطاني شاهد هذه القرية تشاهد منكر امشي معي صباح مساء هل تسمع كلمة نابئة صوت مزعج منظر خبيف هات والله ما يشاهد امشي معنا إلى دائرة الحكومة قلهم أعطوني الجرائم التي تمت في هذا اليوم والله ما تجد جريمة وإن شذ واحد في العشر أيام أو في العشرين لا قيمة للشدود لا سرق ولا خيان ولا كذب ولا تكفير ولا سب ولا شدم ولا ولا وهكذا كان أسلافنا وإن برهنت قلت كيف نقول كيف انتشر الإسلام في نصف الأرض شرقا وغربا لو لا طهارة وكمالهم هل دخل أهل المغرب لأندلس ولمشرق على اختراع كامله دخلوا بالسيف والله ما دخل أحد بالسيف ولا أوكرها إنسان على أن يوم بالله والرقاه ولكن لما دخلوا البلاد شاهدوا الأنوار التي يحملها الغزاء الفاتحون صدق في القول وفاء في العهد طور في السلوك ورحمة في القلوب مشاهد الأنوار جذبتهم ودخلوا فيها رحمة الله ما والعصاة والحديد شهلوا العدل في القضاء والحكم الرحيم العادل رباني من يدعو الآن بهذه الدعوة من يقوم بها أهل العلماء ممكن كثير من يتقزز من هذا أهل الحكام يقولوا هذه أوهام الأغنية ماهم في حاجة إلى هذا أهل فقارهم يركعون ويسجدون من يتحرك من يبكي لا أحد إلا إذا أراد الله شيئا فهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه وألموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ثلاث آيات قرآنية نورانية الأولى مفتتح بهذا النداء الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ نادانا مولانا خالقنا رازقنا خالق الكون والحياة من أجلنا نادانا مرحبا بنداء ماذا يريد مننا مستعدون يا ربي مر نفعل إنهى نترك بشر نستبشر أنذر نحذر علم نتعلم إذ نداءات الرحمن التسعون تدوء على هذه ينادينا ليأمرنا بما يكملنا ويسعدنا ينادينا لينهانا عما يشقينا ويعدينا ويخصرنا ينادينا ليبشرنا ينادينا لينذرنا ينادينا ليعلمنا فنعلم الحمد لله أن لنا ربا ينادينا ويعلمنا ويأمون وينهانا ويبشرنا وينذرنا وغيرنا من تلك الأمم اللاصق بالأرض كيف حالهم آيس قانط جهلاء فالظلام أحيا إلا أنهم موات وبعص المصير يصيرون إليه عالم الشقاء الحمد لله الحمد لله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من العرب نطيع وإلى لا أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذه الكلمة الربانية أوجبت بلا نزاع أوجبت إخراج الزكاة مما تنبت الأرض ألح البر الشعير الذرع التمر الزيتون العناب ذي كلها مما تخرج الأرض وإلى لا من الذي أخرج هذه الله لو تجتمع البشرية كله على أن تنتج حبة عنب والله ما اصدد فمن أخرج هذه الغلال وهذه الثمار وهذه الحبوب أخرجها من إحذى من تقول سيد عبد القادة وإلا عيسى وإلا فإنك في حيرة والله ما أخرجه إلا الله هو الذي خلق التربة وخلق الماء وصب الماء وأمر أن يتفاعل مع التربة فتفاعل وخرج القصيل والسنبن نحن نفعل هذا نملك هذا أخرجنا لكم لا لنا أي من أجلكم أنتم تحتاجون إلى الغذاء وإلا تموتون إذن هل ينبغي أن لا نقول الحمد لله والله ما ينبغي الحمد لله يخرج هذه الأنواع من الثمار ونأكل ولا نقول بسم الله ولا الحمد لله أعوذ بالله من إنسان لا يحمد الله على إنهامه ولا يشكره على بركاته ولا يذكر اسمه عند أكله وشربه ومن من ينتسبون إلى الإسلام جالا يأكلون ويشربون لا يعرفون بسم الله ولا الحمد لله ما لهم ما عرفوا من علمهم من أرشدهم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع من ابن أم سلم عميب وكل بيمينك وكل بيمينك وكل مما يليك وهو كهذا الغلام يا غلام سمي الله قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك لا تمد يد يدك إلى جهات أخرى في القصع والناس يأكلون هذه الآداب التي ما يتلقى أطفالها أطفالها أطفالنا وهم صغار كيف يعرفون وهم كبار وتعرفون لما نقول بسم الله هل تستطيع أن تتناول كأس خمر وتقول بسم الله أعوذ بالله تكذب على الله الله أذن لك والغافلون ممكن يشعل استجارة بسم الله الله أذن لك كيف تقول بسم الله فأنت تأكل هذا الطعام باسمه تعالى الذي خلقه وأوجده وأذن لك في أكله كلوا من طيباتي لا من خبائث وحاش الله أن يزقنا من الخبائث كلوا من طيباتي أنفقوا من طيباتي ما كسبتم والكسب يكون باليد والعقل والطاقات سواء كانت تجارة أو كانت زراعة وفلاعة مما كسبتم وهذا يتناول أنواع الأموال حصلت لك بإرث حصل لك بتجارة بعمل بأي حال كسبته ومما أخرجنا لكم من الأرض كما قلت لكم البقول الحبوب الثمار النخل وما إلى ذلك وأن نعلم أن علماء الفقه الإسلامي من أئمة الإسلام جمهورهم على ألا زكاة فيما كان مثل البقول كالبصل والثوم واللفت والخردل والطماطم والفلافل والقثاء على اختلافها البطيخ الحبهب وما إلى ذلك لأنها ما هي بمختاتة ولا مدخرة لا يقتاتها الإنسان ويعيش عليها العام الأوام ولا تدخ ويحتفظ بها فمن هنا عافى الله عز وجل على لسان رسوله عن الزكاة منها والذي بيّن لنا هذا الإجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر أهل المدينة أن يزكوا البطيخ أو القثاء أو البصل أو الثوم وهم ينتجونه لكن أمرهم زكاة العنب إذا كان زبيبا زكاة التمر أمتين هذا أيضا ما يزكى وقس عليه البورتقال أو ماذا يسمونه وهكذا الفواكه والفضاء إلا أن المسلمين الربانين إذا جنوا ثمارا من بساتينهم وأراضهم يعطون منه لجيرانهم وأقاربهم وفقرائهم ومساكنهم لا على أنها زكاة مقننة مقدرة ولكن استجابة لأمر الله العام أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض مما أخرجنا لكم من الأرض وهذا هو المنهج السليم الحبوب الدورة البور الشعير هذه بالإجماع لأنها غذاء مدخر التمر الزبيب أما البصل والثوم والخرب الزوار هذه كل ما في الأمر يا صاحب البستان يا صاحب المزرع يا صاحب الحقل لما تأخذ كمية إلى بيتك أعطي منها لجيرانك أو للفقراء حولك وإخوانك تكون استجبت لأمر الله عز وجل على سبيل الإنفاق تقوى من الله وتزلها إذن ما كسبتم يدخل فيه أنواع الإبل والبقى والغنم وهذه تسمى بالناطقة الحيوانات الغنم ومع الماعز البقى والغناء والإبل هذه زكاة وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب فيها للولايات كتبا واضحا في الفقه الإسلامي الإبل خمسة من الإبل أخرج عنها شاء من غنم عشر أخرج شاءتين خمسة عشر بعيرا أخرج ثلاثة شيئا عشرين بعيرا أخرج عنها أربع شيئا خمسة وعشرين ابن الناقع المولود في عامه الأول ابن لبون وهكذا الغنم كم أربعين من ملك أربعين شاء ماعز أو ضان صغيرة أو كبيرة وحال عليها الحول يجب أن يخرج منها شاء البقى ملك ثلاثين بقى الصغير كالكبير وكل ثلاثين عد يخرج منها عجلا يتبع أمه ثم كلما زاد العدد يتعين الزكاة إلا ماذا الإبل والبقى والغنم ما هذه هل الدجاج زكى والبط والطوي ولا زكاة فيها هذه ناطقة وإلا صامتة والصامتة الذهب الفضة العمل على اختلافها فيها زكاة زكاة الذهب كم إذا بلغت سبعين جمام إذا عندك ذهب وزنته في ميزان الذهب قالوا هذه سبعون قرام وجب الزكاة ثمانون تسلون كيلو قنطة وجب الزكاة أقل من سبعين قرام لا زكاة عليك لأن النصاب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة أربعمية وستين قرام إذا عندك كمية من الفضة سواء في ملاعق وإلا في أدوات وإن كنا نقول لا يحل للمؤمنين أن يأكله بملاعق الذهب والفضة ولا أن يصنعوا صحاف أو قصاع أو كذا من ذهب وفضة هذا ليس لنا هذا لغيرنا للمحرومين منها يوم القيامة إذ قال الرسول صلى الله سلم هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة والله ما يشاهدون ذهب ولا في الضع ولا أوانية في عالم الشقاة كل أهيار بالله أما المؤمنون والمؤمنات يعوضهم الله والله ما هي إلا صحاف الذهب وأوانية والفضة إذن عرفتم نصاب الذهب فيه من أهل العلم يقول خمس وثمانين قرام اجتهادات فقط وأما أهل الدرس فقد قمنا بهذا الواجب وجئنا بحب الشعير الذي كان يقدر ووزناه وعرفنا لقرام كم حب شعير ومن ثم وجدنا سبعين قرام أقول يفتونكم علماؤكم جزاهم لخير بأن سبعين قرام لا ثمانون أو خلص أو ثمانين ثم لما ذهبنا وجدنا بالشعير وزناه نظرنا أيضا إلى أن الفضة أربعمائية وستين قرام أليس كذلك ويجوز أن تزكي بالفضة أو بالذهب ما بينهما فرق فلو زكينا أربعمائية وستين قرام معناه خمسين قرام ذهب تعديل هذا أو أقل فبالتحري كانت النتيجة من مالك سبعين قرام ذهب فأكثر وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول كالدراهم الدنانية عرفتم هذا سبعين قرام قد يقول لكم خمسة وثمانين تقليد فقط أما عمله فهو سبعون قرام وهذا أرحم بالفقار والمساكين ولا لا وأطمن لنفسك ولا لا وهذه الحقيقة أذهب إذا كان حليا تتحل به المؤمنات وتتزين به لأزواجه لا زكاة فيه ولكن من زكته كان لها أجرها ومثوبتها واطمأنت نفسها إذ خمسة وسبعون في المئة من الصحابة والتابعين والأئمة مجمعون ألا زكاة في الحلي تباتم ويوجد من يقول فيه زكاة وهذا كما تعرفون لأن يخطئ خمسة وعشرين أقرب أن يخطئ خمسة وسبعون تعرفون هذه الحقيقة ولا لا ثم لو كان هذا المملك يزكى لماذا نزكي الأسرة التي ننام عليها والضرابي التي تبلغ الآلاف والسيارة التي تركبها وأشح وهواني البيت إذن لا زكت فيها لأنها مستعملة ولا لا فالذهب إذا كان مستعمل نار كنز يباع ويدخر للاستعمال فهو كالقصع إذن وكالبريق وكالآنية أي فرق هذا فقه المسألة ومع هذا ومع هذا أيما مؤمنة فلذو أن تزكي أن تزكي حالها فلذو تزكي نبارك لا في ذلك وشيء آخر هذه الزكاة الواجبة إذا كان الذهب اشترته للقنية وللدخار إذ بعض الممنات تقول الزمان حواج وإلا لا سيحتاج في يوم الأيام عند دواهمات اشتري قطعة من الذهب لا علانية تلبسها تباث علانية إذا جاء الزمان وأحواجها تبيعها هذه بالإجماع يجب زكاتها هذا كنز والله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون ها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فإن أجه أنما الآيات وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما أخرجت زكاته لا يقال فيه كنز أيما دواهم ذهب في الض تخرج زكاته كل عام لا تخف أنك تخوى به يوم القيامة هل فهمتم هذه تأملوا يا أيها الذين آملوا أنفقوا من طيب ما كسبتم أولا أليب البقر الغنم الذهب الفض الدرائم هذه والخارج من الأرض كذلك ومما أخرجنا لكم من الأرض ما هو التمر العناب الذرى الشعير القمح وما إلى ذلك أخرجها الله لنا من الأرض وقوله ولا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تقصد الردي الذي ما يعجبك من شعيرك أو بورك أو تمرك أو كذا وتخرج منه أعيب كبير نقص سوق هذا وهذه الآية لا تفهم أن المؤمنين الصادقين يفعلون هذا هذه الآية نزلت هناك بكت الأغوات ذاك المكان يقال فيه الصفة كان يجلس فيه المهاجرون الذين لا مال لهم ولا ولد ولا نساء يأتون مضطهدين من مكة ومن غيرها يجلسون هنا إذا جاء الجهاد خرجوا ما جاء الجهاد جلسوا من أين يأكلون ما عندهم بيوت ولا نساء ولا المؤمنون من زاد عن طعام شيء يأتي به إلى الصفة إذن فجعل خشبة في المسجد بين عمودين وأصبح كل من عنده عجون قنو تمر يعلقه هناك هذا يأتي بعجون بعجونين بثلاثة القنو يأتي أهل الصفة عندما يجوح دوم يتألم يأتي بعجون ويضعب ذاك القنو يتساقط منه البلح الرطب يأكل ويمشي بعض المرضى والمنافقين يأتي بعجون الحشف والدقل ويحلقه ويحلقه فالظهر دخل يحمل أقنية من التمر الفقه وفي الباطن هو حشب ما يكذ ودقن ففضحهم الله فقال ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذه لو قدم لكم أنتم إلا أن تغمضوا عيونكم وهذا عام أيما صدق تصدق بها يجب أن تكون نقية طاهرة صالحة نافعة فعام ما يؤكل تقدم الفقه المساكين تضرهم وأنت ما تأكله هذه ترفع همم المؤمنين وآدابهم إلى قرم من ربان هذه التربية الله ناوك لنا إلى زيدنا وعمر هو الذي ربنا ولا تيمموا الخبيثة الخبيثة ردي غير الجيد ضد الطيب ولا لا منه تنفقون ولستم بآخذه لو قدم لكم أو عطيتم وقال لا هذا ما نأكل ولا نلبس ونشعب إلا أن تغمض فيه غمض عينيك وامشي العام يعرفون هذا استحى وإلا كما أخذها رديئة هذا معنى قوله تعالى ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه ولم أخيرا أن الله غني حميل إياك أن يخطو ببالك أن الله محتاج إلى طعامك أو شرابك أو مالك ولهذا يلح عليك ويطالبك هذا من أجدك أنت وأجد إخوانك أما هو غني غينا مطلقا والله لا يفتق والله إلى شيء إذ كل شيء خلقه وبيده وحميد أيضا محمود على خلقه وإيجاده المخلوقات الملائك يحمدون أو لما يحمده البشر الملائك أكثر من مليارات المرات محمود في الأرض والسماء على فعال إذ كل هذه الجلسة التي أنا جالسة يحمد عليها الله وإله من خلق هذا الشيء من علمه أنتم أيها الجالسون من خلقاكم من علمكم من أتى بكم معنا الله الله هذا هو الحمد وإلنا ذكر المحامد لأن المنافقين والمرضى غني حميد لما يطلب من هذا ويلح علينا في أن نخل طعامنا وشرابنا لحاجته إليه فأبطل هذه الوساوس بقوله والله غني واعلموا أن الله غني حميد أعلمنا يا ربنا الآية الثانية الشيطان أعوذ بالله منه ما الشيطان هذا الشيطان مشتق من شاطن يشطن من شاطن البير أو من شاط الشيء احترق والصواب أنه لا من الشيطان البعد التحيل لكن من شاطئ إذا احترق الشيطان هذا هو المكن بأبي مرع واسمه واسمه إبليس لا إبليس وصف له لأن الله أبلسه كان له اسم أيام كان يصلي ويعبد الله مع الملائكة والجن ثم أبلسه الله أي أيأسه من كل خير ما أصنع فيه خير ويكن بأبي مرع هذا الشيطان أخبر تعالى أنه يعيدنا بالفقر إذا أردت أن تنفق تنفق غدا ماذا تأكل ولا تشرب مهمته أن يعيدنا بالفقر فيخوفنا من العنفاق ما يستطيعون فقر وهو يفهم أنه إذا أخرج ماله اليوم غدا من يعطيه غدا يصبح يمد يديه غدا كذا يموت بالجوع أو بالعري ذي وساوسه يعيد بها أولياءه والذين يستجيبون لهم من أخبر بهذا خالقه يقول تعالى اسمعوا يا عباد الله الشيطان يعيدكم الفقر والله العظيم لما يعيدنا بالفقر بمعنى يحذرنا من الفقر يحذرنا من الإنفاق حتى لا نفتقر لأنه يريد منا أن نهلك أن نشقى أن نخسر أن نجاوره في عالم الشقة لما لما أنت لما أنت يا آدم تنجو على سبيل المثال على سبيل المثال والآية والآية تريد من الفاحشة البخل والعرب يسمون البخل فاحشة البخيل فاحش إذن الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالبخل لو نستجيب لما أنفقنا ولا درام بما يلقث النفس من هذه الخواطر يهدد بالفقر والحاجة وما إلى ذلك الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ليس شرطا أن يهددك يا فلان أنا الشيطان لا تنفق خشتا كذا لا هو يدخل المحطة ويتصل به في محطة إذا أنت دمرتها وخربت ما يبقى له مجال وما توجد محطة خاربة إلا محطة واحدة وأما محطاتنا يتصل بنا من بعيد من لندن كيف اتصل بآدم وآدم في الجنة وهو خارج منها الأولون ما عرفوا قالوا كيف هذا قالوا دخل في صعود حية أو دخل في كذا يبحثون كيف دخل قال الآن نحن عرفنا تبات محطة في النفس عند القلب يستطيع أن يتصل بك وهو خارج عنها ولهذا لما لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد رضيعا وجيت له عمليات تحطيم هذه المحطة وقضى عليها فجاء ملكان ومعهم جبريل وشق صدره ونزعتك اللحمة أو القطعة أو المحل نهائيا ما يصبح الشيطان أن يلقي بشيء أبدا أما نحن ما زالت المحطة صالحة فإذا كان عندك رادار قوي ما يحوم حولك حتى تطعده وإذا كان ما فيه رادار ولا حراسة يسكن هناك ويغني يوجد رادار يباع عندنا الذي يرغب فيه عنده ثمن يتفضل يصبح آمن هذا رادار لابد له من ثمن ما هو الثمن يا شيخ نريد النشتري الثمن فقط أن تخاف الله فلا تعصه بترك واجب أو جب ولا بفعل حرام حرمه من العقائد والأقوال والأفعال إن كان هكذا حالك فألم أنك تملك هذا رادار وإليكم الآية القرآنية التي تدل على هذا الرادار قال تعالى من سورة الأعراض وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إذا شعرت به أعود بالله من الشيطان رجيم يطير كالبرق ثم قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان طائف وطيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدون في الغي ثم لا يقصرون إخوان الشياطين هذا الجهاز العظيم هذا هذا تكتسبه بتقوى الله عز وجل أنت عاقل أنت قوي أنت قادر أنت عالم لا تخرج عن طاعة الله ورسله لا بترك واجب مأمور بفعلي أو قول اعتقادي ولا بفعل منه عنه محرم عليك اعتقاد أو قول عملا بهذه فاصفو نفسك وتزكو وتطيب ويصب عندك رادا أشد حساسية من رادا إذا حوم العدو حولك فقط تعرفه وتطهده الآن الآن في رادارات الجيوش ولا لا المحطة محطات إذا حوم الطائرة العدو عرفوها الحمد لله ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم إخوان من الشياطين يمدون في الغي ثم لا يقصرون أبدا لا يقصرون أبدا في فعل المعاصر والجرائم والموبقات لأنهم عمي الشياطين تأزهم الزع وتدفع من الباطل المكاوم عرفتم هذا العدو من أخبر بهذا الخبر العليم الحكيم يقول الشيطان يعيدكم الفقر حتى لا تنفقوا أموالكم في سبيل الله ويأموكم بالفحشاء والخصار القبيحة كالبخل وما إلى ذلك والله عز وجل يعيدكم مغفرة منه وفضلا تختار ماذا يا هاقل تصلع عبدا للشيطان يأمرك فتفعل أو تكون ولي الله يعيدك أبشر بما وعدك الله به والله يعيدكم بماذا بمغفرة ذنوبكم وفضلا الجنة ونعيمها الرزق الواسع الطيب قل ما أشئت فضل فضل من هذا فضل الله ولا تشك إذ قال والله واسع الفضل عليم بالمستحقين لو لا تغف قل لعل ما عند الله انتهى أو ممكن ما يكمل ولا يتم واسع عليم تقول ممكن ما يعرف عني شيء ما يدري أنني في أنواق شوط مثلا أنت معلوم لله عز وجل في أي مكان لأن العوالم كل بين يديه إذن فطمئن إلى صدق وعد رب تبارك وتعالى والرسول يقول ما نقصت صدقة من مال من يؤد على رسول الله ما نقصت صدقة من مال كل مال تزكيه ينميه الله ويبارك فيه وتنتفق به أكثر من أموال المحضرمة والله يائدكم مغفرة منه وفضلا والله واس عليم أخيرا يؤتي الحكم من يشاء يؤتي يعطي الحكمة من يشاء هو من هم الذين يشاء الله أن يؤتي يوم الحكمة نبحث عنهم هل نحن منهم الجواب الذين يطلبون ويقعون باب الله سائلين طالبين هم الذين يؤتيهم الحكمة أما المعرب والله والمشغول عنها وغير الواقب فيها ما يشاء الله بسنة تريد الحكمة أطلب تعطى مستكبر معرض غير مبارئ لا تريد ما تعطى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة أن يعطاها فقد أوتي خيرا كثيرا ما هي الحكمة أولا القرآن والسنة حكمة وإلنا إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حسد إلا في اثنتين لا حسد إلا في اثنتين الأولى رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه الليل والنهار فتقول آه لو يعطيني رب مالك ما أعطاه أنفقه أنت وإياه فالآجل سوى بالنية الصادقة راجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها الليل والنهار إذن قلت يا لو توتيني هذه الحكمة لقضيت بها الليل والنهار وهي هنا القرآن فأنت وإياه في هذا سوى شوات هذا ليس بحسد هذا غفط لأن الحسد تتمنى أن تزول النعمة من فلان لتحصل لك وبعضهم يتمنى تزول من فلان ولولهم تحصل له وهذا الشغل حسد المهم أن لا يعرف فلان في غير أما الغفط لا تكون إلا في شيئين والشهاد عندنا في الحكمة القرآن حكمة لأنه ما وضع شيئا في غير موضع قط والله ولا كلمة ولا عرض إذ الحكمة وضع الشيء في موضعه ولا لا الحكيم يضع الشيء في موضعه لما يصب الحليب وإلا بن ما يصب في الأرض يصب في الأكس كذا ولا لا إذن وضع الشيء في موضعه هو الحكمة والحكيم من كانت هذه صفته الكلمة لا يقولها حتى يبحث عن المكان اللايق بها وحتى يعرف ما تنتجه فيضع في موضعها كل حياته قائمة على أساس الحكمة وهذه الحكمة تكتسب تقلب أولا القرآن الكريم السنة النبوي احفظ ما شاء الله أن تحفظ وافهم ما شاء الله أن تفهم وطبق وعمل لا تزال كذلك حتى تصبح والله حكيمة في كل تصرفاتك في البيع في الشراف الرحيل فنيقام في كل شيء لا تضع شيء إلا في موضعي لأنك حكم أنواع الكتاب والسنة إذن ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا ولهذا من أعطي القرآن فحفظه وفهمه وعمل بما فيه وقال إنه فقير أدبوا أدبوا أين الفقر مع القرآن أغنى الناس أهل القرآن ثم قال هذه تذكرة وما يذكر إلا أولو الألباب ما الألباب جمع لب ما اللب العقل القلب مصدر الوعي والفهم من يتذكر بهذه المذكرة الإلهية أصحاب القلوب الحية والأموات هذا إخبار الله تعالى وما يذكر بهذه التذكرة الغبانية في هذه الآيات إلا أصحاب العقول الراجعة والفهوم الصاعدة الطيبة وذنبني على طهارة الروح وزكاة النفس لأن أصحابها متقونا ما تتلوث الواحهم ولا تخبط نفسهم أعيد تلاوة الآيات وتأملوا فهمنا شيئا يا أيها الذين آمنوا أسمع كلوا أنفق من طيبات ما كسبتم مرحبا يا ربنا مستعدون ومما أخرجنا لكم من الأرض مستعدون نحن الفلاعون كذا ولا لا واسمعوا التنبيه ولا تيمموا الخبيثة من تنفقونا تقصد الردي غير الجيد الذي ما يصدر وتعطيه الفقار المساكن واذكروا العوازين التي كانت تعلق فالروضة يدسمها قنو فاسد وقلها فلان جاء أيضا بقنو أو أقنى من بيتي من بستاني إذن ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه إذا غمط عندك تأخذ الردي ثالثا وعلموا أن الله غني حميد لا يخطو ببالك أن الله محتاج إليك أو إلى مالك ما عطاك هو حقه وماله فإن طلب منك أن تنفق لتسكية نفسك أو إسهادها ليس معنى أنه في حاجة إليه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشا إي والله صدق الله العظيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشا كل قبيع الشيطان يدعو إليه كذا ولا لا الذي يفتح مخمرة في بلاد المسلمين ما هو الشيطان الذي يفتح برنك رباوي ليقل الناس في جهنم ما هذا أمر الشيطان الذي يستويد المحرمات الحشيشة والدخان ويبيح به المسلمين ما هو هذا الشيطان هو والله يعدكم مغفرة من وطلاء قولوا الحمد لله وأخيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يا صاحب العلم والمعرفة لا تقول أنا فقير انتبه استحي أنت تملك ما لا يملك ملايين البشر الكتاب والحكمة وما يذكر من يفهم هذا الكلام ويعمل به المجانين أصحاب العقول أو باب الألباب والنوع وصدق الله العظيم هنا هذا الحديث إليكم يقول ابن عباس رضي الله عنه ما حضر هذه الأمة يقول في هذه الآية الشيطان يعيدكم الفقر إلى آخر يقول اثنتان من الله واثنتان من الشيطان وهو كذلك قال ويفسر هذا حديث الترمذي إذ فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إن للشيطان لما إن للشيطان لما 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 بابن آدم يلم بحط به كما قدمنا لما وللملك لما فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن وجد الأخرى فليعلم أنها من الشيطان فليتعوذ من الشيطان لعلمه من وجد في نفسه لمة الملك قل هذه لمة الملك أنه يشجع على النفاق وعلى رجاء الله وعلى طلب الفضل والخير إن وجدت هذا في نفسك احمد الله هذا من الملك وإن وجدت كيف تخرج ما في جيبك من يعطيك كذا والله لأمين الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم البحشاء والله يعدكم مغفرة وفضلة إن وجدت في نفسك العزوف خاكب عن الشهوات ورقب فيه غير وترك رقب فيها دوافع تبعدك عن هذه المحرمات اعلم هذا من لمة الملك الذي يدخل قلبك وأخيرا لهذه الآية هدايات أولا وجوب الزكاة في المال الصامت من ذهب وفي الضاء وما يقوم مقامهما من العمل على اختلافها وفي الناطق من الإبل والبقى والغنم إلى الكل داخل في قوله ما كسبتم وهذا بشرط الحول وبلوغ النصاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خذيرا مرة ثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبيرا معاشر المستمعين والمستمعات أليس هذا كلام الله أي والله كلام رب تعالى وصل إلينا الحمد لله الحمد لله ملايين البشر محرمون لا يسمعون عنه ولا يعرفون ومن عرف كفر وكذب وأنكر ليحترقا ويتخسر ولكن منة الله على المسلمين أن أنزل كتابه على رسوله وورثه فيهم يحفظونه في صدورهم ويحفظونه بصطورهم حتى يرفعه الله حيث لم يبقى من ينتفع به في آخر ساعات هذه الأيام من القائل وما أنفقتم من نفق أو نذرتم من نذر أليس الله نعم لأن هذا كلامه في كتابه وهذه الآيات من صورة البقرة وهي ثاني صورة من صور الكتاب الله عز وجل الأولى الفاتحة والثانية البقرة هذه البقرة لأتتصور ذات اللبن واللحم هذه الصورة ذكر فيها لفظ البقرة إذن فسميت بذلك وحادثة البقرة حادثة عظيمة تليت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ في كتابه ولم يشهد أيامها ولم يعرف عن أهلها ولا عن تاريخها إلا أن اليهود وهم أهلها كانوا يساكنون هنا ويجادلون والله ما استطاعوا أن يودوا حادثة ذكرت في القرآن وهي من أحداث آبائهم وأجدادهم فلذلك قل آمنت آمنت بالله وحادثة هذه البقرة أن رجلا يحب الدينا والدرام مثلنا إذن وكان له ابن أخ ويريد أن يرثه وطالت المد متى يموت هذا فاستعجل قتله ذبحه وأخذ يصرخ ابن أخي قتل وتمضي القرون وعشراتها ويحدث هذا في قرية كنا نقيم بها والله العظيم آجل من أهل القرية له ابن أخيه يرث معه بستان أو نصفين هذا وارث أباه فوالله لقد ذبحه تحت نخلة في حوض وخاج يندب ويصرخ ويبكي ابن أخي ذبحوه وقامت البلاد وقعدت وجاء الباحثون أو المحققون وماه إلا جولة واعترف بأنه لذبحوه لأن طباع البشر هي إذا لم يمتل قلبك بنور الله أنت في الظلام والماشي في الظلام كيف ترون مش يتخبط يقوم ويقعد إذن فلما وفعت القضية إلى نبي الله موسى عليه السلام بما يحكم أوحي إليه أن إذبعوا بقاء من خيوة ما تملكون وأخذوا يتشددون ما وصفها سن وكذا كذا حتى قال نبيه سلم لو رضوا بأول بقاء ذكرت وذبحوا لأجزائتهم لكن انتهوا إلى أن اشتروا بقاء من يتيم بملء جلد ذهبا وذبحوا وأخذوا قطعة لحم وضربوا بها فاعترف لهذا سميت بصورة البقاء ولا باس أن نسمعكم تلك التلاوات ويقص عجب ولم يستطع اليهود أن يودوا فيه حرفا واحدا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأموكم أن تذبحوا بقاء قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبيل لنا ماهي إن البقرة شاب قال إنه يقول بقرة لا فارد ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤموا قال ادعونا ما لون ما لون قال إنها بقرة صفا فاقع لون تسر الناظرين قالوا ادعونا كل ما هي إن البقرة تجاب علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قالت العلماء لو لهذا الاستثناء والله ما تدور لكن ألهمهم الله وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرض مسلم لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحرض فذبحوا وما كاد يفعلون وإذ قتلتم نفسا فالدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله موتى ضربوا المقتول بقطع منا فقال قاتلني فلا ومات ومن عزيب أسلوب القرآن قدم القصة وأخر سببها لتبقى النفس ما توقع ومشوق لو ذكر الحالثة من أول ما تقرأ ذا يدبع آمنا بالله هذا القرآن هذا النور الرباني حرمه حرمه المسلمون من قرون لا يجتمعون عليه ولا يقرؤونه ولا يعلمون ما فيه ولا يحكمون ولا يطبقون بشرائه وإنما يقرؤونه على الموت إذا مات أحد في العائلة يأتون بطلبة القرآن يقرؤونه ويطعمونهم ويضعون في أيديهم ما شاء الله من النقود هذا هو القرآن فمثل فمثل من فعل من فعل بنا هذا الثالوث المكون من المجوس واليهود والنصار لما فعلوا بنا هذا يا أبناء عرفوا أن حياة هذه الأمة كانت بالقرآن هيا نبعدها عن القرآن أما أن نبعد القرآن أنا ما نستطيع حاولوا أن يسقطوا حرفين وهي كلمة قل وانعقدت مؤتمراتهم السورية مئات المرات وعجدوا كيف يصنعون إذا نبعدهم عن قراءته فقط فحولوه إلى المقابر وإلى المآتم وإلى بيوت الموتى أما التفسير لو تقول قال اسكت أنت تعرف مراد الله قل قال سيدي فلان قال الشيخ ووضعوا قاعدة أيضا حفظناها يقولون تفسير القرآن العظيم صواب خطأ إن سفسرت وأصبت فأنت آفن وخطأ كفر ومن فسر فأخطأ فقد كفر فألجموا أهل القرآن وأسكتوهم فظلت الأمة وهوت وسقطت فمزقوها وشتتوها وعذبوها واضطهدوها وما زلت الآن ترزح تحت كلكل عقودهم ومعتقداتهم وإلى الآن آروني اثنين ثلاثة يجتمعون تحت ساريا تحت شجرة في ظل جدار ويقول أحدهم الآخر من فضلك أسمعني شيئا من كلام ربي هاته جيبوا فيه إذن ما زال الموات هو هو ولهذا ما زلنا أذل فقراء محطين اليهود يبحكون علينا المجوس الكل المسلمون أذل الناس من أذل لهم الله لما يذلهم أعرضوا عنه ما عرفوا جهلوا ما هم بأولياء إذن صلط عليهم أعداء إلا من أرحم الله هيا مع هذه الآياء يقول تعالى لنا معشر المؤمنين والمؤمنات وما أنفقتم من نفق صغير أو كبير ذهب أو تمر أو ثوب أو أو لأن التنكير نال التعميم وما أنفقتم من نفق مطلق نفق أنفقتموها أولا على من على الفقار المساكين ثانيا لأجل من لأجل رضا الله وحبه لكم وإضانا عليكم عرفتم أما إذا أنفق ذري والسمع أو أنفق على الكفار هذا ليس لله ما يخاطب على هذا وما أنفقتم أيها المؤمنون وأيها المؤمنات من نفق صغيرة أو كبيرة هذا أولا أو ثانيا نذرتم من نذر النذر هذا في لغة العامة يسمونه العيدة فصيح العيدة الوعدة بين بين العيدة فصيحة والوعدة لا بأس ما هي الوعدة هذه أولا النذر نسيناه ما أصبح أهل القرآن ولا غيرهم يقولون النذر في أكثر قرى العالم ومدنه أيام الهبوط العيدة الوعدة ما هذه الوعدة المرأة ما يسر الله زوجا لابنتها وتريد زواجها فتعيد سيدي عبدالقاد بوعدة يا سيدي عبدالقاد إذا تزوجت ابنتي ذبحت لك كبشة هذا من أهلها أخرى في خصومة مع زوجها تقول يا سيدي إدريس يا مولاي كذا إذا غلبته وخصمته في المعكمة أذبح بقا أخر آخر يقول بي أذني وأنا طفل أمشي مع عجوز مرت بولي على تل قبة واجهة قاتل كان تصوت على زوجي كذا أفعل كذا واسألوا العجائز هذا هو النذر فبات لا يعرفون نذرا لله قط إلا للأولياء سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان من أندونيسي إلى موريطانيا حتى المدينة قبل دخول عبد العزيز وتطحيرها عرفتم هذا النذر الجاهل وهو في الحقيقة شرك في عبادة الله تعالى من نذر لغير الله فقد أشرك أي جعل المنذور له إلها وأقبل عليه ورغب أن يقضي حاجاته ويعطيه سؤله فجعل له شرك محض هذا النذر الشرك الحمد لله زالت غيومه وسعوبه إلا القليل بفضل الله تعالى وبفضل هذه الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبدوه واتسع نطاقها وانتقل رجالها وعانوا من كلمة وهاب هذا عندكم في السودان في كل بقى كل من يدعو إلى الله هذا وهاب إذا يحاب الخوافات والضلالات عشنا معهم ولكن قضاء الله وقدره انتشر الكتاب وجاءت هذه المواصلات العصرية وأصبح الناس يحجون ويعتمرون ويعودون والكتب إذن فانتشرت دعوة التوحيد وإلا مضت قرون أم هابطة والله ما يعرفنا الله كما يعرفنا غيره الحمد لله النذر الجائز وهو ما كرور تركه أو لا نحفظه أولا عرفتم من نذر لقير الله شركه أو تشكون من كان يشكر منكم أسألوا بالله أن يقوم ويبيرنا يا علماء هذا الشرك أن تقول يا سيدي فلان أو يا رسول الله أو يا فاطمة أو يا ملاي أو يا رجال الصالحين إن فعل الله بكذا نفعل لكم كذا وكذا هذا شرك محض صاحبه لو لم ينقله الله بالتوباء أو بالإقراب بالتوحيد وهو يموت وقد تبرأ من ذلك الشرك خالد في جهنم لعل يواهم أما قال الرب تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهذه الكلمة قالها عيسى عليه السلام في اليوم به كلمة ابن مريم سجلها الله في القرآن وأسمعنا أيها إذ جاء من صورة المايدة وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن صورة النساء آيتان لنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد افترى إذن عظيم أعيد الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إذن عظيم وفي آية فقد ظل ظلالا بعيدا فمن هنا ما أصبح بين العارفين والعارفات من يقول يا رسول الله فبهتم يذكر يا أبنائي شيخ كبار مثلي ولمسبح في يدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في غمى من الأنواب لما ينعس تسقط السبحة يا سيدي فلان يمسح كل ذلك أما يسقط الفنجان من يديه أو الكاس أو الملعاقة يا فلان اللهم ما يسمعون بيه ماذا وقد ذكرت لكم أحد الإخوان حاضر دروسنا وظننا تفوق وتعلم ركبنا معه السيارة وهو السائر رحمة الله عليه خرجت السيارة عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله بأعلى صوته مثل أين الله لو مات على هذه الحال مات أمو شركة عامي لأن العوام إذا لم يتربوا تربية في حجور الصالحين زمنا طويلا ما يكفي بهم السماع يرجعون ما تأصلت إذ لابد من الصدق فالطلب ورغبة في تحقيق العلم والعمل به ويجلس العام والأعوام أما أيام محدودة أو مواسم معينة ما ترسخ هذه العلوم في النفس البشرية هذا النذر هو الجائز معه ما كهوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج بمنمال البخيل أن يقول يا ربي إن نجح ولدي وأخذ الباكالوريا وإلى المجيستير أذبح بعيرا للفقار المساكين إن نجح ولده وأخذ المجيستير واجب أن يذبح لا معانا وإذا ما نجح ولده وراسب مع الراسبين وأن في الحقيقة ناجحون إذن ليس عليه شيء لا يذبح ولا يكم آخر يقول إن يسر الله لي ووجدت سكنا أو بنيت مثلا غرف أسكنها أصوم شهر لله رب العالم أتمضي الأيام وتحقق مطلوبه وحصل يجب أن يصوم ذلك الشهر وجوبا فإن لم يتحقق مطلوبه لا شيء عليه لا يصوم مرد قل آه لو يرزقون الله ولدا لأصوما عاما كاملا عاقر ما تلد وإذا بها تحمل وتلد يجب أن تصوم عاما هذا النذر جائز لكن مكروه لأنك تقول لربك إن تعطيني يعطيك ما تعطيني ما نعطيك هذا ما سؤدب ولا لا أسألكم بالله أنت تخاطب سيدك ومولاك وحبيبك وتقول إن تعطوني يعطيك ما تعطيني ما نعطيك الله يقبل هذا كذا ولا لكن فيه سؤدب وإذا أعطاك الله ما طلبت ما أعطاكه من أجل نذرك أعطاكه قبل أن يخلقك والملكوت كلهم هذا في قضايا وقدري فالنذر لا يأتي بشيء هذا النذر دون الأول أول شرك مهض أعوذ بالله منه ومن أهله والثاني جائز العجز والضعف الحاجة لحي يجعل الإنسان هذا النذر جاء أن يعطيه الله لا بأس تركه أولا ثالثا النذر الذي يعنيه تعالى هنا والموفون ويوفون بالنذر هذا النذر يا أبنائي ما عندنا هذا أن يتكلم مع الله سرا ويقول لك علي أن أحج هذا العام على رجلي أعذب نفسي من أجلك وجاء الحج وأخرج اركب ما نركب تأقف السيارة البعي وركب يا شيخ لا دعوني أمشي فيحج ماشيا يريد ماذا أن يعوض الله عنه أن يحبه الله أن يسجلوا في ديوان أولياء الصالح آخر يقول لك يا رب علي أن أبيت هذه الليلة واكعا سيجد حتى يطلع الفجر ويصلي العشاء ويبدأ يبكي إلى أن يطلع الفجر لماذا فعل هذا ليزوجه لا فقط ليغضى عنه ليحبه يتملق إلى الله ويتزل في نعينه أو يقول لك يا ربي من الآن ثلث ما أملك كلما جاء خير تصدق بثلثه لما يفعل هذا يتملق الجبار يتزلف إلى الجليل العظيم ليغفع مستواه ويعلم مقاما وينزله في مستويات أولياء الصالحين هذا النذر الثالث هو الممدوح هو المحبوب هو المرغوب لكن هذا قل من يراه أو يفعله لأننا طماعون نريد أشياء حاصلة عرفت من نذر كم نذر ثلاث أولها شرك وحرام وثانيها جائز ومكروه وثالثها مرغوب ومحبود هذا الثالث هو الذي عناه ربنا تعالى في قوله وما أنفقتم من نفق أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه هذا هو الجزاء فإن الله يعلمه هذا ما هو الجزاء الجزاء فوق ما تتصور فلهذا ما ذكر الجزاء لأنه فوق ما تقدر واكتفى تعالى بقوله فإن الله يعلمه وإذا علمه أضاعه فرق فيه إن فقصه لا 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 معناه قال أتركوا لي هذا الجزاء هذا النذر الثالث لا الأول ولا الثاني فإن الله يعلمه ويجذبه أعظم الجزاء وأوفاه وأوفاه هو لأنك نذرت من يجذي أن يحبك أو يعلي جانك أو ينزلك في منازل الصالحين أبشر بما نذرت لله نعم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه هذا مجنون هذا يقول لله علي أن أضرب الشيخ الفلان على وجهي هذا يجوز هذا هذا كلام باطن المهم ومن نذر آخر لسيد عبد القادة أو سيد علي هذا لا يجوز الوفاء به أبدا ويحرم الوفاء به إذن وقوله وما للظالمين من أنصار لماذا هذه الجملة هنا في هذا السياق وما للظالمين من أنصار لا يوجد من نصير ولا ناصر للظالمين أبدا الظالمون هنا المشركون الذين ينذرون لغير الله الذين يتقربون إلى غير الله يتزلفون ويتملقون لسوى الله هؤلاء ما لهم الناصر إذا نذر أحدنا لسيد عبد القادة يتحقق له شيء إذا نذر أن يجدد قبة مولاي إدريس تبات ويصبغها بالخدرة لا بالحمرة يثاب هذا لظالم هذا من ينصر وما للظالمين من أنصار هنا الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه ومن الظلم أيضا أن تنذر لله وأن تقاد ولا تفعل تعيد ربك وتخلف وتعدل عن ذلك ظلم هذا وضع الشيء في غير موضعه فلنحذر أيها المستمعون ويا أيها المستمعات الظلم فإن الظالم لا ناصر له أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة بإخبار الله تعالى وتقريره وما للظالمين من أنصاره ثم قال تعالى إن تبدو الصدقات فنعماه إن تتصدقوا وتعلنون صدقاتكم وتظهرونها فلا حرش فنعمتك الصدقات إن تبدو أي تظهروا صدقاتكم سواء كانت لحما أو ثيابا أو مالا أو ثمرا أو طعاما إن تبدوها وتظهرها لا باس ما دمتم لا تريدون إلا وجه الله لا تنظر إلى وجه علي ولا عما ولا فلان ولا فلان حتى يتمدح أو يدفع عنك الذنب ويقال فلان ما هو بخيل إن أنت أعلنتها أديتها والناس يشاهدون أو يسمعون وأنت لا تريد إلا وظى الله فلا حرج نعم الصدق هي نعم ما تصدقتم به تشجيع للمؤمنين على أنهم يتصدقون متى فتح باب الصدقاء ويجيد من هو يطلبها وهو مستحق لها لا يقول آتي في الليل فقط أو ما دام الناس ينظرون ما أتصدق إذ الشيطان أحيان يفعل بالعبد هذا قل ما دام الناس يشاهدون أنه ما أتصدق حتى لا أكون قد رأيت يأتي بهذا حتى يمنع فأغلق الله الطريق في وجهه وأرن لعباده المؤمنين أن يتصدقوا علنا وبشرهم بأن نعم الصدق هذه هذا وأحيانا إذا كانت الصدقاء واجبا فالإعلان عنها ويشهاوها أفضل حتى يتابع الناس تبهتم تذكرنا ذاك الرجل الذي جاء بزنبيله أو كيسه فالروضة وأخذ الأصحاب ورسول يغطب امتلأت روضة بالطعام والثياب مرة ثانية لا باس أن تتصدق والناس يشاهدونك الناس يعني واحد أو اثنين أو عشرة مغو في السوق أو في المزل لا باس لا تخف ما دمت لا تريد إلا وجه الله وقد يأتيك الشيطان ويمنعك من الصدق بحجة الناس يشاهدونك كأنك تراعي إذا سمعت هذا النغم اعرف ما هو ومن صاحبه وأمضي صدقتك ثانيا الصدقات السرية كما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات السر تطفئ غضب الرب صدقات السر أي الخفاء تطفئ غضب الله عز وجل من فعل فعل تغضب ربه عليه وأراد أن يخرج من هذه فليتصدق في ليله في خفائه هذه الصدقات السرية تطفئ غضب ربه تبارك وبلغنا عن أهل المدينة أية مدينة هذه هذه المدينة أنهم كانوا يأتون في الليل ما في كهبة يأتي بالصدقات يقع بعد المغرب أو بعد العشاء ويقرع الباب فيفتح الباب فيرمي كيس النقود وإلا السكة وإلا الدقيق ويشعر يا عم ما يلتفت هذه مأثورة عن ديارنا هذه يأتي في الليل والأموال في يد أو في كيس يقع الباب يفتحون الباب يرمي ويشعر يجعون وراء الأولاد ما يتبت عافوا أنها صدق يليل صاحبها أن يخفيها ليعظم الجزاء عليها نظرا إلى قول الله تعالى وإن تخفوها فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من هم الفقراء جمع فقير من الفقير الذي لا يجد قوته ولا ما يصطو به عوته ولا ما يكنه هذا المحتاج هذا الفقير هذا الذي إذا جحتت وكتمت صدقتك ووضعتها بين يديه حيث لا أراك إلى الله فأبشر بالجزاء الحسن فهو خير لكم من إعلانها لأن الإعلان ما ذكر له إلا أولا وإلا قد ما يسلم منها الإنسان لكن إن تشجع لا بس كما أن الإعلان الثاني مستحب ليشجع الحاضين على الإنفاق فقير وقف بين أيدينا صاح إذن فتصدق واحد ليتابعه الآخرين من أجل هذا أعلن عن صدقته وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم حالا ومآلا في الدنيا وفي الآخرة خير لكم تنالونه وتضفعون به اليوم قبل يوم القيامة ويوم القيامة كذلك إذ هذا أسلم من الرياء والسمع حتى الفقير لما ما تواجهه تعطيه يفرح بذلك أما إذا خذي عدنان تؤلمه وقد تقدم لنا وعرفنا أن هذا لا يجوز أبدا المن على المتصدق عليه حرام هذا ولي الله ابتله الله بالفقر لينظر أيشكر لينظر أيصبر أم يتجر فهو أيام محنته وأنت تصدق عليه وتقول خذ أنت كذا وكذا فعنا معكم كذا وكذا فتذله وتكسره شرفه هذا لا يجوز والمن كالآذى أيضا يعطيه ويدفعه بيده أو يرمي له الفلوس هكذا أو كيس ابتمر وهو متكبر على المتوفى هذا حط من هذا المؤمن وإلى لا أذله وأهانه وهو ولي الله قال فهو خير لكم حالا ومآلا ومن الخير كما قدمت لكم أن الفقير ينشرح صدره وتطمئن نفسه ولا يشع بإهانة ولا بذل ولا بصغار لأنك أخفيتها عن غيره حتى ما يسمع الناس أن فلان محتاج وفقير وأخيرا ويكفر عنكم سيئاتكم نعم ويكفر عنكم من سيئاتكم لماذا قال من ما قال ويكفر عنكم سيئاتكم فتستويحون مرة واحدة قال من سيئاتكم لأنه لأن من السيئات ما هي حقوق للآدمين كضرب المؤمن كسلب ماله كانتهاك عرضه كإذلاله وإهانته كشجنه وتعذيبه هذه ما تكفرها الصداقات والله ما تكفر حقوق الناس لو تتصدق بملء الأرض ما ينفع كذلك حتى تتحلل منهم وترد ما أخذته منهم أو تضع خدك على الأرض ليضيبوك كما ضربتهم أو ليشتموك ويسبوك كما شتمت وسببت أو يعفو عنك ويتكرمو بفضلهم وإحسانهم عنك فكونك تتصدق قد قول هذه الصداقة تكفر السيئات مطلقة لا لأن الحكيم الآليم قال من سيئاتكم من للتبعيض من بعض ولو شال قال ويكفعكم سيئاتكم وهو على ذلك قدير لكن مراعاة إلى حقوق عباده من رجال ونساء من المؤمنين والمؤمنات فكونك تصدق كل يوم بمليار دولار والظن أنك من أخذت أموالهم أو اقتهدت معذبتهم هذه الصداقة تكفي والله ما تكفي وقد بيّن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعرض عرض كامل في عرصات القيامة إذ يجاء رجل بالحسنات الكثيرة ويأتي المظلومون يأخذون من حسناته يأخذون من حسناته وتنقص والميزان يهبط لما ما تبقى له حسنا يأتون بسيئاتهم ويضعونها لي وفي ميزانه فيغرق ويهلك ذلكم هو المفلس إذ قال الحبيب السلام هل تدون من المفلس يا جماعة قالوا نعم الذي لا دينا له ولا درهم ولا بأي ولا ناقة هذا هو المفلس قال لا ليس هذا هو المفلس الحقيقي المفلس من يأتي بحسنات كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وهذا وهذا فيأخذون من حسناته يأخذوا من حسنات ما بقيت له حسنا يضعون من سيئاتهم ثم يهلكوا في النار هذا هو المفلس والإفلاس معروف قال والله بما تعملون خبير لا تفهم أنك تستطيع أن تخاذي عن الله وأن تدعي أنك أنفقت في الخفاء ثبات وأن تعلمت أنا الآن أعطيت فلان كذا وكذا ثبهوا بما تعملون من خير وغير خبير كامل الخباء إذن فراقبوه لا تفهم أنك وحدك لا يراك الله والله لا يخفى عليه من أمرنا شيء فلهذا إذا قوي هذا الشعوع عندك أو إذا ارتفع هذا المستوى الإيماني عندك تستحي أن تقول كلمة لا تغذي الله عز وجل تستحي من الله أن تكشف سوءتك أو عورتك وحدك أيضا تخاذ من الله أن ترتكب أدنى ذنب من الذنوب لأنك مع الله والله معك ذي المراقبة وفضلها الله حتى على الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله في آية التربية الإلهية إذ قال تعالى وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وأمة أتابع له أتل ما أوحي إليك من الكتاب تلاوة القرآن في صدق ليلة نهارة من شأنها أن تحفظ الإنسان من السقوط في مهاوي الشاو الفساد تعصمه من زلات قدم لأنه مع الله يتل كتابه ويعرف ما بين الله وما حل وما حرم وما أوجب وما منع كيف يعصيه ثانيا هو أقيم الصلاة أقيم الصلاة ما قال صلي أقيم الصلاة لأن إقامة الصلاة تحتاج إلى طهارة بدن طهارة ثوب طهارة مكان وقت معين مكان معين وتقف بين يدي الله تتكلم معه وقد نصب وجهه الكريم إليك وأنت بين يديه ثم تبكي تبكي وتسجد وترك وواء ويأتي الظهر والعاصر المغفو العشاء حلقا من حلق الاتصال بالله عز وجل أين الوقت الذي تعصي الله فيه ماذا الصلاة وعلل لذلك بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المكر بما توجده من طاقة النور في القلب البشرية لأن أكبر مولد للنور أكبر من الصيام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر ثالثا ولذكر الله أكبر أي مما سبق فالتأثير على النفس في الحفاظ على قلب العبد حتى لا يزل ولا يسقط والدليل عندنا نقول من منكم يذكر الله ويمد يده إلى ما حرم الله يذكر الله وينكب على جريم يفعله لا يتأتى أبدا ما يقع على المعصية إلا في حال نسيانه لله وعدم ذكره لله فلهذا من لازم الذكر ما يستطيع أن يقع فيه سيء أبدا بقلبه ولسانه بشروط الذكر القلب مع اللسان وأخيرا قال والله يعلم ما تصنعون هذه المراقبة والله بما تعملون خبير إذن مراقبة الله العصم الكامل الذي يراقب الله ما يزجر ما يزغط ما يزغط ما يكذب ما يفجر ما يتواجب أبدا لأنه مع الله كيف أنت مع الله وتعصيه ما تستطيع أنت تمشي بين حراس خمس ستة بوليس تستطيع تسرق أنت بينهم ها تقوم تسب وتشتم وتضرب أحد من المارة وأنت بينهم ما تستطيع محروس هو الذيك والله أكبر والله يعلم ما تصنعون هي أصل نعمة ما أضغمت المين فيه نعمة شيء عظيم هكذا هي نعمة هي أصل نعمة ما هذا سكنت المين وأدخلت فيه فقال فكانت نعمة أعرف فيها قراءة واحدة نعمة نعمة ما سكن المين الأولى نعمة ما هذه والآن معنى الآيتين الكلمتين من التفسير قال بعد ما دعا تعالى عباده إلى الإنفاق في الآية السابقة أخبر تعالى أنه يعلم ما ينفقه عباده فإن كان المنفق جيدا صالحا يعلمه ويجذبه وإن كان خبيثا رذيئا يعلمه ويجذبه يجذبه وقال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإن كان مبتغا به وجه الله ومن جيد المال فسوف يكفر به السيئات ويفع به الدرجات وما كان رذيئا ونذرا لغير الله تعالى فإن أهله ظالمون وسيحرمون أجر نفقاتهم ونذورهم لغير الله تعالى ولا يجدون من يثيبهم على شيء منها لأنهم ظالمون فيها حيث وضعوها في غير موضعها وما للظالمين من أنصار قال وأما الآية الثانية فقد أعلم تعالى عباده المؤمنين أن ما ينفقونه لوجهه ومن طيب أموالهم علن وجهر هو مال رابح ونفق مقبولا يثاب عليها صاحبها إلا أن ما يكون من ذلك من تلك النفقات سر ويوضع في أيد الفقراء يكون خيرا لصاحبه لبعده عن شائبة الرياء والإكرام والإكرام الفقراء وعدم تعريضهم للمذلة تصدق عليهم وأنه تعالى يكفر عن المنفقين سيئاتهم بصدقاتهم وأخبر أنه عليم بأعمالهم فكان هذا تطمينا لهم على الحصول على أجور صدقاتهم وسيعمالهم الصالحة حداية الآيتين أذكر أولا الترغيب في الصدقات ولو قلت لأنه قال من نفق الترغيب في الصدقات ولو قلت والتحذير من الرياء فيها وإخراجها من رديء الأموال وخبيثها ثانيا جواز إظهار الصدقات عند سلامتها من الرياء ثالثا فضل صدقة السر وعظم أجرها وفي الحديث الصحيح هراجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه في سبعة بجال ونزع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم مؤمن تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه أعوذ بالله من الشيطان رجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تضمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم احزنون أين هؤلاء مضوا هل حلف الزمان ألا يأتي النبي مثلهم الجواب لا يوجدون إن شاء الله هيا نتدارس هذه الآيات الطيبات المباركات من القائل ليس عليك هداهم من المخاطب بهذا كلام رسول الله صلى الله هل أمته معه هي وربك عبر ليس عليك هداهم لما هذه الآية لها سبب في نزولها وإذا عرف السبب اطلح المعنى أكثر أولا يوجد من اليهود ممن بينهم وبين أهل المدينة أرحام ومصاهرة ومصادقة ويوجد أيضا من المشركين من هم أيضا أقالب للمؤمنين وحسبنا أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جاءتها أمها من مكة وهي أم شركة وكانت ترغى في أن تساعدها ابنتها أسماء إذن فاستشارت رسول الله عليه السلام فقال لا صلي أمك فأعطتها ما شاء الله أن تعطيها فلما تحرج المسلمون في الصدق على الكفار من يهود أو من مشركين من إخوانهم وأقالبهم أنزل الله هذا البيان الشافي ليس عليك هدأهم أيها المتصدق كونك لا تتصدق إلا على مؤمن ولا تتصدق على فقير كافر كتابيا أو غير كتابي فالهداية بيد الله ليس بيدك إذن فأذن لنا أن نتصدق على فقراء الكفار الذين يسكنون معنا ونشاهد فقرهم وحاجتهم ونحن في غناء عما نعطيهم هي والأمر كما علمتم لم ينسخ يجوز للمؤمن أو المؤمن أن يتصدق على المشرك إذا كان فقيرا محتاجا إلى سد حاجته وأما هدايته فبيد الله ليس لك أنت حتى تمنع الصدق عنه هذا أضيف إليه أن الصدق التي يجوز التصدق بها على الكافرين هي صدقة التطوع هي صدقة التطوع وليس هي الصدقة الواجبة الصدقة الواجبة الزكوات كلها واجبة فلا يصح أن تعطي كافرا من زكاة مالك درهما ولدنا لما لأنها حق فقراء المسلمين فليست حقك أنت فتعطيها لمن تشاء هذا المال الذي أعطاك الله فرض عليك 2.5% لعباده الفقراء فلا حق لك أن تعطي يهو لغير المؤمنين ماه مالك المال الذي هو بيدك وليس لله تصد على الفقراء والمساكين أعيدوا واحفظوا وبلغوا أن الزكاة الواجب على المؤمن لا يصح أن يخرج منها للفقراء والمساكين الكافرين لماذا لأن هذا حق الله للفقراء والمساكين من أين لك أن تتصرف فيه أنت نوع مالك وجب هذا القدر من المال في مالك الصامت أو الناطق فليس من حقك أن تعطيه من تشعنت هذا بيّن الله تعالى مصارفه الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفرقاب والغاومين وفي سبيل الله وابن السبيل على أن يكون هؤلاء مؤمنين ليسوا بكافعين واختلف في صدقات الفطر زكاة الفطر فمن رأى أنها فرض واجب منع أن تعطى لفقار اليهود والنصار والكافعين ومن رأى أنها ليست بفرض كأبي حنيفة يقول يجوز أن تعطى لفقراء أهل كتاب وغيرهم وحديث ابن عمر في الموقع فرض رسول الله صلى الله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شهير الحديث كلمة فرض هذه توقف الإنسان عند حده إذا عرفنا أنه يجوز التصدق على الفقراء المساكين الكافرين إيه والله وهذه الآية هي الدليل ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء من شاء الله هداية وهداه أنت لا استطيع أن تهديه كأن تقول لو اسمع إن تسلم الآن وتدخ في الإسلام أكسوك أشتري لك بغلة أو سيارة تبات ليس هذا لك وإنما قد يعترض علينا بكلام سبق لنا أن قلناه وهو إذا كنت في بلد لا تقام في حدود الله كشاء العالم الإسلامي باستثناء هذه الضيار وأخوك ما يصلي عمتك لا تصلي جارك لا يصلي وهم فقر لو كان هنا نقول يجب أن تعلم الهيعة وأن تنقل إليهم حتى يصل رغم أنوثهم أو يقتل لكن ما دام الحدود لا تقام ولا أم بمعه فلنيع موكر أقول قل لأخيك إن تصلي أعطيك يا فلان إن تقيم الصلاة إن شاء الله أعطيك من الزكاة ومن الصلاة فهذا لا باس لأنه مؤمن لكن فاسق أو جاهل فإن فإن أنت قلت لو نعم الزكاة لا تصح لغير المصلي صلي ونعطيك لا باس أن تقول أصلي وأعطيك حتى يصلي لأنك لا سلطان لك عليه وهو ما هو بكافر بالصلاة مؤمن بها لكن التقليد الأعمى والكسل والجهل جعله ما يصلي فإن أنت قلت واسمع يا جاري أنت فقير ولن زكاة ولكن لا تصح لتارك الصلاة إن صليت إن شاء الله لك نصيبك مع إخواننا هذا القول قلناه مرات وهو إن شاء الله من الصواب بمكانه لكن ما قلوا في المملكة الذي يقول إن ابن ما يصلي أو موتي نقول يجب أن تبلغ الهيئة وحراما تسكت فضلا أن تعطيه الزكاة أو لا تعطيه يجب أن يصلي لكن بلاد ما في حكم إسلامي ما يستجيبون لك تبلغ به الشرطي يقول اذهب كذا ما يسمعون لك إذن إذن ليس عليك هداهم هذه الآية نازلت في الصحابة لما تحرجوا هل يعطون الصدقات للفقراء من اليهود جيرانهم ومن المشركين والكفاء وإلى لا لما تحرجوا أزال الله الحرج والضيق في القضية وأذن لهم وقال ليس عليك أوداهم ولكن الله يهدي من يشاء من هم الذين يشاء الله هدايتهم دائما أنبه إلى أن الذي يرغب في الهداية ويطلبها ويطبح بين يدي الله ويبكي بين يسلو لا يحرمه الله الهداية الذي يقرع باب الله أرب تب علي أرب وحمني رب يهديني هذا الذي يهديه الله أما المعرض الذي يعطي دبراه ولا يلتفت إلى الله ولا يسأله ولا يرغب في الهداية لن يهد هذا البيان نافع بإذن الله فالذي يقبل يا رب يا رب يهديني يا رب يهديني هذا يشاء الله هداية وحاش لله أن تطلبه ويهدك في الهداية ومن أعرض أعرض الله عنه هكذا نفهم مشيئة الله في باب الهداية ولكن الله يهدي من يشاء هدايته فإذا شاء هدايته جعله يطلب الهدا ويقع أبوابها ويسأل عنها إذن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم هذه فاصلة أخرى أنت لما تعطي الفقير يهودي أو كافر أو كذا ما أعطيت أعطيت لنفسك افهم هذا وما تنفق من خير مطلق خير ما ولا طعام ولا شراب ولا فلأنفسكم أنتم الذين تستفيدونه وتدخيرونه ويسجل لكم عند الله وتحاسبون به وتجزونه لا تفهم أنك إذا أعطيت لك ما تثاب عليه لا ثوابك وافي وكامل أنت ما أعطيت إلا لنفسك هذا الواقع وما تنفق من خير فلأنفسكم عرفتم أنك إذا تصدقت على فقه ومسكين لا تفهم أنه الذي انتفع أنت الذي انتفعت أو يأكلها وتنتهي أما أنت تسجل لك وتضاعف حسناتك بها ويزاد فيها هذا إخبار الله تعالى وما تنفقون وما تنفق من خير فلأنفسكم لا أوليك الفقه والمساكين لأنفسكم أنتم وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله تعليم اسمعوا يا عباد الله لا ينفق أن أحدكم نفقا صغير وكبير إلا وهو يريد وجه الله بها لا الوطن ولا القرابة ولا الصيلة ولا الطمع ولا الشكر ولا الثناء لا ينفق إلا طلبا لرضى الله عز وجل يجب هذا ومن أنفق نفقة ليمدح ليثنى عليه ليقبل على سلعته ليشكى بين الناس هذه ولو كانت قناطير والله لا تزن حسن واحدا ما أراد بها وجه الله مص كامل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي طالبا لوجه الله ليقبل عليك إذن الصدقة الواجبة أو صدقة التطو يجب أن يكون المراد بها طالب أرد الله عنك أما إن اختفت في صدقتك أدنى التفات لا غير الله بطلت ولو كانت قناطير هذا تعليم الله وإلا هل استفاد منه المؤمن إينا الذين عرفوا استفادوا ينفق النافق ولا يريد أن يسمع بأحد أو يطلع علي أحد لا يريد إلا أن يغضى الله عنه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا طالبا وما تنفقوا من خير الماء الطعام الشراب اللباس قل ما شئت في كلمة خير حتى الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صداقة لابتسام في وجه الفقير صداقة إذن كلمة خير منكرة لتشمل كل ما ينفع وما تنفقوا من خير يوف كاملا الحسن بعشرة يوف إليكم والحال أنكم لا تظلمون قرام واحد ولا حسن لو أنفقت مليار لا تخاف أن تحرم ثواب درهم واحد لا يظلم الله عبده بأن ينقص من حسناته أبدا ما دام قد أنفق لله لا لغيره فالله عز وجل لا يبخس شيئا مما أنفق هذا واضح الدلال وما تنفقوا من خير وف إليكم والحال أنكم لا تضلمون بنقص حسن ولا بزيادة سيئة عدالة الله عز وجل اقتضت هذا لا تفهم أنه يزاد عليك حسن يزاد عليك سيئ ما فعلت أو ينقص من حسناتك حسن وأنت ما تريد نقصانها لأن الله حرم الظلم على نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وحرمت على عبادي فلا تظالموا الآية الأولى هذا ما حملته من النور ليس عليك هداهم أي أولئك الفقراء الكافرين إذا احتاجوا إلى طعام أو سراب كسوة نعطيهم لا تقل ما دام كافرين ما نعطيهم لا هدايتك هدايتهم ليس لك أنت هذا لله أليس كذلك والصدق الواجب الزكاة تعطى الفقراء المساكين الكافرين لا لماذا لأن هذا حق للفقراء في ذمتك تعطيه إلى غيرهم من أين لك دابد وأن يعطى لأهله وأهم إن شاء تصدق تصدق إذن والهداية بيد الله من هو الذي يشاء الله هدايته الذي يتعرض لها يلغب يطلب يجواء أما المعرض وعرفنا أن ما نفق من خير على الفقراء والمساكين لا تفهم أنك أنفقت عليهم أنفقت على نفسك فهو لك أنت هو يأكل ويشرب ويبور ويتغوض وأنت أخذت الأجور وسجلت الحسنات في ديوانك إذن أنفقت لنفسك أنت وما تنفق من خير فلأنفسكم تنبيه آخر لابد عند الإنفاق عند الصدقة ألا تلتفت أبدا إلى غير الله لا تريد بريالك ولا ذهمك إلا وجل الله فإن أنت التفت لتحمد أو يثنى عليك أو تدفع عن نفسك المذم والعيب والعاء ضغط على مفعول صدقتك لا تعمل شيئا في نفسك بالتزكية والتطهير لأن هذه العبادات كما علمتم زادكم الله علما أن سرها أنها تزكي النفس البشرية فإن كانت فاسدة كيف تزكي لابد أن تكون صالحا الصلاة لو صليت صلاة ما أتممتها ما أديت شروطها واجبا باطلة ما معنى باطلة ما تولد الطاقة ما تزكي الصيام كذلك الجهاد كذلك الصدقة كذلك صدق ما أردت به وجل الله بطل مفعول ولم تنتج في نفسك طهار ولا صف أبدا وما تنفقوا من خير يوف إليكم هذا وعد الله ما أنفق مو من خير إلا وفه الله وياه ولا بخصه ولا قرام واحد من قناطه وأنتم لا تظلمون الآية الثانية يقول تعالى للفقاء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا فالأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق تعيفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلعافا هذا أمر آخر أنفق للفقاء ولتكن نفقاتكم للفقراء إرعوا هذا الجانب من الفقراء وهم الذين أحصروا في سبيل الله كانت هناك في مكان الدكة الآن دكة الأغوات كان مكان يقال له صفة مكان عريض لاسق بالمسجد لكن منفصل عنه يجلس فيه المهاجرون الذين جاءوا من مكة جاءوا من الطائف جاءوا من جدة هربوا من الكافرين ولحقوا بالمسلمين هؤلاء لا يستطيعون أن يخرجوا من المدينة للتجارة ولا للعمل البلاد كلها ضد المسلمين من شرق وغو وليس عندهم في المدينة ما يقومون به من أعمال فهم محصورون وإلى ما سبب إحصارهم في سبيل الله فروا بدينهم هابوا من بلاد الكفر والتعذيب والضغط والتكثير إلى بلد يأمنون فيه هؤلاء قد يكونوا في بلادهم أغنية عندهم أموال لكنهم الآن محصون ما يستطيعون أن يعودوا إلى بلادهم أبدا يقتلون هؤلاء أرغب الله تعالى المؤمنين في الإنفاق عليهم أنفقوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إحصارهم ما قتلوا أجناء وأظلموا وهربوا إليكم هؤلاء ما هربوا إلا من أجل الله عز وجل لينصوا رسوله ودينه أحصروا في سبيل الله إيمانهم تقوىهم هو الذي جعل العدو يحاربهم ويضطهدهم ويخرجهم بلادهم لا يستطيعون ضربا في الأرض الضرب في الأرض ما هو هذا يعني يمشي برجله يضرب الأرض المسافر ما يضرب الأرض كم ضرب يضرب على وجهها آلاف كل ما رفع أجله ووضع على وجه الأرض ألا لا هذا ضرب وإلى ماذا وإذا كان على فرص فأصمت ضرب الأرض وسيارته ولهذا أطلق السير في الأرض السفر على الضرب ضرب الأرض أو ضرب في الأرض وهذا الشيء عندهم في لغتهم لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون مشي لا يشرقون ولا يغربون لأن الكفار محاصرون الإسلام وأهلو في المدينة من أين لهم أن يسافر إلى الشام أو إلى العراق أو إلى كلا ما يستطيعون هؤلاء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التهفر يحسبهم الجاهل هذا الجاهل ما هو الجاهل الذي نندد به الجاهل بحالهم غير العالم بهم فقط وإن كان علي بن أبي طالب الجاهل هنا بحال القوم لا بالله ومحاب ومساخطه وشرائه هذا الجاهل ما هو مذموم كالأول يحسبهم الجاهل أغنياء بسبب التعفف لا يسألون لا يتعرضون لك لا تفهم منهم أنهم يطلبون أبدا لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف فضلا عن الإلحاف ما هو الإلحاف هذا الإلحاف ماخوذ من اللحاف تعرفون اللحاف سألوا مهاتكم التي تتلحف به ويحيط بجسمها فهذا الملحف العياذ بالله يسألك من هنا ويجي من ورائك يأتيك عن يمينك يأتيك عن شمالك يا عم ألحف إلا لا أصبح كل حاف يدور بك من كل جنباتك عجب هذا القرآن لا إله إلا الله لا يسألون الناس إلحافا ولا إلحاحا ولا إحفاءا الإلحاح معرف يلح عليه من فضلك تعطينا كذا كذا هذا الإلحاح والإحفاء أكثر يتعبك فلا إلحاحا ولا ولا إلحافا ولا إحفاء لا يسألون الناس ملحين ولا ملحفين ولا محفين ولا غير ذلك لا يسألون الناس فقد يمضي عليه اليوم الليلة ما أكل ولا شرب ولا يقول أعطني لكما ذاتهم تذكرون جن أبوه قال والله ما بي جنون ولكن بي الجوع ما نستطيع نامش قال وماذا نصنع مر بأبو بكر يا أبا بكر ما معنى قوله تعالى كذا وكذا هو ما سأله فقط لعله يقول تعالى البيت عندنا ما التفت إليه أبو بكر جاء عمر يا عمر ما المراد من كذا وكذا قال والله ما أريد أن أعرف فقط لألف تنظرهم إلي ما التفت إليه جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ما إن نظر إليه وتفرس فيه الحالة عافوا بسيما قال أبو هير امشي ورائي قال فما شيء طواء هنا نعرف أننا ما نحن بشيء ولا نعد شيئا أبدا دخل مع رسول الله إلى حجرة جلس دخل رسول هل عندكم شيء قالوا أهدان فلان لبن لا تم لا زبدا لا خوب أحد الأنصار أهدان لبن قدح لبن أين هو هاتو أبو هيرا أخج أدعو أهل الصفة ماذا نشرب الآن كانوا ثلاثين واحدا ناولهم أبو هيرا يعطيه القدح سمي الله واشرب ياشرب ياشرب أعطيه الثاني سمي الله واشرب ثلاثين واحدا قال قلت في نفسي والله ما يبقى لي شيء كيف ثم ثم قال أبو هيرا شرب قال شربت 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 تظلعت تظلعت فقلت لم يبقى له مجال يا رسول الله هذه أمنا الصديقة عائشة الحبيبة أم المؤمنين تقول كان يمضي علينا الشهر والشهران الهلال والهلالان لا يوقت في بيت رسولنا النار وإنما كان طعامنا التمر واللبن ولما اتسعت الحال ورزقهم الله فتح عليهم بعث لها معاوية رضي الله عنه خليفة المسلمين بعث لها بكذا ألف درهم في الضا وكانت صائمة فقالت لمولاتها وزعي فظلت تلك المولات كالديدبان من بيت إلى بيت توزع الدراهم وجاء الليل وأذن المغرب فقدمت لها خبزا حابا بلا مق فقالت آه يا فلانا لو اشتريت لنا بذرهم زيت نأكل به الخبز أين نحن ولا نحمد الله ولا نثني عليه ولا نبكي بين يديه ولا ولا لا إله إلا الله إننا هابطون كنا في علياء السماء نسام الملائكة فهبطنا إلى الأرض كالحيوانات نأكل ونشرب ونلبس ونركب ونطيع في السماء وقل منا من يقول الحمد لله في صدق ونسرق ونسرق ونأكل ربا ونكذب ونغش ونقدع ونمنع الحقوق ونمنع حتى الزكاة كيف نعلم وهؤلاء المحاصرون في سبيل الله لا يستطيعون غربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعريفهم أيها السامع بسيماهم والسيما العلامة قال تعالى في أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة لو تفتح التوراة صفحة بعد أخرى والله لوجدت هذا الوصف لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أما في الإنجيل لو تقرأ الإنجيل الصحيح إنجيل لوقة لو وجدت هذا الوصف بالحرف الواحد ومثل في الإنجيل كزارين خرجت حطأ فآظر فاستغلر فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيذ بهم الكفار وأغاض بهم الكفار من النجوس والمشركين واليهود والنصر سيمام من السيمة إن كنت من ذوي البصائر إذا نظرت إلى أخيك وهو جائع أو عطشان أو كذا تستطيع تتفرس به ذلك الطبيب ينظر إلى الشخص يعرف المرض فذو البصيرة إذا نظر إلى المؤمن يعرف أنه محتاج في علامات خاصة تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف لا يلحون ولا يسألون وهنا أفتل إمام أحمد وغيره أنه يجوز للمؤمن إذا لم يتغدى وجاع أو يتعش وجاع له أن يقول أي فلان ما تغديت يعطيه قوص عيش أو حفن التمر أو فلان ما تعشيت أو مضى علي يوم ما أكلت لا بأس إن كان صادقا يجوز هذا لإحياء نفسه وليبقى على عبادة الله عز وجل أما يطلب لي يد خير ويوفع لا أبدا لا يحل هذا قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم عليم أيما نفق تنفقها لا تفهم أنها تخفى عن الله وما يجزيك بها ولا يثيبك عليها لا أبدا والله ما يخفى عليه درهم واحد تنفقه في الليل أو في النهار في الجحدة في العلانية لا تفهم أنك إذا ما علنت نفقتك لا يعبها الله طمأننا أننا ما نفعل من خير فهو تعالى به عليم أفضل من عالم ويجزي به أوفى الجزاء وأوفاه إذ قال يوفى إليكم وأنتم لا طلمون فالمؤمن فالمؤمن مطمئن النفس هذه البال إذا أخرج درهمه أو قوصه مطمئن إلى أن الله عرفه وعلمه وهو الذي أعانه على ذلك وأنفقه ويثيبه عليه سبحان الله هذا القرآن إذا لم ندرس هذه الدراسة في العالم الإسلامي ونعيش عليه نكمل والله ما نكمل طريق كمالنا أغلقناه إن صرفنا عنه كيف شخص عاش ربعين سنة خمسين سنة ما سمع هذا الكلام كيف يتعلم كيف يكون وفيا طاهرا نقيا يحسن إذا أعطى ويحسن إذا أخذ مستهيل هيا نتعلم كم ليلة ما بكينا هيا بنا نتعلم يا شيخ مدارسنا الآن بالميلايين أصغر بلد فيه الجامعات المدارس أي تعليم هذا تنادي به أنت أين آثار ذلك العلم أين مظاهره في الآداب والأخلاق في العدل والرحمة في الصدق والوفاء في الطهر والصفاء أين آثار ذلك العلم وجوده كعدمه لما لأنه ما أريد به وجه الله ما أريد به وجه الله فلن يثمر ما يكون لله أريد به الدنيا والحياة الدنيا حتى البنت تعلمي يا بنت لمستقبلك هذه بنت مستقبلها مظمون بإذن الله ما دامت في حجي أبيا هو الكفير زوجها زوجه هو الكفير الضامن ولدت أولادها الضامنون أي مستقبل يا بابا يبعث بها تتعلم كيف تعبد الله كيف تستحي كيف تطيع زوجها كيف تربي أولدها للمستقبل آل وظيفة وزاحم النساء ورجال في الوظيفة تبهتم لا إله إلا الله ماذا أصابنا آل جهل هيا بنا نزيل هذا الجهل نحتاج إلى مليارات الدولارات نحتاج إلى لا 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 والله هو الريال واحد نؤمن ونحقق إيماننا كيف الطريق اسمعوا كتبنا هذا وعلمنا وصحنا فيه وضحكوا عنا وسخروا منا وسهزأوا بنا وحسبنا الله ولا نترك هذا ما هو الطريق إلى أن يتعلم المسلمون ليكملوا ويسعدوا يطيب ويطهو تتحقق ولاية الله لهم ينتفن بينهم الأمراض الحسد والغل والغيش والكف والفدى والبدع والضلال الطريق نقتدي باليهود والنصالى أغلق الساعة السادسة أغلق الدكان أغلق المقهى أغلق المطعم اغلق المسحات من يدك يا فلاة اغلق القلم يا كاتب اغلق المرزب يا حداد يا صانع اغتسلوا تطهروا توضأوا واحملوا بناتكم وأولادكم ونساكم إلى بيوت ربكم فقط ما يؤذن المغرب إلا والقارية ما يوجد فيها رجل ولا مرأة ولا ولد خارج المسجد الأحياء في المدن الحي بني فلان الحي الفلان رقم ستة رقم عشرة إذا أذن المغرب لا تجد في الحي رجلا ولا مرأة في الشعر ولا في البيت كلهم في بيت الربي شرف هذا ولا لا بيت والرب ولا لا يصلون المغرب كما صلينا ويجلسون كما نحن جالسون النساء وراء الستارة ومكبرات الصوت بينهن والأولاد بيننا ونحن نتعلم الكتاب والحكمة كتعلمنا هذا وكل ليلة وطول العام وعلى مدى حياتنا هل يبقى والحال هكذا جاهل أو جاهلة والله ما يبقى لا نكتب ولا نقرأ كما كان أصحاب الرسول نتلقى الكتاب والحكمة بأسماعنا ونفتعل به في نفوسنا ونحوله إلى آيات النور والهداية بيننا هذا يكلف المسلمين شيئا يعني أسألكم بالله وأما عوائده والله فوق ما تتصور أقسم بالله إن ميزانية الدولة لا يكتفى بنصفها إذا أقبلنا على الله وينتهي الفقر والخلف والكذب والغش والخداع والتكالب على الدنيا ونصبح أشباه الملائكة في الأرض تسودنا الرحمة والصفاء والمودة والإخاء والحب والطهو والصلاة ما المانع أن نفعل هذا لا ندري ممكن اليهود ونصار ما يقبلون هم ما يقبلون قطعا لو يشاهدون هذه الأنواف ما يطيقون لكن دائما نمد أعناقنا لهم يذبحون هل عرفتم كيف يزول الجهل في غير هذا الطريق ما فيه ما جربتم مدارسكم وأخيرا يقول تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية أبو بكر فعل هذا علي فعل هذا من يفعل منكم هذا لينطبق عليه هذا النفذ سهل ستصدق بعشر ريال في النهار عشر ريال في الليل ستصدق بعشر ريال أمام الناس علانية ستصدق بعشر في الخفاء أربع مرات فقط أو صعب هذا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية والمقصود هو أنهم ينفقون دائما ما ينتظرون العام الفلاني والشهر الفلاني وكذا أو حتى يطلع النهار أو حتى يجي الليل لا 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 هذه حالهم بالليل والنهار سر وعلانية حسب الحاجة هؤلاء يقول تعالى فلهم آجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفى الخوف عنهم في الدنيا وفي البرزق وفي الآخرة ونفى الحزن عنهم والله كذلك أهل هذا الإيمان هذا الطوى يحزنون هل كان أبوه حازين والله ما كان حازين آبدا جاء تألم وقلبه منفتح وهو ينظر رحمة الله هذا وعد الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سيرا وعلانية على من ينفقونها على الفقهاء والمساكين كافرين ومؤمنين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله لا يخافون كما يخاف غيرهم ولا يحزنون كما يحزن غيرهم لصيلتهم بالله وولايتهم المتأكدة لله فهم في ذلك دائما مطمئنون لا يخافون ولا يحزنون عندما يخاف غيرهم يحزن يقول تعالى الذين يأكلون الرباء ما له ما هو هذا الرباء ما ما الرباء هذا يأكلونه كما يأكلون اللحم الخبز لا رفض الأكل يطلق ويراد به التعامل يشتري به سيارة يشتري به ثوب يشتري به بطيخ مطلق وإنما يطلق الأكل لأنه الغالب فقط الذين يأكلون الرباء ما هو الرباء هذا الرباء له صورتان واحفظوا الأولى ربى النسيئة أو النسيئة خفف والثاني ربى الفضل بضاد لا بضا ربى الفضل الرباء نوعان ما هما ربى النسيئة وربى الفضل وحرام على من هو حاضر ولا يحفظ هذا كلام آثم نوعان ربى ما هما النسيئة والفضل تعجز على أن تقول النسيئة والفضل وإذا تغنب ليلة تغنب عشرين كلمة هذا جربناه يصلي وراء الإمام خمسين سنة ما يحفظ الفاتحة خمسين سنة ويصلي يقع ليلة في قوش ليلة فيهم تبت يداي هبي لهبي تبهتم ويسمع عغني يمن عاهرة يأتي بنفس اللحم والصغر لعلي واهم إياكم أن تفهموا أن هذا الشيخ الذي يودعكم في أخر أيام أنه يكذب في مسجد رصم إياكم أن تفهم هذا الفهم إذن وهذه أم الفضل أم عبدال بن عباس قال صليت وراء رسول الله فقرأ في صلاة المغرب بالموصلات عرفة فحفظتها ايتيني بأذكى الناس اليوم يسمع والموصلات ويعيد ويحفظها أعطيك مليار دولار صليت صلاة المغرب وراء رسول الله صلى عليه وسلم فقرأ بالموصلات عرفة فحفظتها إذن تعرفون وضعنا ولا وكم من شبيبتنا وشاباتنا يتغنون بأغاني العهل والباطل ويحفظونا بنفس الألحان ولا يحفظ لك صوة الموصلات ولا والعاديات ما السر ما فيه السر يعني ما عندنا إلا الأسرار ما سر ذلك تعلق قلبها بربها وبكلامه وأحبت أن يغمرها نوح فأصبحت كلها متهيئة فحفظت والذي غمره حب الزناء والفجر والباطل ما إن يسمع ذلك الصوت حتى يمل قلبه ويفيذ على لسانه وحواسيه رب النسيئة ما هو عند العرب قبل نزول القرآن وبعد أن نزل لي على الشيخ عدنان خمسين ألف ريال أجلها الموسم إما حصاد وإما جداد تمر وإما حج موسم لما يأتي الموسم وما يستطيع يقول يا شيخ أخرني وزد برضاه أجلني موسم أخوزي هذا رب النسيئة قلت وغضب الناس وقالوا كيف يقول رب الجاهلي أفضل من رب البنوك والله لا رب الجاهلي أفضل من رب البنوك ما يفهمون ويقولون رب الجاهلي ما هو أن تأتي إلى غني تقول أقرضني ألف أو ألفين إلى الموسم إلى شهرين إلى ستة إلى عام يقرضك فإن جاء الموعد وأنت الصدوق وأنت صاحب المرؤة والشامة وما وجدت المال ماذا تهرب تأتي معتذرا وتقول أخرني سنوقع وزد علي بعضا هذا رب الجاهلي ولا لا رب البنوك من أول ساعة كم تريد عشر ألاف سجع لها 11 ألف وعطيل العشرة عاجلا وإلا آجلا أيهما أفضل رب الجاهلي أفضل قطعا وطلب عشر ألاف يعطيه تسعة ونصف مثلا هي هي وإذا تأخر مرة ثانية يزيد نسبة مئوية هذا ذربا ذربا وضع بني عمنا اليهود حذاق تبات لأنهم يعبدون الدنار ولا تلومهم يريدون أن يسودوا الآلم ويحكم البشرية كلها فكل ما يبذلون ويحتألون ما هو بشيء كبير أو ما فهمتم هذا يريدون أن يسودوا العالم بأسري لأنهم شعب الله المختار كما يزعمون يريدون مملكة سليمان التي ملك الشرق والغرب يريدون أن يعتزوا ويسودوا وهم كما يقول أبناء الله وأحباه فيبذلون كل ما يستطعون بذله فيضعون هذه الحيل العجب لعل يواهم اسألوا المؤرخين من صنع البنوك بأنظمتها أهل يهود وإن كان جنسية بريطاني وهو يهودي والله عز وجل ندد بهم في القرآن ولل الذين ويأكلون وبام صورة النساء في غير ما آية والمقصود اليهود عرفتم ريبا النساء أولا تعطي لأخيك عشر خمسة يتأخر ما يدفع تزيد عليه ريبا الفضل هو فقط أن تبيع ريبا ريبا بآخر بزيادة تبات أو إلى أجل تبيع تمر بتمر وتعطي عشر قناط طول عطيم خمسة عشر مثلا لأن تمر برني أو عجوة وأنت تمر دقل ما يجوز تعطيه مثلا ميات ريال سعودي وتقول أعطينا ميات وعشر ما يجوز وهكذا ريبا الفضل في الذهب والفضة والطعام والملح والطعام هو التمر والشعير والبر هذه الأطعيمة ما يجوز التفاضل فيها شعير صعب قنطا بقنطا قمح قنطا بقنطا لما قنطا زيادة ريالات ألف ريال بألف ريال لما ألف زيادة بأي حجة إذا اختلفت الأجناس قال صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم تبيع قنطا طمع بعشا قمح حسب حاجتك وظروف الناس تبيع مثلا قنطا ملح بقنطا قمح هذا شرط أن يكون في المجلس الواعد يدن بيد هذا الشرط لا بد منه فإذا اختلفت نجناس بيعوا كيف شئتم في الزيادة والنقص لكن لا بد أن يكون في مجلس واحد هذا ربا الفضل ولا ربا سوى هذين النوعين ربا النسية وربا الفضل فقط اللحوم ما فيها تبيع بقرة باثنتين لأنهما أقل منها شحم ولحم مثلا لكن الذهب والفض والقمح والشعير والملح والتمر وما قيس عليه ماء مثل ما هو مدخر ومطعوم كالذورة مثلا أو أي حبوب أخرى الآن لما سمعتم هذا الكلام للذين يأكلون ربا عرفتم ما هو ربا ولا لا بنوعه ما في نوع ذلك الذين يأكلون الربا ما لهم قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون الآن من بيوتهم لا من على مكاتبهم وإن كان بعض العلم فهم هذا هذا المراد لا يقومون من قبورهم لأن الساعة ستات وسوف ينفخ الله الأرواح في أبدين خلقها وهيئها تقوم البشرية أصحاب رباء أولا بطونهم كالخيام أنظر هذا المرابي صاحب هذا البنك ثانيا يقوم ويوقع يمشي خطوطين ويمص ريع إلى أن ينتهي الموقف هو في هذا البلاء لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس فلان به مسجنون متعفون الصارعاء يصع وهذا واضح للعاب الذات يشاهدونه هذه محنة الصارع يصاب بها بسببها ماذا الجن يمسه في قلبه في تيارات دمعه ينصر هذه حال آكل الرباء إذا لم يتوبوا وماتوا وهم على ذلك الذين يأكلون الرباء ما لهم يا ربي لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ما سبب أكلهم الرباء يا ربي قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء إنما البيع أي مفرق بينهما الآن يقولون كاتجارة تشري القنطاب عشرين ريال ممكن يباع بأربعين هذه الكلمة قالها أهل الجهل تبهت ولا لا قالوا إنما البيع مثل ريبة البيع ما تشتيه بعير بألف وتبيع بألفين حسب الأسواق تشريقا طار القمح بعشر يلات وتبيع بعشرين حيث الصوق كذلك قالوا ريبة مثل ذلك فأبطل الله دعوهم وقال وأحل الله البيع وحرم الرباء البيع أذن الله فيه وأحله وحلل عقده وأما الرباء ما زال محظورا حرام لأن الرباء يمنع التعاون والإيخاء والمودة والرحمة والصدق كل هذا انتهت مع الرباء فلهذا حرمه الله عز وجل لا لأنه أذية موم وأكل ماله بدون حق بدون عوض إلا بالتأخير فقط لماذا تؤخره ويؤخرك ثم قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى أيها المستمعون والمستمعات من الليلة جاءتكم موعظة ولا لا أمر ونهي إلهي فمن تاب الليلة كل ما أخذه وأكله حلال يأكلوا وتصدق وإن شاء يعزمنا على مشوي تبهتم لأنه تاب تبهتم فمن فمن جاءوا موعظة وفتها فله ما سلف كله ما أقول رجعوا للناس وابحث عنهم يكفيك التوبة وأمره إلى الله إلي من أمره إلى الله إن شاء واخذ وإن شاء عذى والظاهر أنه يعف ويغفر وإنما فقط يبقى الباب مبتوح لترتعد النفس وتضطرب ما يطمئن يضحك تبهت يجب أن يتوب بالبكاء والدموع والاستغفار وفعل الخيرات ومن عاد فأولئك البعداء أصحاب النار هم فيها خالدون هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب أو كلام الصوفية خرافة هذا كلام الله عز وجل من يعقب ومن عاد ورجع بعد أن تاب فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فلهذا لن تجد عبدا عاف وبكى والطرح بين يدي الله وترك ثم يعود لن يعود قال لما يعود ومن عاد باب السجن مفتوح فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هل هذا هذا كلام ما يفهمه المسلمون يعني لو قارعوه وتردراص ما يفهمون يفهمون لو فهموه يعملون ربا الله ما يفهمون لكن آل الجهل الظلماء فالماشي في الظلام يتقبص ما يسلم أبدا من العطر والهلاك هيا نعود إلى دراسة كتاب الله كيف موجود الجامعات المدارس يا شيخ لا نريد أن نصدق ربنا في إيمان نبيه وبلقائي ونعم بيوته بنسائنا وأطفالنا كل ليلة وطول العام اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة ذهبوا إلى المقاهي إلى المراقص إلى المقاصف إلى دوء الله إلى العهري ونحن أين نذهب بيوت ربي الله أكبر الله أكبر ارتفعنا سمونا نذهب إلى بيوت ربي لتلقي الكتاب والحكمة لتزكية نفوسنا تهذيب أخلاقنا سمو آدابنا والعدو يذهب إلى العهري والباطل والشرف فسأل أنهى لهذا العدو أن يعلو فوقنا أو ينال من كرامتنا والله ما كان لا تفهموا أن هذه العودة نبقى هكذا وهكذا والله لنرتفع لنسود البشرية كلها وبلا شيء فقط بالعودة إلى بيوت ربي فتستقيم العقائد والآدام ونأخلاق ونرتفع وحينئذين إذا قلنا الله أكبر رددها العالم الإسلامي لا شك أن هذا الدرس ممكن يصل إلى اليهود هو القسس ويحتفلون ويهتمون أما نحن ولا يدخل هنا ويخرج من غير مهم لأن لهم أمل أن يعملوا ولا لا ونحن لا آيسون إنا لله وإنا لأجون هيا نعيد هذه الآية العظيمة أطول الآيتين يقول تعالى الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمه لله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها قالوا آية الآية الثانية قال يمحق الله الرداء يسحق يمحو لا بركة فيه أبدا ويربي الصدقات الصدقات يربيها ينميها يرفعها حتى تربو كالجبال والضرابي هذا وعد ممن من القادر على أن يعطيها ولا لا يمحق الله الرباء لا يبارك فيه أبدا أولا أي بارك في مال تدخل به النار أي تبارك هذا مال لا يطيب نفسك ولا يزكي روحك ولا تشعب لذالة الحياة في هذا مسحوق هذا والصدق ينميها الله كما أخبر رسول الله عز وجل إذا تصدق المتصدق بصدقة وقعت في كف الرحمن عز وجل فيربيها له كما يربي أحدنا مهره بن فرصه فيربي الصدقات والختام والله لا يحب كل كفار أثيم كفار جعود للنعم يجهد الله وشرعه وقوانينه وما دعا إليه وما أمر به يتنكر له هو أثيم مغموس في الآثام من إثم إلى آخر من زل إلى زل خبط تعفنة يحبه الله والله ما يحبه وأنت تحبه والله ما تحبه أنت فيكم من يحب كل كفار أعوذ بالله يحب من هو مثله في الخبط وأخيرا الطابع الأخير لكم أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات اسمع هذا البيان إن الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا أهم يحزنون الحمد لله الحمد لله اللهم اجعلنا منه الحمد لله أعيد هذا البيان إن الذين آمنوا وعاملوا وعاملوا الصالحات وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء أولياء الله ما هم أعدأه أعوذ بالله من الشيطان لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما توجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا نداء الله عز وجل موجه إلينا بوصفنا مؤمنين وكوننا مؤمنين هذا يؤهلنا لأن ينادينا ربنا تعالى لأن المؤمنين أحياء يسمعون ويعون ويقدرون على أن يمتثل الأمر والنهي وذلك لحياتهم بإيمانهم أما الكافرون فلا ينادون بمثل هذا النداء ليأمواهم أو يناهم لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون فهذه نعمة من نعم الله الحمد لله عليها وعلى غيرها من نعمه التي لا نحصيها أننا مؤمنون مؤمنون أي مصدقون به عز وجل وبعبوبيته وألوهيته وأنه رب كل شيء ومليكه مؤمنون بكتابه الذي نتلو آيه ونتدارسها ونعلم مراده تعالى منها ورجاء أن نمتثل الأمر ونجتنب النهي لنكمل ونسعد آمنا برسوله وبكافة رسوله آمنا بلقائه والوقوف بين يديه للاستنطاق والاستجواب ثم الجزاء إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك مر مر نفعل نفعل إنهى نطرق أعلم نتعلم بشر نستبشر حذر نحذر لأننا عبيدك وأنت سيدنا فلا تنادين إلا لصالحنا وبالتتبع والاستقراء لآي كتاب الله وجدنا في القرآن الكريم تسعين نداء ودرسناها بمني وفضلي هنا ثلاثة أشهر كل يوم النداء فوجدناها تدوو على تحقيق ما يلي أولا على أمره لنا باعتقاد بفعل بقول ما من شأنه إعدادنا للسعادة والكمال أو ينهانا عما من شأنه أن يخسرنا ويضيعنا ويكسبنا الشقاء والخسران أو ينادين ليبشرنا لتنشرح صدورنا وتطمئن نفوسنا ونقبل في سرعة على الصالحات وتنافس في الخيرات أو ينادينا لينذرنا من الأخطار والعواقب السوء والمدمرات والهلاك في الدنيا وفي الآخرة أو ينادينا ليعلمنا ما نحن في أمسي الحاجة إلى علمه ومعرفته هذه النداءات الإلهية التسعون نداء وقد يسر الله طبعها مرات ووزعت والله أسأل أن يحي بها موات قلوب إخواننا أَيُنَاديكَ رَبُّكَ وَلَا تُصْرِي وَلَا تَسْمَعَ لو يناديك أبوك أو ابنك ما تسمع له كيف يناديك خالقك مالكك سيدك من بيده حياتك وموتك من إليه مصيرك وأنت تعلم لا يناديك لله ولا للباطل ولا لإضاعة الوقت ولا لإرهاقك وإشقائك والله ما ينادينا إلا ليكملنا ويسعدنا إذن هيا ندرس هذه الآيات وهي مختومة بآخر آية نازلت من السماء آخر آية نزلت من الله عز وجل هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا لللمون أول آية أول آية نزلت اقرأ باسم ربك وآخر آية نزلت من ستلاف ومائتين واربعين آياء هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت ما كسبت وهم لا يا أيها الذين آمنوا نادانا ليأمرنا بتقواه إذ قال اتقوا الله كيف نتقيك يا ربي وبماذا نتقيك لو أن مؤمنا سمع هذا أو ما يعرف أربي كيف أتقيك وبماذا أتقيك بالأسوار والحصون بالجيوش الجرارة بالسواديب تحت الأرض بما نتقي الله ونحن بين يديه وفي قبضته بمن اتقيه فيقول لنا العالمون اتقوا فقط بالإيمان به وطاعة وطاعة رسوله وأنتم مؤمنون اتقوا فقط بطاعته وطاعة رسوله لا يتقى الله بشيء سوى هذا لا تعصيه لا تخرج عن طاعته فأنت آمن لا تخرج إذ لا يغضب ولا يسخط إلا على من عصاه وتمرد عنه وخرج عن طاعته وفسق عن أمره وهو عبده مملوك مملوك له يغذي يسقيه يكسوه يحفظه من شياطين الجن لو تركه لاختطفوه ثم لا يسمع لنداء ولا يمتثل أمره ولا يشتنب ناهيه ما لهذا المخلوق ما لهذا الإنسان إذن عرفنا بما نتق ربنا أي بما نتق عذابه بلاء سقط غضب ناره وجحيمه نتقي بماذا بطاعته وطاعة رسوله لا تستمر على المعصية لا تداومها وإن زلت قدمك وصاقت فافزع إليه طالبا العفو والصفح وهو كريم حليم يكفيك أن ترفع صوتك غفانك ربي وإلك المصير أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأنت تبكي يعفو يصفح يتجاوز يغفر لأنه حليم عظيم أما أن تستديم معصيته غير مبال بقدرته عليك ولا بنعمه التي أغدق عليك تكفرها وتجحدها وتواصل التمرد عليه يقول وقف تمشي يقول نم تستيقظ يقول كل لا تأكل أين يذهب بك يا عبد الله تقول أن تتمزق وتتلاشى وذلكم هو الخصران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخصران المبين إن أحدهم يلقى في عالم ما نقول في هذا العالم لا يلتقي بأب ولا أم ولا أخ ولا صديق ولا قريب ولا بعيد مليارات سنين وأفضل من هذا أن الرجل الكافر قد يوضع في تابوت صندوق من حديد ويغلق عليه ويغلق عليه ويغلق عليه ويغلق في ذلك العالم فلا يأكل ولا يشرم ولا يتكلم ولا يبسع ولا 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 وهو في الجحيم مليارات سنين إذ الحياة غير قابلة للفناء الحياة الدنيا قابلة بحسب سنة لا إذية قابلة للفناء لا يبقى شيء إلا ويتلاشى ويتمزق وها أنت تشاهد طفلك يحتلم يشب يكهل يكبر يتمزق وأما الحياة الآخرة الذي أوجد هذه أوجد الأخرى غير قابلة للفناء فأهل دار السلام لا يكبرون لا يهرمون لا يمرضون لا يشوقون لا يموتون لا ينامون غير قابلة لهذه الظواهر في حياة الدنيا الزائد الفانية هل الذي لا يعرف أوامر الله ونواهيه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه يستطيع أن يتقي الله والله ما يستطيع إذن فلا بد من الظهوريات أن يعرف عبد الله وأمت الله ما أمر الله ورسول به من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات وأن يعرف أيضا ما حرم الله وكرهه من المعتقدات والأقوال والأفعال والصفات والذوات وقفنا عند الباب هيا ندخل مغلق لا بد من العلم نكذب أنفسنا نحن مأمرون بأن نتقي ربنا حتى لا نخسر حياتنا حتى لا نلقى في عالم الشقاء أبد الآبدين بمن اتقي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم في أي شيء نطيع لا بد من معرفة ما نطيع الله ورسوله فيه أي معرفة الواجبات ومعرفة المنهيات في هذين المجالين الاعتقاد والقول والفعل والصفات وإذا ما وجدنا من يعلمنا نذهب نشرق ونغرب نسأل من هو الذي يعرف محاب الله ومكاره أو قالوا إن رجلا يقال لو فلان يوجد في جبال التبت من القارة الهندية هذا الذي يعرف ما يحب الله وما يكره والله لو آمنا حق الإيمان لمشينا حتى نجلس بين يديه ويعلمنا ما يحب ربنا لنأتيه وليعلم ما يكرى ربنا لنذره ونأتركه هذا هو الواقع لماذا يتعلم المؤمنون أشرح لكم إن مظاهر الضعف والعجز بل مظاهر الخبث والظلم والشر والفساد كلها نتيجة الجهل بالله وبمحاب ومكاره من عرف الله من علم الله خافه إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن خاف الله عامل على أن لا يخرج عن طاعته ولا يفسق عن أمره لأنه عالم أن حياته ومصيره بيد ربه كيف يجرؤ على أن يتمرد عليه ويخرج عن أمره ونعيد القول لما ما نتعلم في بيوت ربنا آل يهود والنصارى والمشركون والكافرون إذا انتهى العمل الدنيوي ودقت الساعة السادسة مساءا أوقفوا العمل كما هو مشاهد في أوروبا وأمريكا واليابان والصين ونظفوا أنفسهم ولبسوا أحسن ملابسهم وذهبوا إلى دوري الباطل المراقس المقاصف السينما الملاهي الأباطل ينفسون عن أنفسهم يروحون عنها من آثار البلاء النفسي لأنهم كالبائم لا هم لهم إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والله والباطل آيسون ورحمة الله جاهلون بالله والدار الآخرة يذهبون للترويح على أنفسهم ومصيرهم معلوم جهنم خالدين فيها أبدا يا شيخ أين جهنم هذه ما عرفت إلى الآن غدا إن شاء الله الساعة الثانية عشرة أرفع راسك لأختي يوشع الشمس وانظر إليها هذه الشمس أكبر من الأرض هذه بمليون ونصف مليون مرة وكل أهل هب وسهير وجهنم ولا شجر فيها ولا حطب نار ملتهبة لو اجتمعت البشرية كل خمسين مرة مات ست زاوية من زوايا الشمس وتسألني عن النار إذا كشطت هذه السماوات وأبعدت ثم العالم الآخر الذي لا نهاية له وإن ارتبت أغمر عينيك وضع رأسك بين ركبتيك أفكر أنت هابت أنت هابت أنت إلى أين تنتهي دلني يهي ذهنك الله إذا قولوا آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله لما ونحن الربانيون أولياه الله أهل الطريق والصراط المستقيم إذا مالت الشمس إلى الغيوم ودقت الساعة لما نتوضع في بيوتنا ونلبس أحسن ذيابنا ونأتي بنسائنا وأطفالنا إلى بيوت ربنا الساعة والساعتين نتلقى الكتاب والحكمة نزكي أنفسنا بهذه الأنوار الإلهية فنعود شباعا إلى بيوتنا لا رغبة لنا في وافر الطعام والشراب ولا هم لنا إلا أن يرضى ربنا عنا لمما عملنا هذا؟ أهل القرية في الجبل في السهل في الوادي حيثما كانوا أليس مؤمنين ويزعمون أنهم المسلمون لما يعيشون على الجهل فيستبيحون الغشة والخداعة والغيبة والنميمة والشحة والبخلة والسبة والشتمة وأمراض لا يوضاه الله لأوليائه لأنهم ما عرفوا والله ما يعلموا ما طلبوا العلم حتى يعلموا ما صدقوا حتى يصدقوا هذه حال أمتنا وقد شاهدنا ما فعل الله بنا فالشرق والغرب فالشرق والغرب وما زلنا ما أفقنا ما زالت السكرة هي هي الجهل مطبق وأعطاء الجهل مشاهدة كل ظلم كل خبث كل شر كل فسال ما رده إلى الجهل بماذا بالله وبمحاب ومصارفه كيف نتقيك يا ربنا ونحن لا نعرف الكلمة التي إذا قلناها تفرح وتضحك وإذا قلناها تصحط ولا تغضى نابد وأن نتعلم ما نحتاج المدارس الأقلام الأوراق هذا العلم الضروري فقط نتلقاه من فم المربي من وجه إلى وجهنا ونعزم على العمل في ساعته فلا نزال نتلقى الحكمة يوما بعد يوم حتى ما يبقى في قريتنا أراجل ولا مرأة لا يعرف الله ولا ما يحب ولا ما يكره هيا نعود للآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذا أولا وثانيا وقد بيّن لنا بالأمس إذ قال موعدا الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المجل يقومون من قبورهم ساعة الانتشار والخروج من الأرض حالهم كالمصاب بالصرع كلما وقف وقع كلما أفاق أو غفا هلك إذن إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء المتمسكون بالباطل أيام نزول الآيات قالوا قال الله تعالى أحل الله البيع فمن جاء فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وإن ملك مليارات وآمر إلى الله ومن عاد بعد التوبة فأولئك أصحاب النار فيها خالد يمحق الله رباوي وبالصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون بعد هذه البيانات الإلهية نادانا مرة أخيرة ماذا قال يا من علمتم وآمنتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذلوا أتركوا ما بقي من الرباء من بقي له شيء تركوا إن كنتم مؤمنين أما غير المؤمن ليس هذا من شيء يعني ما يقدر فإن كنتم حقا مؤمنين اتركوا ما بقي من الرباء لكم تخلوا عنه واتركوه إنا فإن لم تفعلوا تكبرتم وترفعتم وأبيتم أن تدعنوا لنا وتسلموا وجوهكم وقلوبكم فإن لم تفعلوا فأذنوا اعلموا أن الحرب دارت بيننا وبينكم الذي يحايب الله ينتصر معقول هذا كلام اعلموا أن الحرب قد دارت رحاها بين الرب تبارك وتعالى وبين العصات من عباده فأذنوا بحرب من الله ورسوله كلمة ورسوله الرسول ومن ينوب منابه من الأيم والحكام إذا رأوا من يستحل الرباء يستتيبونه ثلاث أيام إن لم يتب قتله نياب عن الله من عرفوا أنه يتعاطى الرباء يستتيبونه بالضرب حتى يتوب أما إذا استحله ارتد وكفر مستحل رباء كافر والذي يقول هو حرام ويفعله عاصي فاسق يستتاب ويربع أما الذي ينكر شرع الله مرتد إيمان فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أنا را بيت خمسين رجلا في قريتنا لي على كل واحد عشرين ألف منها خمسة عشر مالي رأس مالي وخمسة ألاف رباء ماذا نصنع؟ قال لي ربي عز وجل خذ رأس مالك وترك الباقي يا جماعة رد علي خمسة عشر خمسة عشر فقط وخمسة ألاف التي كانت فوائد ربوية تركناها لله أمرني ربي أعلمهم راسلهم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون بأن تزيدوا ريال واحد لا حق لكم فيه ولا ينقص من أصمالكم ريال واحد أيضا تستردوا كما هو لا تظلمون من داينتمهم بالرباء ولا يظلمونكم يأخذون من أصمالكم ولا ريال واحد وإن فرضنا وإن كان ذو عسرا دنته واستدان منك وفي ذمتي عشرون ألفا وما استطاع أن يسدد شيئا لا يملك دينار ولا درهم ماذا نصنع مع هذا الرجل وقد تبنى قال الملك الحق جل جلاله فالأمر نذر من أنظره ينظر إذا أمهله نظره كذلك متى يسر الله عليه يعطيه فنظر إلى متى إلى ميسر الميسر ليس من اليسر حتى يسر الله عليه بعد آم عامين بعد ما يحصد بعد ما كذا فإذا يسر الله عليه يرد لك رأس مالك فقط ولا تأخذ درهم واحد زائد على رأس مالك فنظر إلى ميسر وَجَاءَ الْكَرَمُ الْإِلَهِ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ وَأَنْ تَتَصَدَّقُوا بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي عِنْدَ مُعْسِرُ وَدُوعَاهِ لَوْ يَبْكِي وَمَا يَصْتَطِيْ أَنْ يَجْمَعَ هَذَا الْمَالِ فَقُلْتَ لَوْ هُوَ لِلَّهِ فَبَاتَ مُنْ شَرِحَ الصَّدْرِ يَعْبُدُ اللَّهُ وَيَشْكُرُهُ وَيَدْعُ لَكَ بِالْخَيْرِ وَوَزَوْجَةُ وَأُولَادُهُ فَيَحْصُلْ لَكَ خَيْرٌ عَظِيمٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ هذه التوجيهات توجيهات من؟ من الله كيف يكفرون بالله؟ من أين يأتي هذا الكلام وهذه العلوم والمعارف ويقولون لا إله والحياة مادة ألا إلانة الله عليهم يا شيخ لقد استجاب الله لنا تحطمت شيوعية البلشفية الحمراء انتهت لا عود ولا رجع ومع هذا ما زال الهاركون بين المسلمين يسبحون بحمدها ويقدسون أين الشيوعية؟ حفن من الشيشان دم ووسع هذه الأيام أذاقها المهر صفقت الدنيا لا إلهة مجانين لا إلهة أنت من أوجدك؟ أمك يعني من أوجد أمك؟ كيف تقول لا إلهة؟ مجنون الذي يقف بيننا نقول أنت مخلوق وإلى لا فإن قال أنا غير مخلوق أخرجوه مجنون هذا وإن قال مخلوق من خلقك؟ ها؟ جبال الألب ولا البحر الأسود وللبحر والجبال يتفننوا في وجودك هكذا في سمعك وبصرك وعقلك ولسانك ومنطقك هذا لا بد أن يكون ذا علم وقدرا لا يعجوها شيء وحكمة يتنافى أن توجد في غير المكان قل آمنت بالله خير لك وأخيرا جاء الطبع الختم واتقوا يوما عظيما يوما توجعون فيه إلى الله سيارات الإسعاف إلى المقبى كنا نحملهم على أعتاقنا وأكتافنا الآن السيارات يوما توجعون فيه إلى الله فلان الشيخ مات مات رجع إلى أربي أول خطوة هي القبر وتتم محن فيه من أعجب المحن وفتنة لا تقاد بفتنة أبدا وثم تنتهي المشكلة إما نزول إلى أسفل سافلين وإما علو إلى عليين وتبقى النفس مارهون فقط إلى أن تنتهي هذه الدورة وهي أوشكت على نهايتها شاخت الدنيا وشابت هارمت وحينئذ يقع الزلزال العام وتتحل الكائنات كلها وتعود سديما وبخارا كما كانت ثم يعيد الله عز وجل الحياة لتخلد وتبقى امتحن الكون وأهله فترة من الزمان ثم استقارا في ملكوته أهل الجنة في جواهه يكشف الحجاب عن وجه الكريم ويسلم عليهم فيسعدون سعادة لا يعفون الشقاء بعد أبدا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على أرائه متكئون لهم فيها فاكية ولهم فيها ما يشتهون نزلا من غفور رحيم سلام قولا من رب رحيم نعيد هذا البيان اسمع من صورة ياسين التي تقلعون على الموتى وتحرمون الأحيا منها يا شيخ مالك تقول هذا الكلام أربعمائة سنة ستة مائة سنة والمسلمون لا يقلعون القرآن إلا على الموتى الميت يقوم ينهض يقوم يغتسل من جنابه ويصليه يعتبر بحقوق الناس ويهدوا ميت أما الأحياء لا يقون عليهم القرآن أبدا يقون على الموتى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون ما هذا الشغل هذا يبنون يحرثون يخيطون الثياب يطبخون الطعام ما هذا الشغل قالت العلماء إنه افتضاض الأبكار الله الله بشراكم أيها الفحول إنه افتضاض الأبكار هذه بربرية وعربية ما تعفون افتض بكارتها والبكر من هي التي ما تزوجت إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على العرائق متكئون لهم فيها فاكية ولهم فيها ما ولهم يا جماعة لا استعجلوا لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قول وإلا بكتابة أو بواسطة الملك مباشرة يكشف الحجاب عن وجه الكريم ويسلم عليهم فتغموهم فرحة وسعادة لم يعرفوا لها معنى أبدا قبل ذلك من هؤلاء البيب بن هاشم من هؤلاء أصحاب النفوس الزكية والأرواح الطيبة الطاهرة والله عظيم لهؤلاء هم أهل هذا النائم لأن الله عز وجل وليسمحنا أن نتكلم عنه ونحن أحقر ما نكون كالذباب ولكن كيف نتفاهم أصدر حكمه وأعلمنا أنه إذا أصدر حكما لا يعنقب على حكمه ولا استثناء ولا مراجعة ولا تمييز أبدا لعظيم علمه وحكمته وإرادته اسم هذا الحكم الصادع عليك وأنت غافل يقول تعالى بعد أيمان مغلظا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحا ونفس وما سوا فألهمها فجوع وتقوى كم يمين هذه من أجل هذا الحكم الصادر على البشرية العمياء التاهى في متاهات الحياة قد أفلح من زكى وقد خابا من دساها من يعاقب على الله قد أفلح من زكى نفسه وقد خابا من دسا نفسه أفلح بماذا في تجارته في مصنعه الجديد الفلاح حقيقة أن تبعد عن عالم الشقى هكذا وتدخل دار السلام والنعيم المقيم أبدا وبينه تعالى بنفسه ما تركه للناس إذ قال وقوله الحق من صورة آل عمان كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم قياما فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يا شيخ ما هي المواد التي نزكي بها أنفسنا يا حموك الله الصابون طايد سموه طايد ولاش العطور كولونيا هذه تزكي النفس هذه الأغاني أصوات العواهر والماجنين تزكي النفس هذه بما نزكي أنفسنا دلونا يا حمكم الله ما هي المواد التي تزكي النفسها الجواب النفس تزكى بما وضعا لها من أقوال وأعمال واعتقادات هذا الذي قلنا به يتقى الله كلمة لا إله إلا الله هذه أكثر من طن من الصابون لتغسل بها جسمك إذا قلتها مؤمنا موقنا تحولها إلى كتل من النور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تحولها إلى أطيب من الطيب وأطهر من الطهر كما أن كلمة الكفر تحيلها إلى مزبلة ممتنى لا تشمر رائحها قال العليم الحكيم ما شرعه من العبادات بالأقوال والأفعال شرعت لتزكية النفس وتطهيرها وما حرمه من ذلك لأنه يدسي النفس ويخبثها ويعفنها فعلى الإيمان والعمل الصالح تزكو النفس البشرية وعلى الشرك والفسق والفجور تتدسى وتخبث النفس البشرية ذي الحقيقة هل عرفها المسلمون أم عرفها ما يسمعون بهذا كلام أبدا لو سمع هذا ما يقتل بعضهم بعضا ما يزني بعضهم بنساء بعضا ما يسرق أموال بعضهم البعض ما يتكبى بعضهم على بعض قل ما شئتا فكل الأمراض والأسقام والعلل هي ثمرة الجهل بالله وبمحابه ومساخته وكلمة واحدة تضيع لك الطريق إنما يخشى الله من عبادي العلماء في قاريتك ذات الألف ساكن اعلم وفتش أن أعلمهم بالله أتقاهم له أقلهم جريمة وكذب وسرق والله العظيم هيا نتعلم ما نستطيع ما نستطيع نجمع نسانا وأطفالنا في بيت ربنا في الحي الذي نسكن فيه أو في القارية ونتعلم الكتاب الحكمة لما ما نستطيع نعم في أوقات معينة عند إثارة الفتن الحكومات توقف هذا التياء لكن سينتهي كان منتهيا قرونا وأبينا أن نتعلم هيا نتل الآية مرة أخيرا هذا البيان الإلهي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَذَلُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَاءٍ بَقِيَ عِندَكُمْ الحمد لله ما عندنا لأن غمسنا فيه ولا عندنا لكن إن كان واحد منا وَذَلُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَاءٍ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإن لم تفعلوا وأصررتم وتكبرتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرى وجد فنظر إلى ميسا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأخيرا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون الطريق يا أبناء الإسلام للنجاح أن نعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله نتلقى أوقات الفراغ لا نوقف مصنع لا مزع لا متجر فقط من المغرب إلى العشاء في صدق نتعلم الكتاب والحكمة على هذا المنظر الذي تنظرون إليه أعوذ بالله من الشيطان رجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهَا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِي الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مُنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ شَفِيعًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيُّ أَيُّ مِنْ لَهُ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَجْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مَنْ رِيَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَرْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَظِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتم ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لو يجتمع البشر كلهم من ذوي العقول والأفكار وخريجي علم الاجتماع والسياسة والله ما استطاعوا أن ياتوا بمثل هذه الآيات ولا تمكنوا حتى من مشابهتها هذه الآية نزلت على رجل أمي لا يعرف الألف ولا الباء لا يكتب ولا يقرأ ما جلس بين يدي مرب قط كيف ياتي بهذه العلوم المعاف والله لن يكون إلا رسول الله قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَذَا نِدَى وَإِلَا لَا مَنِ الْمُنَادِيَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَنِ الْمُنَادَوْنَا نَحْنُ المؤمنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن رب السماوات والأرض رب العالمين ينادينا الحمد لله ما تفرحون بها هل يدخل في هذا الندمجوسي كافر يهودي صليبي مشرك لا والله ما هو مال لأن يناديهم الرحمن عز وجل هذه فضيلة الإيمان ولعلكم ما تنسون أن الإيمان بمثابة الروح للحياة مؤمن حي كافر ميت والبرهن القاطعة أننا لا نكلف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا تحت رايتنا بأن يصوم بعد عشرة أيام رمضان أبدا والله ما نكلفه ولا نكلفه بصلاة ولا زكاة ليما أجيبه ميت وهل الميت يكلف يفعل ذا كل ما يقول إذا نفخن فيه الروح بإذن الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي قل له اغتسل وتقدم إلى بيت الرب لتناجيه وتعبده فيها أما وهو ميت نكلف الموتى واضح هذا الدليل ولمهم عقول عندكم نادانا ليقولنا نسمع إذا تداينتم بدين أي داين بعضكم بعضا وكلمة بدين هذه لطيفة هنا لوما قال بدين تداينتم من المداينة حتى المضاربة إذن بدين إلى أجل مسمى يقول الحضر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه الآية نازلت في بيع السلم وهو كذلك إلا أن العبى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن هذا كتاب البشرية إلى يوم القيامة ما هو كتاب حادثة وانتهت إلا ما هو السلم أو بيع السلم أو السلف أهل المدينة النبوية التي كانت تسمى في الجاهلية بيترب ذات السبخ والنخيل أهلها كانوا يسلفون ويسلمون مثلا أنا عندي بستان في قبا واحتجت إلى نقد دراهم أو دنانية فآتي إلى مثلك أيها المال وأقول أبيعك خمسين قنطار من العجوى أو البغني أو الصفاوي إذا لابد من تحديد العين فادفع للقيمة على أساس القنطار بمياد دينا وإذا جاء وقت الجداد والجداد أقدم لك الخمسين قنطار كما اتفهم هذه المعاملة فيها نوع من الغرار قد يموت البايع أو المشتري ويحصل ارتباك قد لا توجد هذه السلعة قد يفسد التمر وهو على رؤوس نقله ولكن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين وبركة نبيهم الجليل بينهم آلنا الله لهم في هذا لعلم الله تعالى بضعفهم وحاجتهم فآذن لهم في بيع السلم الآن الحصاد مازال ست أشهر وتقول أي فلان أبيعك خمسين قنطار من البور القمح أقدمها لك بعد ستة أشهر في منزلك أو في دكانك أو في دكانك يقول على كم يتفقان بالسعر قطعا إذا كان السعر يساوي الآن عشرين سوف يرفعه قد يطعو عليه طار يصبح أغلى من هذا فيحطاط لنفسه ويقول بعناك أو خمسة وعشرين مثلا ويأخذ النقود يشتري بها أبقار وإلا يسافر بها وإلا يبني أو ينفق على أهله حتى يأتي وقت الحصاد فيأتي بذلك البور الذي اشتراه منه هذا هو بيع السلم في رخصة من الله رحمة بالمؤمنين وإلا يكون السلعة مامة تعطي الثمن وتأخذ البيض على حتى تأتيك من يوم كذا لكن من رحمة الله بالمؤمنين وبركة نبيهم بينهم أرحم الله ضعفهم وسمع لهم بهذا السلم اسمع الآن يا أيها الذين آمنوا إذا تداين ثم بدين إلى أجل مسمى لابد من تحديد الوقت ولا لا فرض لا تقول فالصيف أي صيف هذا لابد أن تقول الوقت المسمى بالشهر المعين إذن إلى أجل الأجل ما هو الوقت نحن لنا أجل وإلى أوقات فاكتبوه هذا فرض وإلى لا اكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وجوبا وإلى لا قال إمام المفسرين الأمر هنا لوجوب لما حتى لا يتنازع المؤمنون حتى لا يكون هذا البيع سببا لبغرائهم لعدارتهم لكره بعضهم بعضا وهم أمة واحدة كرجل واحد يحملون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فكل ما من شأنه أن يفرقهم أن يشتتهم أن يوجد الحدارة والبغضى بينهم حرام حرام لا يجوز هذه كربناها هل من واعي تستطيع أن تعف المعاملات التجارية بهذه النظرية كل ما من شأنه أن يسبب خلافا أو عدار أو بغضا من المؤمنين فهو حرام لأنهم كجسم واحد يحملون راية واحد ينصرون الإسلام والهدى في العالم فلا يحل إذن اختلافهم ولا قتالهم ولا كل عمل من شأن أن يوجد عداو أو بغضا بينهم وبعد وكيف حال العالم الإسلامي متحاب متواد متفق متعانق لا والله إذا هبطت راية لا إله إلا الله مزقوها أين هي ما سبب هذا العدو نشر بينهم الفرق والخلاف مذهبهم مذاهبا وماذا وأخيرا الاستعمار قسمهم تقسيما الآن 43 دولة حرام هذا دولة واحدة أم واحدة لا وهل صحى المسلمون ما بلغنا إلا الشيهات صحوى أية صحوى هذه ما أين لها آثار أية إفاقة نترك هذا لله ونواصل براسة كتاب الله لنخرج من هذه الآية بنور ينفعها قال فاكتبوه عرفتم وجوب الكتاب ولا لا ثم قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل الذي يكتب بينكم كاتب يكتب بالعدل لا يميل لا يحيف لا ينظر إلى وجه هذا وعيني هذا تغمز فيزيد أو ينقص أو يقدم أو أخر لا العدل إذا كنت تكتب في دين بين اثنين لا تلتفت إلى قراب ولا صداقة ولا ولا أقيم العدل كما أمرك الله وليكتب بينكم كاتب بالعدل العدل ضد الحيف الانحراف الصقوط الاعتدال ولا يأب كاتب أن يكتب ولا لا يرفض كاتب أن يكتب ولا يمتنع كاتب أن يكتب إذا ما وجدناك إلا أنت يا عمل الله يجب أن تكتب ولا تقول مشغول ما دام قد احتاج إليك المؤمنان لكتابة عقد بينهما ينبغي أن تكتب وإياك أن ترفض لا يأب معناه لا يرفض وإلى لا كاتب بشاط يكون يحزن كتاب عيث بها فقيل فيه كاتب ولا يأب كاتب أن يكتب ثم قال له كما علمك الله فاكتب لطيف هذا أنت كنت ما تعف الكتاب ولا تعف الباء ولا الأليف من علمك كاين غير الله يعلم علمك الله إذا أرد إليه ما أعطاك جاءك عباده المؤمنون يطلبونك أذكر نعمة الله عليك واستحي من الله واكتب بينهم كما علمه الله فليكتب وفيها معنى أن لا يحيف ولا يجر ولا يقدم ولا يوخب بالعدل في الكتاب وفيه معنى يذكر نعمة الله عليه وهذا ينبقي أن نلاحظ في كل شؤون حياتنا أنت كنت تمشي على رجليك من بيتك إلى المسجد ورزقك الله داب بالنا وإلا بالماء إذن ومراتب مؤمن قال اركبني اركبه اذكر ما طلع عليك هذا ينطظم حياتنا كلها النعم التي أنعم الله بعالي يجب أن لا ننساها لله نذكر أهله وهذه الآية هذه الجملة من هذه الآية عجب كما علمه الله فليكتب كما أعطاك الله فأعطي كما أقدرك الله فأعن وأقدر ولكن أهل الغفلة ما يعرفون هذا أما الذاكرون يشعرون بهذه لأن حاسيسهم فوق العادة مرهفة لأنهم دائما مع الله بقلوبهم وأبدانهم ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ثم قال وليملل الذي عليه الحق أنا الكاتب بل قال في يدي والقرطاص بين يدي وأنتم اثنان تباعتهما من يمل علي الذي اشترى والذي باع الذي اشترى هو اللي يمل حتى يعترف بأن اشترى خمس قناط أو سبعين قنطار بخلاف الباع إذا قلنا أم لأنت قد يقول بعناهم مئة قنطار اكتب مئة وخمسين وليملل الذي عليه الحق هو الذي يملل يمل وبالفك يملل امل وامل بمعنى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربنا وليخف الله حتى لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر أو يغير الصيفة من صفات هذا الدين ولا يبخص منه شيئا ولا يبخص معنى يبخص ينقص بخصه حقه وناقصه ما ينقص من ذلك الحق ادنى شيء يكتبه كاملا وافيا غير منقص هذا الكاتب والذي يملي عليه هكذا وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيء هذا الذي يملي والكاتب كذلك قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله كيف نفعل الذي عليه الحق سفيه ما يحسن التصرف في المال ما يملي هذا أو كان رعيفا أبكا ما ينطق تبهتم إلى أو مغيرا ملازم للفراش أو لا يستطيع ما يقدر أن يمل فمن يملل قال فليملل وليه بالعدل أهل لي يتولى أماه من عم أو أب أو قريب أو بعيد هو الذي يملي فليملل وليه بالعدل كلمة العدل عليها قام أمر السماء والأرض تسمعون بهذا العدل عليه قام أمر السماء والأرض والله لو تنحرف الشمس في فلاكها أدنى شبر خارب العالم قائمة بالعدل كل الكواكف في أفلاكها لو تنحرف يخترق العالم أمر السماء كله قام بالعدل فإذا عدم العدل هبطت الأمة فلهذا يعدل الرجل بين نسائه يعدل بين أولاده يعدل في حكمه يعدل في قوله إذا قال لا يحيف بكلمة ولا يجر بها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا ما أصبح العالم الإسلامي يشعر بشيء اسمه عدل إلا ما رحم الله عز وجل العدل حتى إذا ما شيت أمشي في عدل لا تتمائل قال فليملي الوليه بالعدل ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم الكتاب ضروري والإشهاد عليها ضروري العمل الكتاب وحدها ما تكفي في الإمكان أن تنكر لكن إذا كان عليها شاهدان شهداها ووضعا ختمه ما عليهما عليها ما يستطيع أحدا ينكر لابد من الشاهدين على الكتاب وليس شرطا يكون هذا الصكف مليون ريال ولو ألف ريال ولو مئة ريال صغيرة أو كبيرة كما سيأتي قال واستشهدوا أي أطلبوا شهيدين لأن أستفعل فيه معنى الطلب أبحث عن من يشهد من إخوانك فإن لم يكونا رجلين ما وجدنا من الشهود رجلين أو وجدنا رجلا واحدا ورجال سافروا أو في غزوة ماذا نصنع ونحن اطلونا لأن نكتب هذا الصك هذا السند قال الرجل ومرأتاني الرجل موجود تبهت المثاني غير موجود إذا نأتي بمرأتين من الصالحات الممنات القانتات يشهدان فشهادة ما تعدل شهادة الرجل الذي إن عدم وما وجدناه ثم إن ما وجدنا المرأتين وجدنا الرجل الشاهد فقط قاضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد هذا في باب القضاء والتحاكم أما الآن إما رجلان أو رجل المرأتان أو أربع نسوة الشهاد عندنا فإن لم يكون الشهداء رجلين وإنما كان رجلاً واحداً يقوم مقام المرأة الرجل الثاني امرأتاني فتشهداني ويمشي ويمضي البيع فراجون ومائتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء كل جملة لها مفعولها ممن ترضون أو لا ترضون لابد وأن يكون الشهود صالحين عدول بارا أتقياء أما فاجر يتعاطى الخمر يتعاطى الجريمة ما أصح شهادته حد العدل عند أهل علمي الرجل الذي يجتني بالكبائر كلها ما يعرف بكبير من كبائر الذنوب ويتجنب في غالب أمره الصغائر أيضاً هذا هو العدل أما من عرف بجريم من جريم لا يستشهد ولا تقبل شهادك لما هبطنا بلغنا أن بعض الصعاليك يجلسون حول المحكمة يلعبون كيرم إلى الورق وإذا احتاج إليهم واحد المحكمة تعالى تشهد عشر ريال أو خمسين ويدخل ويشهد معه قالوا هذا وجد في العالم الإسلامي ولا غرابة ولا عجب ما عرفوا الله حتى يخافؤه فإن لم يكونا رجلين إلا فراجون ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل مخافة أو كراهة أن تظل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى لأن المرأة بطبعها الذي طبعها الله ليه ضعيف في إرادتها وفي عقلها تبهتم كثيرا ما يسع لها النسيان وتنسى الروسي انتهت ولا لا الآن العلمانيون يصفقون لها حتى تعود من جديد الذي يقول المرأة والرجل سوى عندنا نحن كفر خرج من الإسلام والذي يقول يجب أن تتفوق تبهتم والله لا حظ له في الإسلام أعرفتم يقول تعالى في ماءة لوط ونوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين مامن كانتا تحت عبدين نوح ونور تحت هما أو مساوية لهما أو فوق هما إذن فالذي يقول المساوات هذا كليهود كالنصران حتى اليهود النصر كانوا يستحون من هذا لكن البلش فالحمراء واللائكياء واللدينيين هم الذين حالموا بهذا الحلم المساوات أنت أنت رب الناس أنت الخالق ما تستحيئ إذن ما خلقت أنت ولا رزقت ولا دبرت الكون وخالق هم فضل هذا عن هذا تقول ما تعرف أنت يا ربي يبقى مسلم هذا يدخل في رحمة الله ويتبجح الغافلون والمقلدون والعميان الذين لا بصائر لهم ويطالبون بالمساوات وحرية الماء كما الرجل يعهو يفجر لا حق هي أنتعها وتفجر هذا دين هذا هذه مائكية من يود على الله فراجل ومرأتان لم يا ربي أن تظل إحداهما تنسى أو تخطئ لصغار عقلها وطاقة فهمها وإراداتها فتذكر إحداهما الأخرى لما يكون اثنتين إذا نسيت أولى الثانية تذكر أما تذكرين كذا وكذا فيثبت الحق لأهله ولا تضيح حقوق الناس قال أن تظل إحداهما تنسى أو تخطئ مع تعرف فتذكر إحداهما الأخرى ثم قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إذا استدعاك القاضي وقال أنت شاهدت البيع الفلانية تعال تشهد يجب أن تأتي لا ترفض قل أنا ما نشهد إخوانك يكتبون كتابة هل شهد معنا أنت المؤمن التقيق لا سامحوني ما نشهد أنا عوقبت بهذه عرفتم أسمعكم و كنت في ذكان عند المحكمة جاءت مرأة قال تقوم يا شيخ تشهد معي فأنا تضايقة وكريت أن أشهد ما نعرف ما نعرف فاعتذرت وامتنات قالت إذن والله لأدخل لنك المحكمة في نفسها أتنظر الأيام وزوجها من البهالين يزورني في البيت ويطلعني على خفايا أمره مهاجر مات فقالت إن الشيخ الفلان عنده مال زوجي وهو مدخ عنده فجاء يجينا العسكري قل قاضي يبغيك في المحكمة ما دفعتنا حاضرنا المرة الأولى ما نجحت وشاء الله لو جاءت بشاهد آخر علي لك أن تأخذني لكن الله صرفها صرفا كاملا إما فلم يبقى إلا أنني حلفت بالله الذي لا إلى غيره ما ترك عندي فلان شيء فصدر الحكم بإلغاء شكواها أرأيتم كيف عقبت لأنني ما شهدت لها تبهتم والله يقول ولا يا بشهداء إذا ما دعوا احضر وأدي شهادة الحمد لله أران الله مصداق آياته قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ما تقول هذه الفياد مهي ذات قيمة أو خمسلاف مهي بشيء ما نشهد ولا نكتب لا ولا تسأموا لا تملوا ولا تضجوا أو تطرقوا الكتابة إلى أجل وإن كان المبلغ ماهو بشيء لأن المبلغ وإن كان ماهو بشيء إن أنكرك أخوك أو جاحدك تبغضه تحدث الفتنة فلهذا كما سمعتم توجيه الله عز وجل يقول تعالى ولا تسأموا السآم والملل والإغيار عدم الرغبة أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ما أقول هذا شيء تافهنا ما نكتبه أكتب واكتبوه إلى أجل حددوا الأجال ثم يقول تعالى ذلكم أقصط عند الله ذلكم الذي عالمتم من الكتاب والإشهاد أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا لا إله إلا الله هذا كلام الله ذلك الذي سمعتم ذلك نعم أقصط عند الله أقصط من أكثر قصة وعدلة وأقوم للشهادة حتى ما يميل صاحبا أو يضيحقه وأدنى أقرب أن لا تشكوا كتابة وحدة ما تكفي والإشهاد كتبتم الصق أجهد من عدولكم رجال ما وجدتم إلا رجلا واحدا أضيف إليه مراتين من نسائكم ثم قال تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها الذي يبيع التمر البقالة تبات تشتري منه مثلا عشر كيلو كلا خمسة كيلو جزار تشتري منه مثلا خمسة كيلو لحم تقول سآتك بالمبلغ بعد أسبوع هذا ما يحتاج إلى كتابة لأن الأصل خذ هاتي فإن اضطر أخوك إلى أن أجلته يومين أو ثلاثة أو أسبوع ما في حاجة إلى كتابة لأن هذه التجارة حاضرة كنا نتكلم على بيع السلام وإلى لا إذن في هذه الحالة إذا كانت تجارة مدارة خذ وعطيك الدكاكين لو فرضنا أنه استلف منك كذا إذا ما كتبتم لا شيء فيه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها لا إثم عليكم في عدم كتابة ولا مضايق عليكم ولا إرهاق وإتعاف هذا ما في بيع المنازل والدور والسيارات هذا في البصل والثوم والحنة والسكر والزيت هذه تجارة مدارة وإلى لا هذه إذا ما كتبتم لا شيء أما ما كان من إبل بقى غنم مثلا بساتين دور سيارات تبيع سيارة ما تكتب عليها ولا تشهد تضيح إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ثم قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيء وأشهدوا إذا تبايعتم هذا كما قلنا في المنازل والبساتين وأنوال بل والسيارات هذه الأموال الآن إذا باع إنسان آخر مثلا إلى أجل سيارة ما يكتب يجب أن يكتب ويجهد وأشهدوا إذا تباعتم أي باع بعضكم لبعض ولا يضار كاتب ولا شهيد نتأمل هذه الفقرة ولا يضار أي لا يضر أحدكم الكاتب ولا الشهيد مثلا نحن الآن في المدينة لا نحن الآن بين المغرب والعيشة لكن بعد ما نصل العيشة وننام يجوز أن تقول تعالى أنا نكتب تشهد لي تشهد معايا أضربت به ولا لا أقمته من نومه خلي هذا إلى غدر كيف توقعه في غرار أو شاهد معاك في المحكمة وحاصر خلاب بينك وبينه في أبياء علي انتبهت تقول تعالى عندنا أبياء علي هو عاجز ومريض ما يستطيع يمشي أضررت به ولا لا فلان معرف كاتب في القارية تأخذ إلى قارية أخي ليكتب لك ما أضررت به وأضررته في الضرر سبحان الله العظيم تتبع تعالى كل جزئيات هذه القضية ولا يضار كاتب ولا شهيد فالذي يكتب لك ما تكلفه ما لا يطيق تأتي به في نصف الليل أو في وقت البرد الشديد انظروا الوقت المناسب له والشهيد كذلك تعال تشهد معنا تمشي خمسين كيلو آذيته لابد وأن يكون الكاتب الذي كاتبا والشاهد الذي شاهده أن يكون ذلك ميسورا سهلا عليهم ما فيما يكلفهم عنها أو مشقة أو فقد مال مثلا لا تفهم بما أن الله أمرنا أن نشهد وأن نكتب في هذه الحال نلزم كل واحدا يكتب لنا ويشهد ونكلفهم ما هو في غيننا أنا عجب هذا كلام الإلهي ولا يضع كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم إن أضرعتم بالكتاب أو بالشهود هذا فسق منكم واخروج عن طاعة الله واصلين وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم من يرضى بالفسوق الفسوق هو الخروج عن الأدب عن اللياقة الفسوق هو ترك أمر الله أو انتهاك ما حرم الله إبليس فسق وإن لا ففسق عن أمي ربه يعني أبا أن يسجد لأدب فقط ما ترك صلاة ولا صيام فقط أسجد قال ما نسجد أنا أفضل منه تكبى قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمي ربه فكل ما ترك واجبا وهو يعلمه قادر على فعله يقال فسق أي خرج عن الطاعة والفسق مأخوذ من فسقة الفأرة إذا خرجت من جحرها ولذا تسمى الفويسقة تأتي في الليل وتحرق عليهم المنزل أيام كانوا يستطبحون بالفرانيس تأتي تتحكك هكذا على الفانوس يصل تحترق ولما تشعل فيها تدخل بين النائمين في فراشهم فتحرق عليهم الفراش فلهذا سماها رسول صلى الله عليه وسلم بالفويسقة هي تاتث ململ على الفانوس يشتعل فيها في شعرها النار ماذا تصنع تبحث عن النائمين تدخل بينهم الفراش وأهله فالفسق الخروج عن طاعة الله ورسوله على عمد وعلم قال تعالى وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتم ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ومن يرضى بأن يفسق عن أم الله ثم أخيرا قال واتقوا الله هذا خطاب لمن لا نهى اتقوا الله في هذه التعالم ما كان أمرا أنجزوه ما كان نهيا اجتنبوه ما كان رقيبا ارغبوا فيه وفعلوها ما كان مكرا اكرهوه وتباعدوا عنه بذلك تتم لكم تقوى الله عز وجل واتقوا الله في هذه التعالم احفظوها افهموها طبقوها عيشوا عليها علموها بهذا تحصل لنا تقوى الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله أخذ مننا وأعطانا أخذ وعطا اتقوا الله ويعلمكم الله والله ما اتق الله عبد إلا علمه الله وعدنا إلى تلك القضية ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه والله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله لأن إذا أراد الله أن يتخذك وليا له يعلمك أنت أحببته وراقبت فيما عنده وخفته وراهبته أصبحت تطهب معرفته ومعرفة محابه ومصاخطه وتفعل المحبوبة وتتخل عن المكره يوما بعد يوم تبلغ مستوى الولاية تصبح تقيا لله كذلك اتقوا الله ويعلمكم الله ما تنسونه أو تجهلونه أو يحدث لكم تعبا أو يحدث لكم سوءا الله يعلمكم وهذه أيضا كالآية التي تحمل لنا الفرقان يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم ولبيك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله تعالى يجعل لكم فرقانا ما الفرقان هذا طاقة أكبر من هذه الطاقات كهربائيا طاقة نور في القلب ما إن تنظر حتى تميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين السيء والصالح وبين الظار والنافع بهذا النور الذي أنتجته لك طاعة الله وطاعة رسوله وضربنا لهذا أمثلة تسمعون عن خالد بن الوليد لم تكتح العين الدنيا بقائد عسكري يقود الجيوش كما قاد خالد بن الوليد حتى كفار الشرق والغرب كانوا يتمثلون حياته ويعرفونها خالد بن الوليد سيف الله في أرضه وقعة اليوم كان المسلمون فيها ثلاثة آلاف أعرفتم خرجوا من المدينة يقودهم من زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جعفر عم الرسول ثلاثة آلاف واجهوا مئتي ألف ما فيهم يدفع ولا صواريخ ألقي الصارح وادخل تحت الأرض وجها لوجه بل رماح والسيوف ثلاثة آلاف مع مئتين ألف استشهدوا واحد بعد واحد فتولى خالد القيادة فاستلى تلك الباقية مثل ثلاث استلال الشعر من العجين عرفتم هذا خالد بن الوليد كيف حصل على هذا العلم في أية كل حربية درس من هم أساتذته ما هو إلا تقوى الله عز وجل اتقى الله فيما أسند إليه فيما أمر به فأده على الوجه المطوب كما يحب ربه الذي أمره به فأوتي هذا الفرقان فأصبح يعرف القتال وكيف ينتصر فيه على أعدائه إلى الآن اتق الله والله لا تخلونا من هذا الفرقان وتصبح تميز في بيتك ومع إخوانك النافع من الضار نتيجة تقوى الله هل تقوى الله تتم بدون علم؟ ممكن مستحيل لابد أن تعف أولا إن الله عز وجل بأسماء وصفاته بآياته في الكون والكتاب فيصفى قلبك مملوءا بحبه والخوف منه ثم تعرف ما يحب من الكلام من القول من العمل من النيات من الاعتقادات من الصفات من الذوات فتعف ذلك وتصبح تحب ما يحب وتكره ما يكره وتفعل المحبوبة وتكل مكره وبذلك شيئا بعد شيئا تتم لك ولاية الله وتصبح ولي الله لو سألته عن جبال يزيلها لأزالها لأن العبراء بكون خالد استطاع أن يستخلص تلك الجماعة المؤمنة من مئتي ألف خيار الكفر لا خمت بالخبث والشرع والظلم والبزاك وتعفنت ولا لوم لأنهم يمشون في الظلام مغموسون في حياض العذي والأبوال ماذا ترجو لهم قال تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُولًا يَا مَعَاشِرَ وَشِرَائِنَا لَكِنْ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ مَاذَا نَصْنَعُ أَفْتَانَ مَاذَا نَصْنَعُ قال وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا الروفق ثلاثة أنفار خمسة ما يوجد فيه محيانا كاتب من يعرف الكتابة أو وجدنا كاتب قال ما عندنا قلم ولا قرطص ماذا نصنع قال فالعوض عن الكتابة التي تحفظ الديون ولا تضيع لأصحابها الرهان المقبوضة الرهان جمع وراحل من فضلك أعطيني خمسة لفر يال أنا وأنت في طريقنا إلى الشام كما ول على سفر يقول نريد أن نتأكد أن ترد علي تبات تخرج من حقيبتك وتعطيه سك منزلك أو بستانك خلي هذا عندك إذا ما سددت بيع ما في هذا السك واخذ حقك أو دينك فرهان مقبوضة ما هو بالوهم أو بعد شهر يكون مقبوضة ويجوز فيها الوكالة يقول آخر أنا ضامنه وهو ملع وعنده أموال فبهتم أو يقول آخر أنا عندي ماله وانا ضامنه لا بس عرفتم هذا الترتيب هذا هذا التعليم لله أوجب الكتاب وإن كنا على صفا أو ما وجدنا من يكتب ماذا نصنع يا ربي علمنا قال فرهان مقبوضة ارهنه ضع عنده ما يهد عليه ماله الذي أسلفكه وأقرضك إياه إن كان بستان يأخذ من غلتي حتى يستوفي يديناه إذا كانت عماء يأخذ أجوة السكان حتى يستوفي يديناه ثم قال الرحمن الرحيم فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أت من آمانته لا إله إلى الله ما أرحمك يا رحمن لا عس ولا مشق ولا ولا فإن آمن بعضكم بعض واثق بعضكم في بعض وقاطعا المؤمنون الأثقيا أولياء الله لا خيان بينهم ولا ولا فلا حاجة إلى الغال فإن آمن بعضكم بعضا فليعطي الذي أعطي آمانك وليتقلنا الله عرفتم الديون كالسلم والقوض والبيع والكتابة وإن كنا في صفر وما وجدنا من يكتب أو ما عندنا قلم وإن كانت القلوب وإن كانت القلوب طيبة والنفوس مترابعة وأمن بعضكم بعضا فلا حاجة إلى الرهن فهمتم عنه قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أتوا من أمانته فقط وليتق الله ربه الله أكبر ثم قال تعالى وَلَا تَكْتُمُوا شهادة تبعتم أسلوب السؤال والجواب جاء الغرب يركض وقالوا هذا أسلوب واقي إيه يا لسبقك محمد إله مو جديد ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله نبئنا لم يقول أنبئكم بأكبر الكبائر لأن الكبائر مدمرات القاضي على المجتمع مرمزق الوحدة قاضي على طهارة الأواح هابط بالأمة إلى الحظيظة في الدنيا وإلى الجحيم في الآخر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله نبئنا قال الشرك بالله حقا وإلى إيه والله لا أكبر من الشرك بالله لم أفيدون يا رحمكم الله لأن الشرك بالله باللغة العامية البربرية أنك سويته بالمخلوقات وأصبحت تعطيه وتعطيهم بالتسوية لأنك تجاهلت ربوبيته للخلق كلهم تجاهلت سر الوجود بكامله وهو أن يعبد ويشكر وأتيت بمخلوق مربوب وسويته به وأصبحت تحلب برعصيه وترتعد بين يديه وتخير ساجد له هذا لا ينبغي لمخلوق هذا هذا للخالق العظيم الشرك بالله اعتداء على حق الله سلب حق الله وأعطاه للمخلوقات الهابطة كيف يقبل هذا العقل أقبع أنواع الظلم وأسوأ الشرك في عبادة الله وقرأ لذلك إن الله لا يغفر أن يشهد به بل قال تعالى على لسان عيسى بن مريم وهو يخطف بني إسرائيل يا بني إسرائيل لا تشهد إنه من يشهد بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من عنصار ووقعت أمتنا في الشرك يحلفون بكل شيء بالقهوة بالشاي بالوقت بالحليب براص أمه بحياته كل شيء آله والله واحد فقط لعل الشيخ واهم من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر من قال هذا محمد عبد الوهاب لا والله قال رسول الله هذه سنن الترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك والمسلمون ما يعفون معنى أشرك عظم هذا المحلوب به بتعظيم اليمين جعله مساويا لله لأن الحال بالشيء تعظيم له لو لا التعظيم كيف تحرك به فطرة الإنسان تقدر هذا أشركت في عظمة الله مخلوق من مخلوقته أشركوا ما لا يا الله يا رسول الله يا ربي يا سيد عبد القادة كم إله شركوا لا أو تخافوا ما في من يخوفكم يا الله يا رسول الله كيف رسول الله له مع الله تدعوه يمد يده إليك لينقذك ما اكتفيت بالله ما يكفي زيد واحد آخر هذا هو الشرك وإلى ما هو الشرك تجد المؤمن والمؤمن يا ربي يا سيدي فلان يا رجال كذا كذا كأنها ما عافت لا إله مع أنه لا يدخل إنسان في الإسلام حتى يعرف لا إله من أول ما يقول لا معبود إلا الله هذا علمي ويقيني فينقذ حتى بالذبح هذا هذا الخوف لمن سيدي عبد القادر يشتري قطيع من الغنم لأن المطر والسنع حافل إن شاء الله يقول هذا الكبش لسيدي فلان حتى يحفظ أو ما تلدها بالنعجة هذا لسيدي فلان ويجعلون لغير الله لا تلمن يا شيخ لأننا ما عرفنا إي والله ما عرفون مضى الظهور قرون لا يجتمعون على كتاب الله ولا على سنة رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وإن كنتم على سفر الآية بالأمس في الآية السابقة علمنا أن الله عز وجل أرشدنا علمنا هدانا إلى أن لا نضيع أموالنا ولا نوجد بها فتنة بيننا فآمرنا بأننا إذا تداين دينا ينبغي أن نكتبه ونشهد عليه رجلين فإن لم نجد رجلين فرجل ومرأتان حتى ما يضيع مال المؤمن ولا يقف في فتن مع أخيه المؤمن إذا تداين تنب دين إلى أجل مستمع فاكتبوه وأمر الذين يحسنون الكتاب أن لا يقصروا إذا طلب منهم أن يكتبوا يكتبوا كما علمه الله فليكتب وعلمنا أن الشاهد والكاتب ما نؤذيهما لا يضار كاتب ولا شهيد كيف يضار الكاتب الكاتب مشغول في عمله اليوم ما يستطيع أن يحضر تلزمه بالحضور آذيته كاتب يبعد عنك بمسافة قصر الصلاة من 40 كيلو سدعيه آذيته فلابد أن يكون الشاد الكاتب موجودين معك في القرية أو في الحي وبذلك عليهم أن يشهد ويكتبوا وعلمنا وعلمنا أن ما كان ذا مال راصخ ثابت كالمزايع والمباني وكذا فالكتاب فريضة واجبة لا بد منها وأما الديون والقرض استلف هذا الكتاب منذوبة مستحبة مطلوبة لكن ما هي واجبة إذا ما كتبت هذا تقدم في الآية أمسي والآن قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا كنتم مسافرين وأراد أحدكم أن يقرب الثاني وليس هناك من يكتب ولا يشهد ماذا تفعلون إذا أفضع عنده شيئا رهينا مرهون عنده حتى إذا سدت ما أقربك وأسلتك يهد عليك أمانتك وإن كنتم على سفرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم فالرهان يتعمل الرهان أن يضع بين يديه سيارة بقى نعجة كذا ما شيء يضعه هذا أمان عندك حتى نزد لك ديني فهذا الرهان جاي مشروع وهذا يدل على أن المال له قيمته بين المجتمع فلا يهان به ولا يعرف به ولا يضيع كما أن الإكلاب عليه وانقلاب الحياة من أجله خصاعة كبيرة ولا قيمة لها نحترم المال ونقدعه لكن ما نختنبه بالسريق والكذب والغش ومنع الزكاة وما إلى ذلك فننميه بالباطن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فما ينبغي فرهان مقبوضة ترهانه بستانك تعطي سكك دارك سيارتك نعجتك بعيرك ولا حرك هذا في ذمتك حتى أسدد لك الدين وهنا إذا كان أقربته ألف ريال على أن يعطيك ناقة يجوز لك أن تشرب لبنها لأنك ترعاها وتطعمها نعجة يجوز لك أن تحلب وتأخذ لبنها مقابل أنك ترعاها وتنفق عليها أما إذا استاجرته رهن عندك بستان وفي ذمتك إن كنت تسقي وتبني وتعمل سأخذ مقابل ذلك وإلا فلا حق لك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أسو من أمانته ولا اتق الله ربه ولا تكتم الشهادة نعم يا فلان أقربني مئة ألف ريال وأنا ثقتي فيك كاملة ما نحتاج إلى الكتاب ولا الشر أمنتك وعلمت أنك لا تغسني ولا تخدعني ولا تكذبني ما طلبت منك أبدا وثيقة لا حرج إذا تآمنتم آمن بعضكم بعضا ما هناك حاجة إلى الرهن ولا إلى كتابه فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أسي من آمانته بكل إخلاص وصف بدون حاجة إلى الرهن وليتق الله ربه هذا الذي أعطيناه ما لننفع سيارة أو كذا بدون رهن يجب أن يتقي الله عز وجل ويخاف ولا يكذب ولا يقول ما عطيتموني ولما رهنتموني لا ما ينبغي فليتق الله ربه ثم قال تعالى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ هذه النام للنهي للتحييم لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يشهد شهادة ثم يكتمها من شهد شهادة في بير في شراء في زواج في كذا وطلب منه الشهادة لا يحل لو كتمانها يجب أن يقولها تقول أشهد أنه وقع كذا وكذا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمُ قَلْبُ يَتَلَطَّخْ بِالذِنبِ والإثم والعياد بالله معشر المؤمنين أيما مؤمن يشهد شهادة ويشهد عليها ما يكتم إذا طلبت منه يجب أن يقول أشهد حتى ولو على نفسي أو على زوجتي أو على والدي لأن الله قال وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ كيف نعصي الله عز وجل وَمَنْ يَكْتُمْهَا والعياد بالله فإن قلبه يتلطَّخ بالإثم ويصبح والعياد بالله كله نجس وَمَنْ يَكْتُمَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ بَيَانٌ اعلموا أن والله أعمالنا بالليل والنهار بالسلو والعلانية كلها معلومة لله ولا يخفى عن الله شيء من أعمالنا حتى التي في قلوبنا من عازم أن يفتم الشهادة ولا يمتق بها والله قد علم الله ما في قلبه والله بما تعملون عليم لو أن عباد الله آمنوا بهذه لا خافوا من الله وما يعصوه ما دام موقنا الله يراه يسرق ويكذب أو يفجر ويحاسبه ما يفعله والله بما تعملون عليم من أعمال الدين والدنيا من أعمال الآخرة والدنيا من أعمال الخير والشهاد العليم بذلك ويجذي العاملين إذ هذه الدار دار عمل خيرا وشرا والدار الآخر دار جزا وسوف يجذي العاملين بأعمالهم خيرا كانت أو شرا هذه الدار الدنيا دار عمل الدار الآخر دار جزا اعمل الآن الليل والنهار فإن كان عملك صالحا كان الجزاء والله بالجنة وإذا الله تعالى وإن كان العمل فسقا وبجورا شركا وكفرا فالجزاء الله لهي جهنم نار العياد بالله ثم قال تعالى في الآية الثانية لله ما في السماوات وما في الأرض صحيح يا من يطلب مالا أطلبه من الله لأن لله ما في السماوات وما في الأرض يا من يريد الجنة دعوة السلام فليطلب من الله يا من يريد الشهادة بسبب الله فليطلب من الله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا أو ملكا كاملا فما نطلب شأن إلا منه والجهال يطلبونه من الأموات الأحياء على حد الزواء ما نطلب إلا من الله عز وجل لماذا؟ لأن له ما في السماوات وما في الأرض كل ما فيه من خيرات وبركات هو مالك وصاحب من أين نطلبها إذا نطلب منه في سجود في وقوع يا رب يا رب أقفل عملي أقضي حاجة يسد أمر يسد الدين أطلب من مولاك له ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسركم به الله هذه الآية لما نزلت بكى الصحابة ذنور خرجت من عيونهم ارتعدت فرائصهم كيف نعمل يا رسول الله كيف نعمل هكذا يقول تعالى تبدو تظهر ما في أنفسكم أو تخفوه تخفوه تصدوه يحاسب به الله فيقفل من يشاء ويعذل من يشاء وخلاف بين أهل العلم هل هذه الآية منسوخة بالآية بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ابن جريب طبع إمام فاسرقوا الله مما هي منسوخة ويفسر فيقول إذن إن تبدو ما في أنفسكم ويحاسب به الله فإن كان الذي أضمر في نفسه خيرا الله يجزي به خيرا وإن كان أضمر شوال ما فعله الله يغفر له وإن كان الذي أضمر في نفسه منافقا كابرا فاجرا فاسقا هو الذي يجزيه بذلك ويعذبه مرة ثانية هل هذه الآية منسوخة بآية لا يكلف الله نفسا إلى وسعها التي سنترسوها غدا إن شاء الله أو لا نسح كما يقول ابن جريب ويؤول ويفسر فيقول اسمعوا إن تبدو ما في أنفسكم من خير أو شر أو تغفر وتسترسوه يحاسب بالله لأن الله عليم بكل شيء ويحاسب على كل شيء فيغفر الموم ويعذب المنافق والكافر ما يغفر له مع العلم أن الرسول الكريم يقول روفي عن أمتي الخطأ والنسيان ومشتقه عليه وما حدث به نفسها ما لم يقل أو يفعل نعم إذا أضمرت الشر وهممت أن تفعله ثم سبتم وفعله يكتب لك حسنا أضمرت الخير وأردت أن تفعل ما سطعه يكتب لك الخير بكامل أضمرت شرؤا ثم نزعته وتخليت عنه تكتب لك حسنا المهم هذه الأمة من أسعد الأمم روفي عن أمة الخطأ والنسيان ومشتقه عليه وما تحدث به نفسها ما لم تقل أو تعمل فإن قلت الذي في نفسك ونطقت به يكتب سيئ عملت به ولو لم تنطع يكتب سيئة أيضا لكن إذا لم تقل ولم تعمل بحمد الله تعالى يغفر الله لك ولا يطالبك به والحمد لله وإن تبدو ما فيه أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء وهم عباده المؤمنون الأتقياء البرارة إذا حد نفوسهم يوم بشيء يغفره لهم ثم ويعذب من يشاء من أهل الشرك والنفاق والعياذ بالله تعالى وأخيرا يقول تعالى والله على كل شيء قدير علمنا أنه بكل شيء عليم وإن لا أطلبوه ولا تقول هناك شيء ما يقدر الله عليه أو ما يستطيعه والله على كل شيء قدير لا تقول أبدا هذا أمر صعب ما يعطيه الله لا تقول أبدا فإنه تعالى على كل شيء قدير ولا تخفي عملك وتقول لا يعلمه الله ولا يثيبني عليه والله عليم به وبكل أعمال عباده ويجزيهم بها سواء كانت بالليل أو النهار في القلوب أو في الأبدان والجوارع والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء أبدا كيف لا وهو خالق كل شيء أيخلق ثم يعجز عن الخلق الجواب لا لا ما دام قد خلق كل شيء وملكه إذن فهو على كل شيء قدير فليدعى الله وليسأل وليتوصل إليه بصالح الأعمال وبالكلمات الطيبة والله عز وجل ما يحرم عبده أبدا لما دعاه وسأله والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم من هداية هاتين الآيتين أولا جواز أخذ الرهن في السفر والحضر توثيقا من الدائن لدينه من هداية الآيتين جواز ارتخاب الرهن في السفر وفي الحضر حتى في الحضر أيضا ترهن عنده بسان وإلا حديقة وإلا كذا يجوز الرهن وإلا لا جائز الرهن ترهن دينك حتى ما يضيع سواء كنت مسافر أو مقيما نعم ثانيا جواز ترك أخذ الرهن إن حصل الأمن من سداد الدين وعدم الخوف منه نعم جواز ترك الرهن ما دون تتعرف أنه يسدد دينه وكذا ما ترهن عنده شيء ولا تعطيه شيء نعم ثالثا حرمة كتمان الشهادة والقول بالزور فيها وأن ذلك من أكبر الكبائر كما في الصحيح نعم من هداية الآية حرمة الكذب وشهادة الباطل والزور وهي من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر شهادة الزور والعياذ بالله ما هي شهادة الزور شهادة الكذب والباطل ما رأيت تقول رأيت ما عطا تقول عطاه ما عطا تقول ربه تكذب تشهد شهادة باطل حرام والله لمن أكبر الكباب وجهد سبع من الكباب ومنهم شهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور نعم رابعا محاسبة العبد بما يخفي في نفسه من الشك والشرك والنفاق وغير ذلك من بغض أولياء الله وحب لأعدائه ومؤاخذته بذلك والعفو عن الهم بالخطيئة والذنب دون الشك والشرك والحب والبغض من المؤمن الصادق الإيمان للحديث الصحيح الذي أخرجه الستة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل نعم أروف عن أمتي الخطأ والنسيئة نعم من أضمر شررا محرما وعزم على فعله ثم لم يفعله كتبت له حسنا لأنه تاب ومن أضمر خيرا وأراد أن يفعله وفعله كتب له عشر حسنات ما فعله كتبت له حسنا المهم أن لا نضمر في نفوسنا الأدى والشر للمؤمنين والمؤمنات أبدا ومن غالبته نفسه وهواه وأضمر شيء في نفسه ولم يفعله شاب إلى الله يغفر الله له نعم أعود بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأعطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفلنا وارحمنا أنت مولانا فانصنا على القوم الكافرين أذكركم بفضيلة هاتين الآياتين فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأه ما عند نومه في ليلته كفتاه من قيام الليل ومن الشياطين ووعد من قرأها مرتين في الليل الواحدة كفتاه من قيام الليل ومن الشيطان وذلكم أن هذه آتين الآيتين لم يعطهما نبي سوى نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك عن نفسه وأنهما كانتا تحت في كنز تحت العرش فأعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته أذكروا أذكروا ما تقدم لنا من قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قطعا لله ما في السماوات وما في الأرض من كل الكائنات يملكها ويتصغف فيها إذ هو الموجد لها إذن لله ما في السماوات وما في الأرض فإن منعكم من تصرف خاص بالأموال تغضبون لما ماله ما أذن فيه تفضلوا ما لم يأذن لا حق لكم في المطالبة به فكيف إذا منع وحضر وحرم وتتعدى ذلك وتفعل ما نهى عنه وحرمه هذا تعقيب على آية الدين بعد آية الربع وتحريمه لله ما في السماوات وما في الأرض ثم قال تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم والعياذ بالله من النفاق من الكفر من البغض من الحسد تظهرونه أو تخفونه وتسرونه في داخل نفوسكم فإنه تعالى يحاسب به ثم بعد ذلك يغفر من يشاء ويعذل من يشاء وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيئا إن تبدو ما في أنفسكم أي تظهروا أعالنا وتنطقون بألسنتكم وتباشرونه بأعمالكم وجوازكم يحاسبكم به ويجزيكم إلا أنه يغفر من يشاء ويعذل من يشاء هذه الآية لما نزلت وسمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضايقت نفوسهم وأتجت وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا بالجهاد فجاهدنا بالصدق فصدقنا والآن إذا كنا نواخذ عما في نفوسنا ما نجا منا أحد فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما زدتم أن قلتم كما قال اليهود سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وعطينا وسلمنا فقالوا وذلت بها أنفسهم ونضقت بها ألسنة فلما رأى ذلك تعالى منهم أنزل هذه هاتين الآيتين وفيهما قوله ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطعنا فقال تعالى نعم لا أواخذكم ما نسيتم ولا ما أخطعكم الآية الحمد لله وهنا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فيقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل تجاوز الله عنا فيما تحدث به أنفسنا ما لم نقل بألسنتنا أو نعمل بجوارعنا ثم لابد من بعض البيان ما حدثت به النفس هل يستقر ويصاحب عزم وإرادة على أن يفعل أو مجرد خاطر هجس وزوات الذي يبدو الله أعلم أن ما في النفس إن كان كفرا إن كان بغضا لما يحب الله ورسوله إن كان تكذيبا لله ورسوله كحال المنافقين أما كانوا يضمئون الكفر يضمئون عداوة الرسول والمؤمنين وبغض شريعة الله فهذا كيف لا يواخذ العبد به إلا إذا تاب منه وتخل عنه وعراء نعم أما إذا أصر بغضه للإسلام والمسلمين في نفسه وإن لم ينطق إذا أصر على تكذيب الله عز وجل ولو في قضية من قضايا أو تكذيب رسوله فهذا هو الكفر بعينه يبقى ما دون الكفر مثلا خطر ببالك أن ترتكب معصية من المعاصي دون الكفر والشر هذه المعصية هممت بها ثم تركتها لله خوفا من الله حياءا من الله حفاظ على طهارة روحك والزكاة نفسك هذه تكتب لك حسنا وإن فعلتها تكتب سيئا وعلى العكس هممت أن تفعل حسنا من الحسنات صلاة أو صدقة أو ما شاء الله من أنواع البر والخير ثم لم تعملها حال حال دونها تكتب لك حسنا فإن عملتها كتبت عشر حسنات وهذا من إفضال الله تعالى على هذه الأمة يبقى الذي بكى من الصحابة أفصح أفصح للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يرضى أن يطلق من عنان السماء إلى تخم الأرض ولا يقو على أن ينطق به فأفصح بعضهم وقال أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم يقول لكم الشيطان هذا الله خلق السماوات الله خلق الأرض الله خلق ما شاء يخلق ومن خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك في نفسه فليشتعذ بالله وليقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله ثم أعلمهم أن هذا لا يكون إلا في المؤمنين إلا لأهل الإيمان هذه الهواجس والخواطر هذه التي تنافى مع رسول الدين وعقائد الإسلام هذه الشيطان هو الذي ينفخ في قلب العبد ويجعل وتدو على قلبه فهي من مس الشيطان فإذا وجد ذلك عبد الله أو أمط الله قال أعوذ بالله من الشيطان وزيم أعوذ بالله من الشيطان وزيم آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله ويعرض عنه فلا يضر ذلك إذا ما كان عقيدة في النفس عقيدة الشرك والكفر وبغض الله ورسوله والمؤمنين وحمل العداء هذا وإن لم يفعل فسوف يجذبه لأنه بإرادته أما ما كان خاطر يخطو بالبال ولا يستمر وإن عاد عاد العبد إلى طرده بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا فإن هذا لا يضر أبدا وهذا الحديث الصحيح يوضح القضية تمام التوضيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل فمن قال ونطق سجل ذلك عليه وأخذ به ومن عمل ولو لم ينطق أخذ بذلك وعذب به إلا أن يغفر الله لمن تاب لما قالوا سمعنا وأطعنا أسلمنا سلمنا نزلت هاتين نهاتان الآيتان الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه ربي والمؤمنون والكرامة الإله التي أكرم الله بأوليك الأصحاب أنقرن إيمانهم بإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه ربي والمؤمنون إذ المؤمنون ما إن قال لهم الرسول لا تكونوا كاليهود يقولون سمعنا وأطعنا وعاصنا قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا فقالوا ولا نبي ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم فهذا إيمان فأخبر تعالى عن واقعهم آمن الرسول بما أنز إليهم ربي من الشرائع والأحكام كلها والمؤمنون كذلك معناه أنه رضيهم ورضي إيمانهم وقبل ذلتهم وخضوعهم له فكان في ذلك شرف عظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إلى يوم القيامة المؤمنون الصادق الإيمان آمن الرسول بما أنز إليهم ربي والمؤمنون كل أي كل فريق كل واحد منهم كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه بعض أركان الإيمان وأركان الإيمان كما هو مقرر معلوم للمؤمنين أو المؤمنين ستة أركان الإيمان بالله الإيمان بملائكته الإيمان بكتبه الإيمان برسله الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان المنجي المنقذ من الكفري الذي يجمع أصحابه مع رسول الأنبياء والمؤمنين مبناه ستة أركان لو سقط أرك فقط بطل الإيمان حديث جبريل معلوم معروف إذ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ودخل وشق الحلقة وانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس وسألوا عن الإيمان والإسلام والإحسان فأجاب الرسول وجبريل يصدق ويقول صدقت 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 ثم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله إذ اليهود ما آمنوا بإيسا ولا آمنوا بمحمد السنور لما يفرقون بين رسول ورسول فالذي يكفر برسول واحد بنبي واحد يعتبر كفر بالجميع الرسل ثلاثمائة وأربعة عشر من كذب رسولا ولم يصدقه أنكر رسالة ولم يوم بها يصبح كافرا بالإجماع ولا حظ له في الإسلام النصار آمنوا بالأنبياء والرسل وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وكبروا به فهم الله كافرون المهم في القضية الذي يكذب برسول أو نبي يعتبر كافرا ولا حظ له في الإسلام ولهذا وقالوا ورسله جمع رسول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكرسل الكتب ما علمنا منها وما لم نعلم الذين نزل ذكر في القرآن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم هذه أربعة كتب ما عدا ذلك صحف إبراهيم عشر صحف صحف موسى غير التوراة صحف إدريس أو شير فنحن نؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب لا نقول هذا كتاب والفرقان التوراة أنزلها الله على موسى عليه السلام الزبور أنزله على داود عليه السلام الإنجيل أنزله على ريسى عليه السلام القرآن أو الفرقان أنزله على خاتم أنبيائه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله هذا هو معتقد المؤمنين مع رسولهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوها وأذعنوا لحكم الله وذلوا إذن فأكرمهم الله أن جمع بينهم وبين رسوله في الإيمان آمن رسوله بما أنزله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنزلها الله تعالى وقد ردلت ألسنتهم وآمنوا بها إذن إذا بلغك عن الله أو رسوله هل يمكنك أن تقول لا أقبل هذا أو تقول سمعت ما قلت عن الله ورسوله لكن لا أعملنا على صاحب هذا الموقف ما هو بالمؤمن لا بد وأن تقول سمعت ما جاء عن الله ربي وعن رسول الله نبيه ورسوله وآطعت إن كان أمرا فعلت وإن كان نهيا تركت في حدود طاقتك وما تستطيعه سمعنا وأطعنا وطلبوا غفران الله لهم غفرانك ربنا وإليك المصير هنا كان الدواء في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فهل الوساوس وهواجس في الخواطر يستطيع الإنسان أن ينفيها له مناعة لا تخطب باله لا يملك حدالة إذ هذا ليس في طاقته ولا في قدرته يأتي من حيث لا يريده فقط لا يستمر معه فيعمل به أو ينطق به فإن عمل أو ناطق حقت عليه كلمة العذاب وأصبح كافرا غيى مؤمن لا يكلف الله نفسا إلا وسعى أي قدرتها وطاقتها إذن والعلاج كما سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطر بذلك خاطر سوء قل آمنت بالله آمنت بالله ثلاث مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وله عنه وأعرض فإنه يرحل من ساحته وحذى أن يحملك على أن تنطق بحرف أو تعمل بمقتضى ذلك الوسواس فإن ذلك مما يواقب العبد به ويحاسب ويجد به أما مجرد خاطر وهواجس ووسواس هذا من الشيطان ولا يوجد هذا إلا عند المؤمنين بل صرح الرسول بأن هذا دال على قوة إيمان العبد وصدقه في إيمانه لأن العدو يأتي إلى القلب الذي فيه إيمان يحاول أن يفسده أما القلب الفاسد ماذا يعمل الشيطان فيه وقالت الحكماء اللص السارق ما يأتي إلى بيت خرب ما فيه شيء ويحاول أن يسرق ماذا يسرق ما يأتي إلى جيب ما فيه ولا فلس يبحث عن مكان فيه المال الدنا والدراما فلهذا هذه الخواطر هذه لا تكون إلا للإيمان مع عدم الإيمان ما يوجد هذا أبدا وهكذا تجاوز الله عن أمة محمد عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل وكذلك تجاوز الله عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه فنحفظ هذه تجاوز الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عما يلي أولا الخطأ ثانيا النسيان ثالثا الإكرار وهذا فيه تفصيل نعم النسيان من أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لا يواقض بذلك لا كفارة عليه ولا صيام إلا إذا كان رمضان وأراد أن يقضي يوما له ذلك كما يرى ذلك مالك رحمة أما النوافل بلا خلاف بالإجماع لا يطال بقضاء صوم أبدا أكل فيه وشبع وهو ناس أو مخطئ الخطأ أراد أن يتناول التمر يضحى في الصندوق وضعه فيه هنا الخطأ والنسيان وما استكره عليه إذا أكره العبد بالضرب بالسجن بالتعذيب على أن يقول كلمة الكفر وقالها ليدفع عن نفس ذلك ونفسه مطمئن بالإيمان لا يواقض بذلك فقد كانوا يكرهون بعض أصحاب رسول الله في مكة على كلمة الكفر فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بعمار بن ياسر رضي الله عنهما وهو يعذب فقال له الرسول أعطيهم يا عمار يقولون سب رسول الله امدح آلهتنا نرفع السيف عنك والعذاب والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فبعض الإخوان يشكون أنهم في ديان يلزمون بحلق لحاهم فنقول لهم إذا صابا وتأ لا مانع وإذا عجزت وما تطعت احلق وأنت تكره ذلك وتحب سنة رسول الله سلام ولا تعرض نفسك للسجن والضرب والتعذيب وبحال فتن تنتهي الفتنة وينتهي هذا هذا ما كان موجودة أبدا وليس هناك حاكم يلزم الناس لأن يحلقوا لحاهم لكن إذا حدثت فتنة يترتب عليها مثل هذه الأمور ماذا يصنع المؤمن إذا ترك هذا الواجب أو السنة اتقاءا للضرب والسجن والعذاب لا حاج عليه لأنه مكره ما هو بإرادته واختياره إلا من أكره فقط الإكراف القتل كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل قال الحاكم اقتل هذا وأنت تعلم أنه لا يستحق القتل وما وجب عليه قل اقتلوني ولا أقتل إذن الخطأ فيه تفصيل مثلا شخص قتل آخر خطأ هل يعفى عنه مرة واحدة الجواب لا أولا عليه كفار صيام شهرين متتابع ثانيا عليه الدية يقوم به أو عقيلته وعسيرته كل ما في الأمر أن الله لا يواخذه لأنه ما قتل عمدا أراد أن يرمي غزالا فأصابه مومنا في يده بندقية كم من واحد يصلحها فتتفجى في يده قتل الخطأ فيه الدية بلا خلاف إلا أن يعفو أولياء الدام وفي صيام شهرين متتابعين والله عز وجل لا يواخذ صاحب هذه الخطيعة لأن الله رفع عن أمة محمد الخطأ مثلا أنت بسيارتك صدمت مثلا صندوق فيه مثلا حليب يساوي ألف ريال الخطأ معفو عنه لكن هنا لا بد أن تغرم وتؤدي قيمة هذا اللبن صاحب ماذا يصنع ضاع لبنه وضاع ماله الإثم لا إثم عليك اطمئن ولكن تعين حق للناس عليك أدي هذا الحق فإن لم تؤدي كنت كمن أخذ حق إنسان أما الإثم من حيث هو مرفوع لأنك مخطئ فالغرامات هذه كمن أفسد مال من أموال المؤمنين مطلقا بدون عمد ولا رغب في ذلك وقع بدون إرادته لا يعذب بهذا ولا يتلط قلبه بالإثم ولكن تعين حق لمؤمن ينبغي أن يؤديه الديات أساسا تقوم بها العاقلة أقرباءه ورثته أعمامه أبنه أعمامه أبنه أخوانه يشتركون ويسددون الديات ما عنده أحد إمام المسلمين يسدد عنه تبايت لأن المقتول ورثته حقهم ضاع كان يشتغل ويجأتهم بالطعام الشراب وقد قتلته بقوا مفتقرين محتاجين فلابد أن يعوضوا وإذا قالوا عفونا وتنازلنا وسامحنا خير كثير أحببت أن يفهم المستمعون ومستمعات أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمة الخطأ والنسيان وما تكرر عليه لابد من معرفة واضحة النسياء كما عرفتم أكل وشارب وهو صايم لا شيء عليه ناسي وهو محرم فلا بيس سعوالا أو ثوبا ذكر وينزع ولا شيء عليه ناسي صلاة ما صلىها لا يواخذ ولكن يقضيها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها هذا كالذي كاصر إناء أحد لا إثم عليه ولكن الحق ترتب لابد أن يدفع قيمة هذا الإناء كذلك من نام عن صلاة مثلا رمضان أخطأ شاء رأى الشمس غابت وإلا سحاب وإلا وقال لان دخل الليل أفطأ طلعت الشمس يقضي حدث هنا في المسجد على عهد عمر أفطأ ظنوا أن الشمس غابت ما زالوا يأكلون طلعة الشمس أمره عمر بن قضاء لأن هذه فريضة أخطأ تؤدى ولا إثم عليهم بخلاف لو أكلوا متعمدين اليوم بشهرين وهكذا قوله صلى الله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه مأخوذ من هذه الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطنا قال الله نعم وفي بعض الأخضاء قال فعلت وقوله ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا واستجاب الله وقال فعل ومعنى الإصر هو التكليف الشاق الذي يعصرك ويعرقلك ولا يسمح لك بالحراكة لأن الإصر الحبل يغبط ليش شيء ولهذا تتبع شرائع الله في الإسلام لا تجد شريعة أو فريضة يعجز عنها العبد ولا يقدر على فعلها فإن وجدت ذلك فاعلم أنه ليس من الشريعة إذ قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرش على سبيل المثال الصلاة هي عماد هذا الدين ما استطاع يتوضى الماء بارد ما وجد الماء ماذا يصنع يضرب الأرض ويمسح وجو وكفيه في هذا مشقة رفعة المشقة الماء بارد يخاف الزكام والمرض ما يقتصل بالماء المارد ما تعود عليه يا مرض هي تيمة الصلاة الفريدة لا تصلى إلا من قيام لو صلى قاعدا أو ركع قاعد بطل الصلاة لكن إن عاجز كيف يصلى قاعد بالقوة يحب يربطونه بالحبال عاجز عن قيام صلى قاعدا ما استطاع قعود صلى على جنبه ما استطاع الجنب وهو مستلقي صلى وهم مستلقين الحج فريدة الله عز وجل حال دون هذه الفريدة حائد ما هم بمكلة حتى يزول الحائد والشاهد عندنا في أن قوله تعالى لا تحمل علينا إصرا كما حملت عن الأرم السابقة إذ كان في بني إسرائيل إذا وقع بول في ثوب أحدهم يقطع بالمقص ما يكفي فيه الغسل إذا تلطخ ثوب الذي يصلي فيه ما يكفي أن يغسله يقطع تلك القطعة بالمقص حتى يصلي كلف كلفوا بحسب وضعهم بإرادة الله تعالى بأعمال شاقة بمعنى الكلمة لأنهم متمردون عصاة قتلوا الأنبياء ما بالك بما أخبر به الرسول عنهم يقتلون في اليوم الواحد سدعين نبي ويقيمون أسواقهم في المساء كما هي فمن هنا جاءت الشرائع تؤذبهم حملهم الله تكاليف شاقة تعذيبا لهم هذه الأمة رحمها الله لأن الأمة المرحومة ونبيها من هو هو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين دعوا الله واستجاب لهم وقال فعلت ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال فعل على سبيل المثال اليهود إذا قاتل أحدهم قاتل مقتول وقالت القبيلة عفونا لا عفو قال أبو الولد أنا تنازلت لا يقبل هذا الإسر في عهد ريسى في بني إسرائيل في الإنجيل ما فيه إلا ألعف قاتل أخاك قل سامحت لا تطالب بشيء غير هذا إذن هذه من الأعصار والتكاليف الشاقة التي امتن الله علينا فرفعها عنا وما أنزلها فينا وهذا يخبر عن نفسه ولا تحمل علينا إسراء قولوا كما حمت الذين قد قال الله نعم فعلت ولا تحمنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفلنا وارحمنا أنت مولانا والله يقول فهل أي ما موم تزل قدمه ويخطئ في سلوكه فيعص ربه أو رسوله في أي معصية ويطلب العفو من الله إلا وعف الله عنه كلمة أستغفر الله تمحوا كل ذلك العفو وتزيلوا إن كان العبد صادقا فيما يقول واغفلنا وارحمنا أنت مولانا لا مولى لنا سواءك أنت مولانا لا مولى لنا غيرك إذن فانصرنا على القوم الكاثرين قال فهلت ونصرهم أولئك الأصحاب الذين ذلوا بين يدي الرسول وقالوا سمعنا وعطعنا وسلمنا نصرهم نصرهم بالحج والبرهان على كل من جادل أو خاصم وإلى اليوم لن يستطيع يهود أو نصران أو بوذ أو مهما كان أن يجادل المؤمن في الحق وينتصر عليه آبدا نصرة الله لن يستطيع أن ياته بأدلة عقلية أو منطقية أو شرعية ويرد بها ما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرهم أيضا في الحروب ما قاتل أصحاب رسول الله أعداء الله ورسوله إلا نصرهم الله ويكفي في أن ظرف خمسة وعشرين سنة وصل الإسلام إلى السن وإلى الأندلس لو لا النصر كيف يتم هذا فانصونا على القوم الكافرين فانصرهم الله عز وجل من اللطائف أيام كان للسع نقول فانصنع القوم الكافرين فنقول يا جماعة هذه ليست لنا نحن لما نحمل السلاح ونقاتل المشركين الكافرين ثم نقول فانصنع القوم الكافرين أما الآن ونحن لا نقاتل ولا نحمل سلاحا لقتالهم فما معنى أنصنا على القوم الكافرين ما تنبهتم من يطلب النصر الذي يريده وإلى لا أما التارك للجهاد والمعرب عنه كيف يقول أنصونا ينصوهم لا معنى لإطلب هذا فالمسلمون إذا حملوا راية الحق راية لا إله إلى الله محمد رسول الله وقادهم إمامهم الذي بايعوه ووقفوا في وجه الكفار ثم يطلبون الله النصر ويحقق لهم ولا يخزيهم ولا يذلهم أما وهم لا يحملون راية ولا يقاتلون فانصنع القوم الكافرين لا معنى لها بالنسبة إلينا أنت ما تاكل لا تشرب وتقول ربي أشبعني وروني والطعام بين يديك الشرب لطيفة من لطائف العامة الكسول وأنتم تعرفون الكسل والكسالة كسول نائم في ظل شجرة أو جدار طلعت الشمس وأخذ التزحف نحوه وصلت إلى قدميه ما استطاع يجذب جليه إليه يمر به شخص يا عم يا أخي أبعدني عن الشمس يقول أنت مالك أنت جو رجليك إليك قل انظر إلى البخل أو يبقى يجي الثاني الشمس وصلت إلى أكبتي وصلت إلى صدري أبعدون عن الشمس يقول أنت مالك مجنون تقوم من هنا ابتعد عن الشمس يقول انظر إلى البخل يا بخلاء كذلك وضع العالم الإسلامي إلا ما رحم الله أنصنا عن قوم الكافرين ما ما بايعتم إمانا ولا تفلتم حوله ولا أعلنتم الحرب على دولة كافرة وتقول انصنا ونعيد تلاوة الآيات الآياتين الكريمتين آمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ربنا إن آمن بك إله لا إلى غيرك ولا رب سواك وآمن بما أنزلت على رسولنا من كتابك وشارك رب العالمين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وقد سبق أن عرفنا الملائكة ودرسنا في العقيدة عرفتم الملائكة أكثر المسلمين لا يدون من هم الملائكة ولكن لا بد من طالب العلم فنحن نخضي عن إيماننا بملائكتي ونحن نزاوي للملائكة أو نزاوي لأواحنا يوميا نصلي على إقواننا من أخذ أواحهم أمريكا السحر كيف مات إبراهيم إذن ملائكة من ينكر هذا اللحمة في رحم المرأة تتطور بعد أربع عشر من ينفق فيها الروح تبقى لحمة تتحول إلى صنم إلى حجر كيف تصبح حية وفيها الروح خل هذا ما لك ينفق فيها والله العظيم القرآن بين أيدينا نزل عن أم لم يقع ولم يكتب كيف وصل إليه وفوق هذا نحن رأى آباؤنا وأجدادنا جبريل بينهم يمشي والشاهد عندنا نؤمن بملائكة بملائكة أنهم خلق من خلقه أطهار أصفيا كلهم أنوار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلن ما يمرون نوم بكتب الله كلها ما علمنا منه وما لم نعلم هذا معتقدنا هناك لطيفة لا ننساها في قوله تعالى لها ما كسبت وعالها ما اكتسبت لما قال في الخير لها ما كسبت وفشر ما اكتسبت اللطيفة التي ما ننساها أن الخير وفعله في طري في الإنسان فعل الخير مطلق خير ما تجد كزازة في النفس ولا شدة ولا انقبار إن أردت أن تفعل الخير أبدا لكن الشر هو الذي تجد فيه حتى تجاهد الفطراء وتغلبها مثلا الآن أي وحد يقول لي مصور كيف حالك أنت طيب أنت بخير يصعب عليه هذا لو أرد أن يسبه يصعب ولا يجد بسهولة هذا مثال سهل لأن الله قال لها ما كسبت من الخير لأنها تكسب بدون تكلف بخلاف الشر ما ما اكتسبته افتعلت وانفعلت حتى فعلته والمثال كما علمتم تستطيع أن تعطي ريالك في يد أي مؤمن بكل سهولة ولا تستطيع أن تخطفه من يد مؤمن ما ما تقدر إلا إذا جاهد نفسك وهكذا فعل الخير لي سهل مبارك طيب يتناسب مع الفطراء فعل الشر بضد ذلك كل شر لا يقدم عليه الإنسان إلا بعد مجاهدة نفسه والتكلف ليخرج عن فطرته وبشريته حتى يفعل ذلك الشر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لأن الافتعال هذا تكلف بالأمس أحد الإخوان قدم لنا معروضا بيد عدنان ينقذكم أو ينتقدكم يقول يمنعوننا من الجلوس حول الدرس والمفروض أن من جلس في مكان لا يقوم منه ولا يقوم قم فيقول هذا نقص فينا وهذا عيب لا ينبغي هذا والجواب للسائل كان موجودا نقول أهل الحلقة الملازمون الذين في عيديهم آل الكتاب هؤلاء لهم حق في المجلس هذا والمستمعون والذين يأتون يوم ويغيبون آخر ما هم بملازمين يكسيهم أن يجلسوا حيث جلسوا ولا حرج ومع هذا ما نستطيع أن نحجز أمكنا لأننا نوذي بذلك إخواننا المؤمنين يجيء أخوك من الشرق والغاب ويجد مكان خاوي يدعون يجتقوا لا 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 تجلس اسمعوا أنا أقول أهل الدرس هم أحق به كذا ولا لا يبقى إذا جاء مومن وجلس في مكاني وأنا أعرف أنني إذا قلت له قم يغضب إذا لا أقول له لما لأني لا أسمح لنفسي أن أذي مومنا وأغضبه في ذات الله عز وجل تبهتم والمومن الآخر يسأل هل لهذا المكان أحد يقال نعم هذا طالب يجلس هو كذلك ما يزعج أخاه ولا يقبل أن يجلس فلابد إذا من التسامح والعفو والصباح لا يحل للمومن أن يحمل غيظا أو تغيظا في نفس على أقه فكل ما من شأن أن يوجد بين المسلمين عدا أو بغضاء أو عدم اغتياح نتجنبه أعرفتم